بسم الله الرحمن الرحيم يمكن دي يكون اول محاضرة انا اعملها من غير ما كوني سبيكر في ايفنت او مرطلوبة في كونفرنس او اي من كان يمكن او مرة افكر ان اعمل حاجة زي دي من نفسي بس بصراحة يمكن اكتر حاجة شجعتني للمحاضرة دي هو السؤال المتكرر عليها واي حد ممكن اي حد بيشتغل في السكيريتي مش انا بس اي حد بيشتغل في السكيريتي عنده اكتر من سنتين تلاتة يقدر يكونسولد الناس او يقدر يجايد الناس بيتسئل السؤال المعروف دايما او سؤال اللي ممكن ما فيش اكتر منه ازاي انا ابدأ التراك بتاعي في السكيريتي ازاي الشجرة في السكيريتي ازاي بقى سكيريتي انجينير السؤال بيتقال بميت فورمات بس بقى كله لنفس الغرض اللي هو ازاي ادخل تراك السكيريتي ازاي ايه هي التراكات بتاعت السكيريتي ازاي انا اختار التراك بتاعي من السكيريتي ايه التراك المناسب لها ايه السكيلز المناسبة لها ايه الكورسات ايه ايه الشجر جمان ممكن ناس كتيرة عندها اا يعني بتمستعجلة شوية فاول ما بتدخل تسأل فبتدخل تسأل ايه هي الكورسات اللي انا عشان هتخصص في السكيريتي سؤال ده فيه جلطتين اولا فس طب خلينا انا نسبقش الاحداث خلينا نمشي هيا سلاد سلاد فيه كم لحظة عايز اقولهم دول ما همش علاقة لسه بالسكيريتي او ما همش علاقة بمحتوى البريزنتيشن بس حبيت اخليهم كده في البداية لان دول اللي هابني عليهم البريزنتيشن كلها اول حاجة ودي اللي انا كنت قلت لما السؤال فيه جلطتين فيه ناس فاكرة ان السكيريتي هو تراك واحد فيه دايما الناس بتدخل او مش دايما اجلبية الناس بتدخل تسأل او تقول انا عشان تقصص السكيريتي طيب يعني انت بتبقاش فاهم هل هو معتقد ان السكيريتي تراك واحد ولا هل هو لسه مش عارف ايه تراكات السكيريتي بس اجلبية الناس لما بتكلم معاها وناس كتير يعني زي حاليتي لما بيتكلموا مع ناس تانية بيتشفوا الناس ما عندهاش فكرة ان السكيريتي كزا كزا تراك كزا فيلد كزا اتجاه مش في ناس عندها مسكنسبت في حطة ان السكيريتي هي تراك واحد او هي مجال واحد او هي تخصص واحد او في كورس بيلم السكيريتي كلها او في رودماب او في مستدولوجي بتلم السكيريتي كلها فاديك اول حاجة عايز ابني عليها البرزنتيشن ان السكيريتي ليس سنجل تراك مش مش حاجة واحدة مش مش كتاب هتقراها تبقى خلصت مش كورس هتاخده مش فيديو هت mau تشوفه مش محاضرة هتشوفها تبق انت كده هتخصصت السكيريتي او حتى بدقت الموضوع الأهية السكيريتي مالتبل تراكس مالتبل فيلد كالكام لايف هي بتاعت مالتبلاري كوزات سيكيريتي بتاعتو لي ediyorumه بالتالس بتاعتو لي الكوارد سكيلات ولي Belased courses او comentarios لو انت حابب تدخل في قصة ال �راalities والأقزامج وكده فكل حاجة لها ليها 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 لديها متطلباتها وليها دنيتها خلط يعني كل تراك ليه سكته فالجرض اصلا من المحاضرة دي ان انا بسيت ارتفاكس معينة اللي هي اولها هي كزا واحدة بس اولها ان السيبر سيكوريتي مش تراك واحد انا جاي انا هنا جاي يعني مش هشرح التراكات على قد ما اهدي اوفر فيو عن كل تراك حاولت على قد ما انا قدر الم كل تراك في السيبر سيكوريتي اللي كل حد ممكن يمشي فيها بعد كده كل تراك يعني هشرحه ايه هو ليه نعمله ايه لازمته ايه لازمت وجوده بعد كده كل تراك هقولي يعني في 2 سلادين في كل تراك اللي هي الريكورد سكيلز والريكورد كورسيز والسرتيفيكيشن وكده فالووركشوب او المحاضرة دي مش هتبقى تكنيكال على قد ما هي هتبقى اوفر فيو على كل حاجة عشان ما يجيش حد او بعد المحاضرة متخلص يعني لو حد شافها بالكامل انا عندي ابجيكتف واحدة بس او اتنين خلينا نقول اتنين او الابجيكتف ان الناس تبقى عرفة اخصوصا ان انا بتارجت الحد اللي هو مش عارف يعني ايه سيبر سيكورتي اصل الحد اللي لسه بيسأل من البداية خالص لو مثلا لو طلبة لو حد لسة متخرج دليل حد لسه سامن حتى باسم الـ بيصد على كمية الاس golك عالي وتجي لي ولا احد اخرج في اوروزات أبدأ في اول فارغة حاطfta واوله ان احنا انتفق ان السيبر سيكورتي مش ترك واحد. ثاني ابجيكتف ان بعد الفيديو ده ما يخلص اي من كانت مدته ايه ما يبقاش حد خارج ولسه ستيل مش عارف ايه هي السيبر سيكورتي ايه التركات بتاعتها ايه المطلوب في كل ترك ايه كل ترك اصلا بيحكي في ايه فدول اتنين ابجيكتفز بتوع المحاضرة ربنا يا وفا ان شاء الله ويسهل ونقدر نحققهم از يعني اه عشان ما يبقاش انا بتاع الموضوع كله ما يبقاش لسه حد عايز يسأله ومش لاقي الاجابة اه خصوصا انا اه كنت بشوف اه فيديو كتيرة ناس كتيرة بتعملها اه عن اللي هو سيبر سيكورتي سيبر سيكورتي رود ماب كل الكلام ده كله بس ستيل برضه انا كنت بحط نفسي مكان حد لسه مش عارف الاجابة كنت بقى كل الفيديو دي وبطلعش باجابة لسببين ياما اللي بيقول الفيديو بيتكلم الاول كلمتين حلوين وبعد كده بياخد اللي بيسمع الفيديو ناحية ترك معين وبيفاهموني ده هو ده سيكورتي كله بيتمحور في الترك ده يا اما اللي بيتكلم بيتكلم بيدخل تكنيكل او بيتكلم من البرسبكتف بتاعه هو مش بيبص على الاوديونس بتاع اللي هيسمع الفيديو اللي هيسمع الفيديو مايهموش المعلومات التكنيكل لانه هو لسه اصلا ماعرفش الترك فانت ماينفعش تكلمه تكنيكل فحاجه هو اصلا ماعرفهش فعشان كده حبيت ان انا يعني ايه لميت كل الاخطاء اللي انا شفتها في الفيديو انا مش بعيد في الاشخاص اللي عامت الفيديو انا ممكن بعيد في المحتوى او مش بعيد برضو كل واحد بيقول وجهة نظره كل واحد بيجتهده الاسخاص دول كلهم مشكورين ان هما بيحاولوا يوصولوا الفكرة بس انا قد تحطيت نفسي مكان حد لسه ماعرفش يعني ايه سابة سيكورتي وشفت المشاكل اللي قابلتني في الفيديو دي مش بتكلم على اشخاص بعينها بتكلم شوفت في فيديو كتير على اليوتيوب كده فيديو كتير نزلت برضو اه على الفيسبوك اي من كان مين اللي بيقول اه اه فاشوفت الي ايه اللي كنت محتاج اسمع فعلا لو انا حد لسه ماعرفش يعني سابة سيكورتي ولم يده كله حاولته ان شاء الله اكون محققه او موفره هنا في المحاضرة دي فده كانت اول بوينت حابب بس اللي انا نتفق عليها قبل ما نبدأ اي كلمة في المحاضرة سيبر سيكورتي مش سينجل تراك تاني حاجة وده برضو من ضمن الاخطاء او من ضمن الكومنت اللي انا كنت بشوفها في الفيديو او في او في المحاضرات اللي انا كنت بتوع قبل ان الناس او بعض ناس مفهما ان الي انا بقوله دا الي هما بيقولو يعني هو او دي الطريقة اللي انت تعمل بها كده مافيش اي حاجة في الدنيا في مهد دوي اي حد بيقول اي حاجة في الدنيا بما فيهم انا وبما فيهم المحتوى اللي هيتاقل في المحاضر النهاردة ان شاء الله هو مايوي هي دي الطريقة اللي انا فهمت بها السيبر سيكورتي هي دي طريقة اللي اشتجلت بها التي ب Patrol بها من معناه ان انا بقولك ان أنى هذه طريقتي physical ability هذا طريق الوحيد الذي يوجد على ماossip Will look in separate أو يوجد أي شيطانية من هنا يبقى إذا كان شروح بالإج compleet ممكن أحد اخر يتياه بطريقة إنني ت blij ومن هي بаться ولكن ممكن فتاتت خيش comply to getła لكن sec Isto فما السェالك نبدأ دائم مشتها في مستوروجية لديك فهنا ستشعstanden ما علمت новый so Blessed لا يسakan شخص caso الآن الا أن يمكن من ضمن الأشياء التي نريد أن يكون هناك أي شيء مهما كانت تكنيكال ولا تكنيكال كله اسمه مايوي 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 الذي أشرح لأنه أشرح شيء فهذه طريقتي اسلوبي وهذه الطريقة التي أردت بهذه الطريقة التي أردت بهذه الطريقة من تعبك على الى اي شيء تكنيكل أو آه اي شيء نوقط اي مستقبل اي رود ماب اي شيء في الدنيا إسمها مايوي ما فيهش شيء في الدنيا استاتيك او ما فيهش اي شيء في الدنيا فيكسد على طريقة واحدة. لازم تتعلم ودي اهم حاجة ما التي تبني عليها كل كريرك في السيبر سيكورتي هو اللي تتعلم لانت تعمل الرود ماب او الكرير الوقت لديك اللي يناسبك انت اللي يناسب شخصية اكس اكس ده هو بيسمع الكونتنت اللي انا بقوله النهاردة انا ممكن اكون ممشي برود ماب او كارير باست ما يناسبك ممكن يناسب حد تاني ممكن هو نسبني انا بس فانت لازم تتعلم ان انت متمشيش على حد او متمشيش على خط زيرك هو اللي رسمه اه مفيش اي مشكلة اللي انت تسمع وتتعلم من الناس بس ما تاخدش حياتهم كابي بيست لان اللي هما ننفع فيه انت ممكن تنفعش فيه واللي انت نفعت فيه هما اللي وصلوا هما ممكن مينفعوش فيه فبالتالي تبقى انت اعمال بتضيع وقتك وبتضيع عمرك في حاجة انت مش هتستفيد بيها لو مجرد انحد تاني يجربها ونفعت معاه بس ما فيش اي ما يضمن او اي ما يضمن ان هي هتنفع معك انت فانت لازم اه هتتعلم العلم ذات نفسه تعلم العلم من كورسز من منترز من من ارتيكلز من بلوجز من اي حاجة وبعد كده تبتدي تشوف اللي هي ناسبك انت الكلام ده برضه يتطبق على الحاجات التكنيكل والحاجات النوم تكنيكل رابع حاجة بقى ودي ملهاش عليك بالسكرتي بس ليها علاقة بان ان انت تحقق اكبر قدر من الاستفادة من المحاضرة دي اللي انت تبعد اي هي ديستركشنز عنك طول ما انت بتسمع المحاضرة المحاضرة دي ملهاش اي غرض جال انها تحطك على اول الطريق ان شاء الله يعني اقمل ان هي تحقق الابجيكتف ده ان هي تحطك على اول الطريق فدي لما حاضرة من دكتور في جامعة ولا من ولا من ولا من ولا من معيد في كلية ولا ولا لها اي غرض زير مصلحتك فمش هتستفيد باي حاجة لو انت حاطت جنبك اي ديستركشنز لابتوب موبايل تابلت اي من كان اي حاجة تفصلك عن ان انت تركز فاتمنى يعني ان انت او انت بتسمع المحاضرة ايا مكان الي بسمع امين ابعد ايا حاجة جنبك انا نفسي هاا احاول انا اطفال الموبايلي او احاول احاول انا اتركزي انه على قد ما اقدر عشان ما مافيش اي حاجة اصلا تعطلني وانا بسجل محاضرة دي بس فاحنا كده اتفاقنا على الاربع الاربع نقط او الاربع اللي انا كنت حاول اضحهم قبل المحاضرة وبعد كده ان شاء الله نتوكل على الله ونبتدي الكونتنت لو حد لسه اول مرة يتعامل معي او لحد لسه اول مرة يعرفني انا اسمي محمد جمال في سيكيور نيتوركس احنا سايبر سيكيورتي فيرم بنقدم سايبر سيكيوريتي سيفيس بس يعني احنا شركة سايبر سيكيورتي بس متعملش اي حاجة اخرى بنقدم كل انواع سايبر سيكيوريتي سيفيس بس مش هابه اتكلم مع الشركة لان انا مش جاي هنا بصفتي او مش بصفتي المهنية انا بس حطيت دي بس عشان لو اي حد ما يعرف ما يعرفش او متعاملش معايا قبل كده يكون بس واخد فكرة عن 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 البرتفولي بتاعتي بس انا مش جاي هنا بصفة المهنية يعني مش انا مش بتكلم في او 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 اخر ملحوظة واكبر ملحوظة عشان كده كبيرة كده في سلاد لوحدها الكونتنت اللي هيتقال كمبرينسيف جدا محتوى كبير انا نفسي لحد دلوقتي يعني انا هبدأ معاكو المهضرة انا معرفش الكونتنت هاي اخدها الديه معرفش المحضرة دي هتاخدها الديه وقتها هيبقى الديه ممكن سعتين ثلاثة اربعة الله اعلم بس انا مش هميمني الوقت طالما انا لا في افينت ولا ولا الناس عشان كده انا ما عملتاش لايف عشان متبرش الناس الناس تفضل اعدا عشان كده انا سجلتها وقلت ارفعها على اليوتيوب عشان اللي عايز ينزلي بقى تسمع الكل شوية جزء وبعا كده توقف بعا كده اسمع كده احسن منها تبقى لايف بس انا مش حابب اخرج زي لما يكون كل وضح بالصورة اللي انا عايز اوصلها انا عايز اقوموا انا لما جيت احضر الا gli حاضرة دي اضعت فيها كل اللي انا كنت عايز اسمعها لما انا كنت ببدأ ا classroom الا den اما انا كان نفسي اسمعها اما غدا احد يوجهني لها الا testing اما ما انا اخطاء التي وقعت فيها التراكات التي لا سمعتيش عنها و انا لسه مبادئ و انا لسه تسمعتها كانت ممكن تفرق معي بغض النظر عشان انا انما بحب الكنترشان جدا بس فيه حاجات تانية كنت ممكن برضه تبقى جنب الاهتمامات بتاعتي عرفتها بقى بعد كده وفيه اللي اخترت اللي انا اكمل فيه وفيه اللي ما اخترتوش فيه ما احبتوش بس اتليست وانا بابدأ انا معترف ان الصورة مكانتش كلها واضحة بالنسبة لي وبرضه ايامها ما كانش متوفرة بالحجم اللي موجودة فيه دلوقتي من ناحية الماتيريال والكورس والسرتيفيكيشن وكل الماتيريال بقى زي البلوكز وكل حاجة فكان يعني ايه القايد قليلة شوية ومش مش فكة قليلة كعدد قليلة كمحتوى وفي نفس الوقت ما كانش فيه الكميونيتي الكبير اللي موجودة دلوقتي اتليست في مصر الكميونيتي دي ما كانش موجودة بالحجم ده كانت كل شوية كده مرمومين جنب بعض ومع نفسهم عكس يعني موضوع دلوقتي كبر في مصر بدل سكيريتي كنفرنس مع عندنا اثنين بدل الستي اف الواحدة عندنا 600 سيتي اف بدل الكميونيتي كيبريت الناس كترت وده اللي فتح التراك اكتر حتى الشركات يعني في مصر ممكن مش من بعيد بس من قريب كان من 5-6 سنين كان 2016 مصر عدد شركات السيكيريتي اللي فيها مش زي عدد دلوقتي خلصت الشركات الكيبريت البروجيكت سكيترت فكل حاجة قبل كده يعني انت كل ما زمن بتقدم كل ما توفر العلم والعلم نفسها بيكتر وبيكون اسهل بكتير والناس اللي قابلينا كانت ظروفهم اصعب مننا وهكذا فانا كنت بس احب عشان فيش حد يزهق مفيش حد يميل مفيش حد يستكتر الكميونت اللي بتقيل اه هو ده السيبر سيكيريتي اه مش يعني طبعا مفيش حد يتخصص في كل التراكس اللي هتتشارح دي اه مفيش اي حد في الدول يشغل بيهم كلهم اه بس انا مش جاية اوجيهك نحية تراك معي ان انا انا راجيش يشغل في البينتوشن ديستنج وفي جزء برضه من شغلي في حتة الالسلت انتليجنس مش هجيهك نحية دول وقولك ان دول هم الحلوين والباقي وحش ولا الباقي ريخم ولا الباقي مليش حد انا مش جاي اوجيهك نحية تراك معين فعشان كده هشرح كل تراك كاني بشرح البينتوشن تستنج بالزبط اه وفى الاخر اللي انت دماجك تروح له هو ده اللي انت هتتخصص في انا مش جاي انا مش دور اللي انا وجيهك انا مش رئيس مجلس ادارة المركز القومي الاختبار الاختراك في العالم انا مش مش بستفيد حاجة لو انت دخلت البينتوشن تستنج ولا ما دخلتوش بس انا هستفيد لو انت دخلت التراك اللي انت بتحبه او اللي انت دماغة تجاه علي ساعتها انا هحس ان انا حققت الابجيكتيف بتاعتي ان شاء الله خليني ابتق باكتر كوت انا بحبها في السيبر سيكيرتي او اتقالت عن الهاكن جاعمة بريتش is inevitable you will be hacked if you haven't already been hacked يعني ان اي شركة او اي منظمة لازم تبع عارفة ان الابريتش او الاختراك حتمي لا يعني هيحصل لا محالة انت هيتم اختراكك لو انت اصلا ما كنتش تم اختراكك فكذا كذا انت في اختراك عندك هيحصل في الارجانيزيشن بتاعتك النهاردة بكرة بعد اسبوع بعد شهر بعد السنة بس مفيش حد كبير على ان هو يحصل عليه او يحصل عنده بريتش يحصل data breach يحصل data exfiltration data leakage اي من كان اللي هيحصل عنده هو البريتش هيحصل هيحصل فعشان كده انت لازم تكون مستعد عشان تمنع على قدر الامكان انه سيحصل اااااا و لو حصل تبقى عارف تتصرف ازاي وتبقى عارف تقلل الضرر اكبر قدر ممكن بس البريتش هيحصل هيحصل عشان كده انا حبيت ابتدي البرزنتيشن بالكود دي عشان الناس اللي فاكرة ان البريتش ده بيحصل لناس وناس او الشركات بحجم مزنس معين او في بلاد معينة لا اه ها البريتش اللي بيحصل اي حد انفات بل هيحصل هيحصل ولازم نكون احنا مستعدين لي بحيس ان احنا نوقف اكبر قدر من امكان نمنعه ولو حصل نعرف نتصرف ازاي فى عشان كده ده اول كود دي هي اللي خلت اهمية للسابر السكيوروتي او هي اللي بتدي نحن نعمل في شجلنا. طيب في حوالي ستة. قال ان خطرتهم وضعتهم كده عشان اهم اهم حاجة ما يجي اشرح لحد حاجة يعرف انا مشروح له ليه. فانا دلوقتي اشرح سايبر سيكورتي. جاي اشرح بتاعتها. فاهم حاجة احنا ليه ابني. يعني انا ليه احنا متعبين نفسنا وعملين محاضرة وبنشرح تراكس ووظيف وشغل وكورسات وشكل. ليه? ليه السايبر سيكورتي بتفيد ايه? في ناس كتير انا اتعملت معها نشح الجالة في شركات شايفة ان السايبر سيكورتي هو عبارة عن تقفيل ورق رفاهيات حتى يعني ما بيدلهاش نفس اهمية بقية الدبورتنس الثانية او بقية الفيلز الثانية او بيحس احنا هي عامة احنا هنفضل نسيكور سيكورتي واحنا حصل لنا حاجة ازعيلنا قبل كده في حاجة. الكلام ده بقى كله بتغير مع اول سايبر اتاج بالدربوبيل. يبتدي يعرفه لا احنا كان لازم ننفست شوية في السايبر سيكورتي. ده سايبر اتاج. لا ده مش بس لانا عندي جهاز تم اختراقه او او فيروس او مالوير رانسموير اي مكان لا ده انا ببتدي اخسر داتا ببتدي اخسر اه فلوس ببتدي اخسر ريبتيشن ببتدي اخسر كاستمرز وشاعات اسعات شركات كاملة بتقفل بسبب سايبر اتاج. فالموضوع لا بابتجد موقفها عشان كده انا حبيت قبل ما ببتدي اشرح اي حاجة بسايبر سيكورتي اشرح ليه سايبر سيكورتي. ففيه كامي معابلع حوالي 6 تا اي بيلخصوا كل اللي انا كنت كل اللي انا عايز ارز الفلاج عليه او اترجم اعمل اهمية الساكورتي فيه. اول او الاستاتاتيك عاملها IBM بتقول ان افريج البزنس كوست بتاع الساكورتي هو عبارة عن حوالي 3 و 18 مليون دولار اا يعني لو شركة او يعني هو طبعا اي بي ما بتعملش الكلام ده على شركة واحدة ولا على نوع واحد ولا هي بتعمله اه وبتاخد فبيقول لك بيبقى حوالي ثلاثة وتمانية وعشر مليون دولار اه يعني لو الشركة اتضربت او المكان لما بتضرب اه بيبقى خسارته حوالي الرقم ده وان في بتاخد حوالي اه بتوصل ان هي بتاخد متين يوم على ما يعرفوا ان في بريتش اصلا حصل في يعني لو في لو انت فاكر ان السيبر اتاك اول ما بيحصل انت بتعرفه انت معلوماتك محتاجة تصحيح في شركات كتيرة بيكون تم اختراقها والداتا بتتباع على الانترنت وتتباعها في الدورك ويب وتتباعها في حيثة كثيرة جدا والشركة نفسها متعرفش ثاني حاجة في مكان او في ويب سايت اسمه سيبر سيكيرتي فينتشرز اه انطلع بتقول ان السيبر اتاك هتوصل انها تبقى خسارتها جلوبالي حوالي 6 تريليون دولار اه مع نهاية 2021 وده ضعف اللي كان اللي تم في 2015 فده كل الناس بتجمع ان كل ما الوقت بيتقدم كل ما السنين بتعدي كل ما السيبر اتاكس بتقدي خسارة فلوس او الدمج بتاعتها بيبقى اكبر واكبر بسبب بقى تطور الاتاكس وتطور حتى الموتيفيشنز بتاعت الاتاكرز والهاكن جروبز والابيكيز وكل ده فكل ما كل الحاجات دي ما تتطور وكل ما البزنس بيزيد وكل ما البزنس بيكبر كل ما الخسارة بتبقى اكتر واكتر سيبر سيكريتي فينجرز بردو كانت طلعت سيكريتي فينجرز وقالت ان هي بتكوست البزنس حوالي 20 بليون او 20 مليار دولار اه في 2020 اه لسه ما كانت يعني في الوقت اللي ما عامت في البرزنتيشن ما كانتش لسه سيكريتي فينجرز سلعت الرانسموير ستيستيكس بتاعة 2021 بس جالبا الران التاستيكس ايه بتطلع في نهاية السنة فيمكن دي اخر او اه او او اه او اه 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 ان الرانسموير السنة اللي فاتت محققت قمت المعدل 20 مليار دولار اه على مستوى العالم وده اكبر خمسين مرة من الفين وخمستاشر الرانسموير بالذات تطور التطور رهيب من اول من اول ونكراي لحد بيتيا لحد ما لما وصلت انه دلوقتي بقى فيه رانسوموير ازا سيرفيس جروب بتعمل رانسوموير وبتقدمها ازا سيرفيس اه وده لسه هنتكلم عنه اه بعدين مش دلوقتي اه شركة فيرايزون عاملة سيرفيس جروب بتحصل لك انها معظمها بتكون الغرض منها فينانشل جين بمعنى اللي هي بيكون الغرض منها ان ياخدوا فلوس او يسببوا خسائر مادية المهم ان السيرفيس جروب بيكون متعلق بالفلوس وبعد كده بيكون متعلق بالاسبيوناج اللي هو التجسس فدلوقتي اكبر اتنين متيفيشن موجودين عندي اللي بيحصل بسبب مسابقة تاك يام الفلوس يام التجسس دولة بتتجسس على دولة اه جروب معين بيتجسس على جروب تاني او بيتجسس على دولة معينة او اه جيش اه دولة بيتجسس على جيش دولة تانية او بيتجسس على دولة كاملة تانية اه فيه اه اه وحدات عسكرية كتيرة في بلاد كتيرة عندهم سايبر سيكيرتي يونيتس كاملة ويمسمينهم اللي هم السايبر ارمي اللي هو الجيش الالكتروني في دول كتير عامل ما كده زي روسيا زي الصين زي كوريا الجنوبية زي بلاد كتيرة جدا عامل الكلام ده وممكن اكتر بلد عندها سايبر يونيتس هي امريكا شركة نيتس باركر عامل تتكلم ان في حوالي ثلاثة ونصف مليون سايبر سيكيرتي جوبس بتكون مفتوحة كل سنة وده بيؤكد ان الموضوع بقى مطلوب الموضوع بقى كتير الناس بقى يتمحتاجاه شركة كومبري تيك عاملة ان بتقول ان الشركات العامة بتخسر حوالي تمانية وستة من عشرة من الفاليو بتاعتها في الماركت وفي الاكسيتشينج في البورسة وكده بعد السايبر اتاك ما بيدربها فكده انا مش حالي بطاول او موضوع الاعصائيات ده بس ده كان نظرة سريعة عن ليه العالم كله كون سايبر سيكيرتي ليه للشركات بتحتاج سيبر سيكيرتي. ليه كل الناس بتحتاج حتى انت في بتك محتاج يكون عندك سايبر سيكيرتي اويرنس بس بان كل ده بيحصل كل ده بيحصل في الشركات وبس كل ده بحصل في البيوت بيحصل في في كل اللي č Mode ايه الاندوستريز اللي بتتضر بالسايبه سيكيرتي او بتتضر بالسايبه تاكس موجهة الاندوستري معينة او سكتور معين لا كل الاندوستريز تارجد للسيبر اتاك شركات محطات الارسبيس فضاء شركات البيو تيك شركات البرفشنال سيريفس شركات الانجينيرين كونستركشن مجال الانيرجي الميديا الهلسكير اي حاجة فيها بزنس هي تارجد للسيبر اتاك فما فيش اي حد خالي من ان هو يكون عرضة للسيبر اتاك يحصل عليه السيبر اتاك يحصل عنده داتا بريتش كل الناس تارجد بالسيبر اتاك فبالتالي كل الشركات دي بدأت تعين سيبر سيكوريتي تيمز كاملة وبدأت تعمل سيبر سيكوريتي بروجيك اي من كان الغرض من البروجيكت اي فيه الشركات بتعمل اه بروجيك سبين تست فيه اللي بيعمل رتيميك اكسرسايز فيه اللي بيعمل انستانت هاندلين وانستانت ريسبونس اللي بيعين سيك تيم المهم اللي بيكون الجرد كله ان الناس دي بتحط سيبر سيكوريتي دبورتمنت عندها لان دلوقتي مفيش حد من دول ملوش مثال في السيبر اتاك كل الشركات دي او كل القطاعات دي اتضربت بسيبر اتاك وقدت لخسار كبيرة جدا من اكتر الحاجات اللي هي الترينز دلوقتي في السيبر اتاك اول حاجة ان بقت فيه ناس كديرة او فيه جروبس مخصصة بان هي بتاخد الاكسز على الكوربيرت نتورك يعني انا لو كوربيرت شركة كبيرة ففيه ناس بتقدر تختارك النتورك بتاعتي وبتاخد اكسز عليها وبعد كده بتديبلوي رانسوم وير وبعد كده بتطلب مني رانسوم ايا من كانوا رقمها ايا اام تاني حاجة اا بقى في ناس كتيرة بتبيع حتى الكوربيرت نتورك الاكسز عليها اا يمكن اشهرهم كان فيه اا 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 اكار ان كان ده من اكبر ان ناس او ان اكبر ان نتورك يتبيع اكسس لكوربرت نتورك على الدارك ويب اسمه اف اكس اميس بي كان اشهر واحد او مازال اشهر واحد بس هو يمكن شغله وخف شوية من بعد الجهات الامنية مع عرف التحديد هويته فكان اكتر واحد بيبيع اكسس لكوربرت نتورك فتلاقي على المواقع المواقع البلاك ماركت بليس بتاعت الدارك ويب تلاقي مثلا يقول لك ايه ايه اردي بي اكسس على شركة فلان الفلاني ويديك اكسس او دومين ادمن اكسس على الشركة الفلانية فدلوقتي الماركت ده بقى كبير جدا بيتباع عليه الماركت ده مش مقصود بي موقع واحد او مكان واحد لا ده بقى فيه قطاع كامل من المواقع والفوريومز بيتباع عليها الاكسس على الكوربرت نتورك فانت ممكن تكون قاعد شجال في شركة الاكسس بتاع النتورك بتاعك وبيتباع على الدارك ويب وبيتباع الانترنت العادي اي حد بيتباع له الاكسس بتاع الارض بي بتاعك ولا بتاع الدومين ادمن بتاعك فالموضوع بقى مرعب يعني بعد كده فانترنت العادي اي حد بيتباعهم يبتدو يبيع مكسرهم في الاشتاء التك shape دلوقتي بمزهف حاكس بصابقة التاكس كبيرة ممكن يشوفنا اخر حاجة اخر الترينز كانت تطلع على مثلا شركات زي فاير اي ومايكروسوفت واابل كانوا بتضرب اكتر الناس كانوا بتضرب صابقة بتاكس الفترة اللي فاتت الاجتماعية بدأت تزيد وبدأت تتطور فكل دي كانت او من اكتر الترينز كانت موجودة دلوقتي في في السايبر انثلة بقى على مسلا زي الاتاكس بتحصل على اه محطات الطاقة النهوية يمكن اشهر اه في المثال ده او اشهر مثال يتقال في الاتاكس دي هو altaxnet اللي حاصل على اه محطات الطاقة النهوية في ايران وكان سبق وكان قد ساعتها ان هو حصل عطل كبير في وحدات الرفع وكان بسبب اجراءات سياسية ان ايران كانت رافضة عن مفاوضات معينة وبعد كده ايران اكبروها ان هي ترجع التكاكس في المفاوضات تاني بسبب ان انا حطيت عندك الورم بتاعة ستاكسنت والمفاعل وقف ما ضرب بتاع المفاعل وانا مش قادر ان تحكم فيه فالموضوع ايمن كانت من اقوى الحاجات اللي بدأ بها الترند او فكرة ان فيه سيبراتاك يحصل على المحطات التقانوية ثاني مثلا على السيبر سيكيرتي او سيبراتاكس هو حاجة في المرة اللي فاتت يعني دي كانت مليتري اوبرايشن دي التلي كوميكيشن اوبرايشن هو البيجي بي هايجاكد دي هو عبارة عن روتينك بروتوكول بيكونكت لارج جروب او بيكونكت جروب كبيرة من النيتوركس بتتسمى الاس ان او الاتونيوم سيستم زي السوربوس بروفايدر الاشتركات التكنولوجيا الكبيرة اللي هايتيك والوكالات الحكومية وكده فالبيجي بي هايجاكينج هو ان انا ببعت اهه ترافيكلي الاكتر من ديستنيشن اه اه ينطر şekilde هذا الهيجاكينج ليس حابب ادخل في التكنيكاتي بتاعت البجي بي هايجاكينج بس هي كل الفكرة ان عشان هذا الهيجاكينج يحصل لازم ان انا بعمل ماليشيس انوسمينت جاي من جاي من الهيجاكينج او جاي من الهيجاكينج بري راوت الناس على اي بيز معينة او بدلهم اي بيز تحت الاندر ماي كنترول فالمهم يعني ده سبب عطل كبير جدا في الانترنت على مستوى العالم كله في ديستنيشن الناس مش عارفة توصل لها وفي ديستنيشن الناس بتروح لها غير اللي هي اصداها يعني كأنه ان انت خلينا نقول بصفة عامة كده ان بيجي بي هايجاكينج هي لو ان مثلا الانترنت في مستوى العالم كله في محطة مرور هي اللي بتقول مين يروح فين ومين اللي ييجي منين انا سيطرت على المحطة دي وبقي انا اللي بيواجه الناس بقى على مزاجي فدي كانت ازمة جلوبال وضرت ناس كثيرة وضرت شركات كثيرة جدا وعملت وعملت اوتج كبير ساعتها يعني وقتا ما حصلت فده من دمن الامثلة اللي بتتقال على التلكميونيكيشن او طبعا بيجي بيها جاكين فيه تفاصيل كثيرة تكنيكال بس انا مش حابب ادخل فيها لانه هو مش الغرض من البرزينتيشن دلوقتي يعني ثالث حاجة السابر اتاكس اللي بتحصل في او الانيرجي او بريشنز السابر اتاكس اللي بتحصل على شركات الطاقة ومحطات الطاقة زي محطات ابرمات البترول وشركات الاويل انجاز زي مثلا في جروب اسمه اول ريج ده انايراني هو مركز مع دول ميدل اسمه لهوا يتارجت بيتارجت او الريجن بتاعنا يمكن دي اكتر الحاجات اللي هو بيتارجتها او معنا اللي هي دول ميدل ايست واللي حواليها فمن اكتر حاجات اللي هو مترجيتها او من اكتر الدول اللي هو عمل فيه اوبريشن اللي هم عملوا فيه اوبريشن زي اسرائيل الكويت تركيا السعودية قطر لبنان ويمكن الكويت هي اكتر دولة كانت مركزة معها الفتر الفاتت وسببت فيها اضرار كبيرة في شركات الاويل انجاز بتاعتها ده الحاجات الغرب منها فلوس زي ما انا كنت بتكلمت في الاول كده هي فكرة الرانسموير ازا سيرفوس دلوقتي الجروبز بدأت تعمل او الحاكم جروبز بدأت تدخل في قصة الرانسموير ازا سيرفوس ان هي تبتدي تدفلوب رانسمويرز وتباعها يا اما هي تستخدمها عشان تاخد بقى رانسمز من الشركة او تاخد فلوس من الشركة او فكرة الرانسموير ان هو مالوير بيدخل عندي على على جهازي ويبتدي ينكريبت كل الداتا اللي عندي ويبتدي يتنقل من جهازي لكل الجهازة المنتصر معها بالنتورك بيكون فيه وورم فتشر كده بيبتدي يدبلوي نفسه في كل حتة لحد ما يشفر المكان كله وبعد كده يبتدي تطلع لي الرانسم سكرين اللي هو بيقول الاتكر بيقول لي ان انا عشان ابعت لك اللي هو بيفك تشفير الداتا بتاعتك لازم هتحول لي مبلغ وقدره اكس على الحساب ده او على الميل ده او اي من كان طريقة الدفع يعني فدي فكرة الرانسموير ابتدى الموضوع يتطور من فكرة الافراد لحد ما يوصل لفكرة الجروبز وبقت فيه جروبز شجلة على كده زي مثلا ريفل جروب ريفل جروب يمكن اخر اتاك هي عاملة او اخر حاجة اخر حاجة مشهورة او كبيرة عملتها لما ضربت شركة كوانتا كوانتا اللي بتصنع الهارد وير بتاعت فيندرز اكبار زي ابل وحتى ريفل طلبت منهم رانسم حوالي 50 مليون دولار ولما كوانتا رفضت تدفع ابتدوا الكلام ده كان حوالي شهر ابتدت كوانتا تنزل التصميمات بتاعت الابل برودكس الجديدة اللي كانت تتعلن في المؤتمر السنوي بتاعهم وابتدوا ينزلوا تصميمات الاي ماك بالكامل وبدوا ينزلهم مهلة كمان لو ما نزلوه هيتدى ينزلوا تصميمات الاي ماك ولما نزلوه ولما دفعوه اي فون سرطين وكل التصميمات الهندسية نزلوها بالكامل بتاع الاي ماك ففعلا ريفل خدت 50 مليون دولار في ناس بتقول ان الكوانتا هي اللي دفعتهم في ناس بتقول ابل هي اللي دفعتهم الله اعلم من الدفعه بس مهم ان ريفل خدت الفلوز وفعلا شلت التصميمات من على البلوك بتاعتها كلها. بس كده كفاية الستاتيستيكس تعالوا نبتدي بقى الجد. ايه هي السيربر سيكورتي تيمز? زي اول حاجة احنا اتفقنا عليها ان السيربر سيكورتي مش ترك واحد. مش فيلد واحد. مش سكتور واحد. فالسيربر سيكورتي ميتقسم عمبارة عن تيمز. كل تيم بيعمل مختلفة عن التيم الثاني. هل التيمز بتانجيج مع وضعها او في اكتفتات كتيرة اكتر من تيم بيشتاجلوا فيها. طب هل لو انا تخصصت في تيم معين او لو انا خدت ترايك شغال في تيم معين. هقدر اتعلم تركات الناس الثانية او اقدر او في ما يمنع ان انا اتعلم حاجات الناس الثانية بالعكس انت من ضمن شطرتك ان انت تكون عارف الناس ايما انت شغال في انهي سايد فيهم. شغال في الوفنسيف سايد او شغال في الوفنسيف سايد جزء من شطرتك هو متعلق بمادى الاكسبرينس بتاعتك في اللقصاتك بيفكر ازاي. فخلينا نضع عشق ونبدأ على طول في انا حبيت الاول ابتدي بالدفنسيف سايد لان هي الكلام فيها كثير والتراكس بتاعتها كثيرة وفي ااا تركات كثيرة ااااا كانت ااا اااا ja انا قابلت جزء كبير من الناس هذه التركات كانت مبهمة بالنسبة له همش عارف اصلا موجودها واللي عارفين بوجودها و ممكن ان عارفين ايه اللي بيحصل فيها عكس الوفنسف سيكورتي شوية الناس كلها عارف عن يهى بنترشان تستنج وعارف عن يهى التيمنج كلام ده كلها هيتشرحتاني برضه بس انا قصدي الوفنسف سيكورتي كانت وقدة قدر كبير من المعرفة عند الناس اكتر من الوفنسف سيكورتي فحبيت ابدأ البلو تيمينج والوفنسف سيكيرتي هم الناس اللي بتبني دفنسف لييرز بمعنى هم الناس اللي بيبتدوا يبنو خطوط الدفاع بتاعت الشركة يبتدوا يمبلومنتو سيكيريتي كنترولز والدفنسف سيكيريتي سوريسز عشان يحموا كل يعني من الاخر انا سابق التعريف ده للناس الاكاديميك اللي بتحب تقرأ التعريف بس من الاخر الدفنسف سيكيريتي او البلو تيم هم الناس المسؤولين ان هم يقمنوا الشركة او يحموك من السيبر اتاك اللي بييجي عليك فهما الناس اللي مفروض ان هم يستقبلوا الاتاك خليني ابدأ على طول في او عشان ما طولش في المقدمات فعايزين ادخل على طول لان المقدمة او الانتردكشن بس احنا ليه بنقول السيبر سيكيريتي والدامة هي خدت اربعين ديئة فحنا عايزين نبتدي عشان لسه قدامنا بطريق طويل او من اكبر الشغلانات حاليا في الماركت سواء الماركت بقى بتاع مصر في الجالف في الميدل ايست كله بره كله بيتكلم في السيكيريتي انجينيرينج او في فكرة الإمليميتيشن والإنتيجريشن من اهم الناس من اهم الناس في البلو تيمينج هم كلهم همين بامانة يعني الناس او او انا دلوقتي عندي مختلفة على حسب كل سيكورتي كنترول بيعمل ايه عندي مثلا زي عندي سيكورتي كنترول زي البام والايم والايدنتي اكسس منجمينت دي سليوشنز يعني مثلا هو بحافظ على اننا لازم او بيهتم بان هو يبقى مرائب بتاعت كل حد بيه اكسس عندي وبيحدد لي مين دا كالامتا وكل واحد بتاعته ايه وليه اكسس ايه بيحافظ او بيهتم باننا اعمل او اسد بتاعت كل واحد عندي في الانفيرومنت هو ليه اكسس ايه وليه اكسس ايه طب انا ممكن افتح اكسس معينة لحد وافتحها بوقت كمان وبعد الوقت دا اقفلها فكل حاجة لها علاقة بالبريفليج اكسس موجودة في البام واي حاجة لها علاقة بالايدنتي اكسس موجودة في الايم اه سليوشنز اخرى زي النقش جنريشن فايروولز هم اللي بعملونها اي سليوشن الانتبوينت سيكورتي مش المقصود بالانتبوينت سيكورتي اي حاجة بتحمي الجهاز بتاعي وبتحمي الابريفليج سيستم بتاعي بالداتا اللي عليه بالفايلز اللي عليه هي اسمها انتبوينت سيكورتي الانتبوينت سيكورتي دي بقى تيجي في الابريفليج возможно بتيجي في النget نجوم التحدي في الادوينت سيكورتي بتيجي في اليدور الاضح elementos الادوينتLE باجي في اي حاجة بتحمي الجهاز الي عليه في جديم اسم c او بتحدي اسم اسم زي كل حاجات اي حاجة بتحمي الداة كداتا نفسها هي اسمها الاميل والاحتها تحمي الايميل وتحميل اي حاجة بتحمي الايميل كنترول احنا ففي اي حاجة هي بيكون موجودة في السليوشن دي وطبعا في كتير تانية لدول يعني بس مكتش حابب بحشو داتا خلاص بس دي اكتر امثلة اكتر سليوشن بيتم عمل لها في اي فالناس بتاعت هم بيكونوا المسؤولين عنها اول الحاجة ان هم مسؤولين يعملوا لها وبعد كده بيبتدوا يعملوا وبعد كده بيبتدوا يكرافت كل كل سليوشن بيزد على بتاعته لان الامبليمتشن السابت والكونفجرشن السابت كل وكل كونفجرشن بيكون بيزد على الامبليمتش بتاعتها والطبيعات الاكسس بتاعتها هل بتاعته برانش واحد ولا ملتبل ولا هي تري كاملة ولا هي موجود في وكل ده هؤلاء الناس ذي اللي بتعمله فدي من اكتر الشغلانات المطلوبة اي مفيش شغلانات مطلوبة مش مطلوبة سوري بس في حاجات بتبقى مطلوبة بزيادة جدا بسبب ضغط الشغل اللي عليها من اكتر حاجات المطلوبة ومش في مكان واحد او مش في بلد واحدة ولا في ريجن واحد مطلوبة في كل حتة الريكوارد سكيلز بتاعت الامبليميتيشن هي الناس لازم تكون بتاعف تعمل ترابل شوتنج كويس بتعرف تفهم يعني تفهم لو انا عندي اكتر من سيليوشن اي تحط قبل ايه طب الترافك هيمشي ازاي تبع عارفة الكنسيب بتاعت النيتترك سيكيريتي نفسها يعني النيتترك سيكيريتي منها علاقة بالسليوشن نترك سيكيريتي ككونسيبت تبع عارفة ايه التاكس يتجي على النيتترك سيليوشن زي كلها الجرد من تحميل التاكس فانا لازم نكون فاهمة ايه التاكس اصلا لازم ان انا اعارف او او اقدر ان انا اقرى تكومنتيشن متعبرودة عشان اعرف الكابابلتز بتاعته الفوتشورز بتاعته بيعرف يعمل او بينفا يعمل امتجريشن مع ايه او لو انا عايز ااى ااا ااا اوجب حتى معاينة في السليوشن الي ايبيوية بتاعته بتشت ambition كالالكرام بيكون ده بيكون موجود في ال بتاكومنتيشن تعلق الفوت شانيا انا لازم اكون اعرف احب ان يتخاف قريب تاعته باحالت schema كهيس لازم成ن اعرف السلام laence الناس اللي بتعمل في ال implement 8 الازم تكون عارفة نط Love TV الجديدة اللي بتطلع السليوشن الجديدة اللي بتطلع مش انفع انت تكون عايش اي منotte منايم حياتها كلها تكون شاضر ولازم عشان تتطور في شجلك وعشان تكبر وعشان تترقى وعشان تروح شركات اكبر لازم تكون عارف الامبليمتور بالذات خبرته بتتقاس بعد السنين اللي اشتاجها لها بس بتتقاس بكمية اللي اشتاجها عليها يعني انا ما اقدرش اعتبر ان مثلا واحد ست سنين انا ست سنين دول بالنسبة لي هم سنة واحدة متكررة ست مرات فانت واحد انت مش راح تغير بروتك ده انا لو قربتك وحضرتك قدام بروتك تاني انت مش هتعرف تتعامل معاه او هيبقى زيك زي اللي بيشوفه اول وفي طرد مرة لكن بالنسبة لي الاست grandes في الامبليمنتشن هي انت شوفت كان بروتك يشتجلت على كم واحد اعرف تعمل كان واحد تعرف ThiTIN الناس على لينكد ان ان تشتغل في التسكيشن تلاقيه دايما كاد في الديسكيشن بتاعنا اشتغلت على الليل او فورتي نت وكاسبر اسكوا فتدي حاطت لستة الفندور او لستة السلوسيون اللي اشتاجي عليها لان دي راس ماله اصلا هو بتعرف بكده الناس اللي شعل في الديسكيشن مش مهم عندهم او السرتيفكيشن يعني ليس مهم او السرتيفكيشن عندهم ان هم بيأخذوا شهدة من فندور معظم السكيورتي فندور يقومون ستحنات على البرودكت فأنا اخدت مسلا نسي فور بتاعة فورتي نت ولا اخدت بس انسي بتاعة بلو اولت ولا اخدت الفايف ادمنستراتر ااا سرتيفكات كل دي سرتيفكات بتاعة البرودكت بس ما بتبقاش مهمة قوي عندي قد ما انت مهمة اللي انت تكون عرفت الشارع على البرودكت اصلا عكس عكس التراكات تانية ساعات السرتيفكات سيكون مهمة فيها اكتر مقدرش اقول كورس معين زي ما احنا قلنا بيزد على الفيندور الذي انت شغال عنده فشغال عليه فانت بتبقى مطالب انت تاخد الفيندور كورس الكورس او البودكامت بتاعته او الفيندور على سبيل النساء زي السيسي ني بتاعت سيسكو او سيسي ني و سيسي ني بي و سيسي اي و كلام ده بتاع سيسكو بس دول بتاع سيسكو بس الانس اي بتوع الفورتينيت مثلا البس انس اي بتاع بول والتو وهكذا بيزد على الفيندور اللي انت شغال عليه فده تراك الامبليمنتيشن انا عندي تراكين لازئين في بعض كده ما ينفعش ان انا افصل ما بينهم هم الانسدنط هاندلنج والانسدنط رسبونس ما ينفعش حد يشتجل انسدنط هاندلنج بس فعش حد يشتجل انسدنط رسبونس بس لازم انت بتعمل الاثنين مع بعض ما الفرق اصلا ما بين الانسدنط هاندلنج وانسدنط رسبونس الانسدنط هاندلنج دي مش حاجه مش حاجه تيكنيكال بتتعامل بايدك او مش solution مش تادي عليه الانسدنط هاندلنج هي عبارة عن لوجيستيكس يعني انا دلوقتي عشان اهندل اهو الغرض اصلا انسدنط هاندلنج والانسدنط رسبونس دول اول ناس بيقضوا بشهم لما في اتاك بيحصل هم دول بيبقوا الفيرس لاين وفديفينس هم دول اللي مطالب منهم يتصرفوا او يهندلوا الدنيا لازم ان ايكام العامل بمعنى لانا دلوقتي لما بيحصل عندي مش واحد بس اللي بتصرف انت واحد لازم تكومينيكات مع ناس كتيرة لان انت مثلا مثلا عسابين المسال حصل على سيرفر او على نتورك معينة انا لازم اجيب الناس بتاعت الابليكيشن اللي موجودة في نتورك دي لازم اجيب السيرفر اونرز اللي موجودين في نتورك دي لازم اجيب كل الناس المسؤولة عشان ابتدي الانسان بتاعتي انا الوحدي مش هقدر اتصرف لازم الناس دي يكون موجودة معايا ولازم اعرف امتى هكلم مين فلازم كل ده يكون محطوط قبل قصلا اي انسانت متحصل فعشان كده لازم يكون عندنا حاجة اسمها انسانت هنلنج بلان ده جير الانسانت رسبونس بلان الانسانت هنلنج بلان لازم اكون عارف الكميونيكيشن لما لازم اكون حاطت كوميونيكيشن متريكس بمعنى ان لو حصل اتاك في الحتة دي او في الفينديا او على الساستم ده لازم من قبل القاق التاك ما يحصل انا اكون عارف انا هكلم مين لان ما ينفعش ان انا و القاق بيحصل السابع هشوف انا هكلم مين ولا مين مسئول عن ده ولا هتقولي ده ولا هتقولي رقم ده ولا هو ميناصلا مفروض انا هكلمه يكون القاك الخلص اصلا واخد اللي هو عايزه ومشي فانا لازم في الانسانت هنينج لازم بكون عارف الكميونيكيشن متريكس انا هكلم مين او مين اللي انا بطاتي personally من الناس. يجب أن أستطيع عمل الناس ويجب أن أكون تصرف ماذا. فهذا فكهة الانسدانت هانديج. الانسدانت هانديج هي كل التكنية أو كل التكنية التي سأعملها عندما الانسدانت تحدث. ما هو الغرض من الانسدانت هانديج وانسدانت هانديج? اول شيء فيقلل الريسك اللي بيحصل للانزدانت هو الجرض من ان هما يوقفوا الانزدانت ويقللوا ضررها اكبر قدر ممكن. تاني حاجة ان انا بيكون عندي بيكون عندي سكيريتي اربعة وعشرين ساعة في سبعة يام في الاسبوع. دي فكرة انزدانت هاندين وانزدانت لهم موجودين في اي وقت يحصل في انزدانت. وبرضه يبقوا مطالبين ان يحققوا اول نقطه ان هما يوقفوا الانزدانت ويقللوا ضررها اكبر قدر ممكن على مدار الاسبوع كله وعلى مدار الاربع وعشرين ساعة. بيعملوا انفستيجيشن في كل الانزدانت اللي بتحصل عشان يعرفوا سببها وما يخلهاش تتقرر تاني. هما بيكعملوا على كل الانزدانت اللي بتحصل. وبيمشوا معاها بيزد على معينة هنتكلم عنها دلوقتي ده الجرد منهم وده هم ليه موجودين ليه الناس بتشتغل التو بلانة دي عشان هم المسؤولين يوقفوا اي او اي سيبر اتاك بيحصل وهم المسؤولين ان هم يقللوا الضر بتاعه اكبر قدر ممكن وهم المسؤولين ان هم يطلعوا السبب اللي حصل عشانه السبب اتاك وما يخلوش السبب يحصل ثاني او يتكرر ثاني لنفس السبب دي الانستانت رسبونس اه الستيبس اه البربريشن بعد كده ايدنفيكيشن كنتينمت ارادكيشن ركافري اه الاسن لانن طب اول حاجة البربريشن سولي اه البربريشن اه البربريشن دي هي ان انا الاول بكون عامل استعداداتي لان لما بيحصل عندي اي انستانت اه مش لسه هتصرف لما تحصل الانستانت لا انا لازم يكون لازم يكون اه قبل الانستانت ان تحصل عن طريق ايه عن طريق مثلا ان انا اه بدي الامبليز اللي شغالين في الانستانت هاندلين وانستانت بسونس وكل السكورتي تيمز بابتدي ادي لهم وبتدي اه ادربهم عن ان لو انستانت حصلت اه هنتصرف ازاي هنعمل ايه بابتدي اعمل زي اه او بابتدي اشوف ان انا لو يعني خلاص بافترد انها دلوقتي حصل لي او بزاي بعمل ايه زي كده وبشوف اه هنبتدي نتصرف ازاي نبتدي نتعامل ازاي لحد ما نحلها خالص اه فدي فكرة الابتدي اعمل وبلان كاملة الانستانت ريسبونس اه هنعمل ايه هنتصرف ازاي الخطوات دي كلها هتتميشي ازاي اه مين مسئول على ايه وابتدي ارتب الناس ونظم الناس وابتدي اعرفهم بمسئولية اه كل واحد فيهم وان كل هيتعاملوا معها ازاي لان الانستانت دي مش نوع واحد ممكن يبقى عندك ممكن يكون عندك اه داتا وممكن يكون عندك اه ممكن يكون السبب الانستانت اكتر من سبب واسباب كتيرة متنوعة فيه لها جزء فيه بالويب فيه بالنتورك فيه بالموبايل فيه بالفيزيكال اكسز نفسه فيه بالانستانت فيه موظف عندي هو من جوه هو اللي بيعمل الانستانت فكل دي اه كل واحدة من دول لها طريقة اه ريسبونس معينة فانا وظيفتي ان انا اوه فانحالة البيبريشن اللي انا بجهزهم لان هم يتعاملوا مع انواع الانستانت دي كلها اه وبعد كده في الاخر بنخرج بانستانت ريسبونس بلان بيكون موجودة عشان بنرجع لها وقت اما او بنبتدي ننفذها او لما بتحصل اي انستانت تاني حاجة مرحلة هي دي المرحلة اللي انا بكرر فيها هل انا فعلا بريتشد او هل انا فعلا حصل لي اه ايه النوع اللي حصل ايه الدنيا اللي حصل فببتدي هنا في مرحلة لازم بعمل اكتر من عشان اجاوب على كذا سؤال كذا سؤال دول هم اللي يحددوا ان همشي بعد كده ازاي ايه هم الاسئلة امتى ده حصل او امتى انتو بتقول حصلت هي امتى حصلت ايه ازاي تم اكتشافها طب مين ايه في لانز تاني او في اي اريا تانية في البزنس بتاعنا او امباكتد دي ولا لا تب ايه هو اللي حصل لكم برمايز هل هي هو هل هو سيرفر واحد هل هو ابليكيشن واحد هل هي مجموعة سيرفرات هل هي في لان كاملة هل احنا فولي بريتشد يعني ايه يعني السيستم بتاعنا كل او الانفايرونت بتاعتنا كلها بريتشد اه هل في اه هل في اي اوبريشن اتعطل يعني انا مثلا لو في على سبيل المثال مثلا ان بنك تم اختراقه فالسيستم بتاع الاتي امزي كلها اه اه ابدرب فانا كده بالنسبة لي كاوبريشن ان انا الاتي امزي عندي كلها مش شجالة فهل ده حصل عندي ولا لا تب ايه هو السورس اه اللي انا اكتشفت منه ان ده حصل هل في سيرفر معين هو اللي تم اختراقه ولا لا فدي كلها اسئلة انا ببتدي اعمل بتاعتها عشان اقدر اجاوب عليها عشان هنا انا عايز اعمل الانسدنت اللي حصل ايه هو الانسدنت اللي حصل هل انا اتضربت باكدور هل في باكدور حد دخل منه هل في حد دخل بنتورك اكسيز هل في مسلا رانسموير الضرب عندي انا لازم ابتدي اعرف ايه الانسدنت عشان عليها ما ينفعش على الحاجة انا مش عارفة اصلا ثالث مرحلة ودي المرحلة اللي انت بتحافز فيها على السيستم بتاعك عشان او بتقلل خطر الانسدنت نفسها هي مرحلة الانسدنت اللي انت يعني احتواء انت لازم تحتوي الانسدنت قبل ما تفكرت عن اي حاجة ليه تحتويها عشان لو انت خلاص انت دلوقتي في مرحلة انت خلاص اتضربت بانسدنت معين او اتضربت معين سيبر اتضرب حاجة معينة عندك في السيستم فانت مش عايز وخلاص يضرب الباقي بقى فهنا بتبتلي مرحلة الانسدنت مثلا بتشوف لو هو ضرب لو في سيرفر معين هو للضرب عندك بتبتلي تعمل ايزوليشن بمعانة ان انت بتبتلي تفصله عن بقية الانسدنتورك بتاعتك عشان لو لو اتضرب مثلا بمالوير ولا رانساموير بتبتليش ان ينتقل من مكان لمكان بتشوف لو انت بتقدر لو انت بتقدر لو انت بتقدر تشيل لو انت تقدر بتشير الدياتا اللي حصلت او الدياتا اللي اتضربت المهم اللي انت بتحافز على بتبتلي تعمل اجراءاتك بحيث ان انت تتحافز على بقية الانفيرومنت او بقية الانسدنتورك بتاعتك انها ما تضربش لو مكان واحد هو اللي اتضرب خلاص اعزله عن الباقي وابتدي وقف استمرارية الاعتاك ان هو يحصل اه الارادكيشن الارادكيشن دي هي مرحلة خلاص بقى لنا عايز ان انفستيجيت اه في اللي حصل وطلع حاجة اسمها الروتكوز او اعمل الروتكوز اناليسيز هي ان انا بشوف بقى كل الدلايل اللي حصلت او كل القصة اللي حصلت حدوطة بدأت من اول ايه او السابقاتك بدأت من اول ايه وعشان اعرف هو جي منين سببه ايه دخل من عند مين دخل من انهي جهاز من انهي يوزر من انهي اي بي اه ضرب درب مين اللي هو ضربه ايه اشتجل ازاي طب هو معينة طب ايه ايه طب ايه طب ايه طب ايه طب اعمل ازاي هنا في الارادكيشن انا بفهم كل حاجة حصلت وببتدي اعمل بتاعتي عشان اطلع في الاخر انا بروتكوز يبقى عندي سبب معين في اللي حصلت بسببه الانزان دي عشان ابتدي اه ابني بتاعتي عشان السبب ده ما تقررش تاني انا خلاص هنا يعني في الانزان انت خلاص انت اتضربت لس انت عايز اولا يعني هنا يعني خلاص انت انت مش لسه هتحمي نفسك لا انت خلاص اتضربت فاول حاجة انت عايز تعرف انت انت ايه اللي ضربك بعد كده تحتوي السيستم بتاعك وتعمل بتاعك عشان بقية السيستمز ما تتضربش بعد كده عايز تعرف اللي ضربك ازاي ومنين وفين وامتى عشان تطلع بالسبب تخليك في الاخر يعني ما حدش يقدر يضربك تاني من نفس الحتة دي او بنفس السبب ده بعد كده بتبتدي تشوف لو في مثلا عندك فيه داتا بتقدر تمسحها وتقدر ترجع للباكب بتاعها بتقدر تشيل المالوير وبتقدر تشيف الانفكشن بتاعته من بقية السيستمز ولا لا بتبتدي تحاول ترجع السيستمز بتاعك لطبيعته تاني وان هو يبقى فور ريكافرد ويطلع ايه ويشتجل بكامل طاقته تاني بعد الانسدانت المفروض هنا بيكون مفروض الانسدانت تعرفت هي ايه هي ويكون انت تعرف سببها ويتكون اتحالت كمان ماينفعش تطلع ايه وينفعش تببش تاني الشغل بتاعك وينفعش ترجع تاني وهو لسه ايه او لسه انت محلتش الموضوع ومعرفتش سبب وايه بعد كده في الاخر دي بتيجي بيزد على النتيجة اللي انت عملتها هنا في الاردوكيشن عشان بتبقى خلاص انت عرفت هو سبب وايه فتبتدي تتعلم او بتبتدي تحط بلان ازاي الشغل بتادي لايق Early عشان لو حدا صدا Belinda السلايد بتاعتها المستخدمات و المستخدمات اللي انا كنت اعملها زي مثلا بعد الامبليمنتيشن فانا كده عديت انزينت هانلين و انزينت الاسبونس لأ فانا انا هجمع معاهم من ستريت هانتنج عشان هما كلهم بيتفقوا في يعني او بيكتمعوا او في ستريت هانتنج مشتركة مبين هم كلهم فخليها نفس السلايد بس على ستريت هانتنج والانزينت هانلين انزل الاسبونس مع بعض ايه هو السريت هانتنج فكرة السريت هانتنج لان ده ده تريك كان فيه ناس كثيرة عندها مش كونسبت فيه انا واحد من الناس كان في البداية اول ما سمعت عنه اعدت فترة مش فهم هو ايه ولا بيعمل ايه طب ايه فايدته طب هو يعني ايه شكله عامل زي شكل اكتيفيتس ثانية كثيرة طب ليه ده باسم مختلف فا لحد ما عرفت بقى خلاص بقى الايه يعني ايه ستريت هانتنج بتعمل ليه بتعمل ازاي ايه الفرق بينه وبين الحاجات الثانية فا فخلينا نشوف ايه هو السريت هانتنج وهو عبارة عن انا بدور في بتاعتي خلاص بتاعتي معي تحت ايدي انا بدور فيها فايه هو ده يعني انا بدور اه في النتورك في الانتبوينتز في الابليكيشنز موجودة في عندي اه معينة عشان اللي ممكن تكون موجودة عن طريق طولز معينة يعني ايه يعني انا بدور دلوقتي هل انا خلاص انا دلوقتي معنديش انزدانت انا دلوقتي في حالة في حالة اه في حالة استقرار بس انا عايز اشوف هل في حد اه مختارك بتاعتي هل في اي بتحصل عندي وانا مش عارف اه هل في اي اه اه فالموضوع بيبقى برو اكتف برو اكتف بمعنى برو اكتف ان انا بعمله مش مستني يكون رد فعل انا بكون الفعل مش مستني الرد فعل يعني ايه يعني انا مش مستني انه يحصل انزدانت عندي لا ده انا بدور بنفسي هل في انزدانت اصلا ولا لا فالانزرانتج ليه ثلاثة او ليه ثلاثة حاجات بتميزه اول حاجة انه أنت لنظر Tahoma Proactive أنت أي ينا tenemos نشاط crosstalk تنظر الس plot من التراغب خاصة قد تكون موجودة تسجيلها من الت 43 خ Fish وده يرجعنا لأول اخر سلايد احنا قلنا فيها لان فيه سابر اتاكس بتقعد حوالي 200 يوم على ما تكتشف فهذه فكرة بقية سريت هونتنج اللي هو ما بيخليكش تقعد المدة دي كلها على ما تكتشف ان فيه اتاك عندك او فيه او ان اي سيستم عندك كمبرمايز لا انت بتعرف اول باول فالسريت هونتنج لما انا بران سريت هونتنج اكتيفتي او بران سريت هونتنج تاسك بريودكلي كل فترة كده باستمرار بيحافظ لي ان انا بقى عندي دايما على الانفيرونت متاعتي هل فيه اي حاجة بتحصل كده ولا كده ولا لا ثالث حاجة اللي انا بديتكت وكنتين الادفانسد سريتس ان مش دايما السيكيرت سليوشن عندي بديتكت كل حاجة ومش دايما الناس كلها عندها فيزابلية على كل حاجة فلو انا مثلا عندي سيكيرت سليوشن وحد عمله بايباس ما فيش حاجة ها تديتكت البيباس ده فالسريت هونتنج هو اللي بيهانط بقى الحاجات دي كلها فده من اكتر الحاجات المهمة ومن اكتر الحاجات اللي الفترة دي بسبب ان فيه اتاكس كتيرة حصلت والناس قاعدت فترة كبيرة على ما تبتشفها وفيش شركات كتيرة بشوف انها اه كمبرمايز وحصل فيها اتاكس كبيرة يقول لك ده حصل بعد ما دهتها تصربت تب ما أثناء بقى لما ال اتاكر داخل وعمل برزست الكنيكشن بتاعته وبتدي يكراول بتاعته وبتدي يكسي فلتريت الدياتا كل ده انت كنت فيه انا ما كانش عندي الديتكشن ليه لان هو كان ماشي بطريقة ستيلسي مثلا كان كان مكبي الديتكشنز بتاعته ما بيعملش اي اي فبالتالي انا ما عنديش اي حاجة بتديكت ان هو موجود انما سريت هونتنج بقى هو اللي هيديكت لان انت بتمشي او بتأسيوم ان انت اصلا كمبرمايز فبتبتدي تدور بيزد على داتا سيت معينة انا عندي حاجة اسمها البرامد اوف بين البرامد اوف بين ده ده بانمري او ده بيوضح حاجة اسمها انديكاتوروف اتاكس انديكاتوروف اتاكس هي دي الحاجات اللي انا باكتشف بيها او بعرف منها او بتدلني ان في اي اي ماليشيس اي موجود عندي فانا عشان اعرف اي اي لو في انا انا بحانتن ماليشيس اكتيفتي ازاي بحياء هو ده وبترتيب الصعوبة الحاجات اللي انا بقى لقيها وسهولة الحاجات اللي انا بقى لقيها زي مثلا الهاشز لو انا مثلا عندي لو انا مثلا بدور على اا لو انا عارف مثلا ان في اا مالوير معين والهاش بتاعته اا مثلا موجود على على اي مثلا اي او بيشير الهاش زي مثلا زي فيروس توتال وزي حاجة كتير جدا فانا اقدر ادور بسهولة جدا عن الهاش ده عندي سوليوشنز كتيره وعندي اا كتيره بتسرش على الهاش معينة فده سهل جدا جدا الهاش ان انا ادور عليه الاي بي ادرس انا انا مثلا عارف ان فيه معينة السيرفرز بتاعتها الاي بيز بتاعتها كزا فقدر اشوف منسا من على الفيرول بسهولة جدا هل فيه اي ترافك طالع او داخل من الاي بي ده ولا لا اا فبتالي اعرف هل انا مثلا عرفت ان او معينة او معينة اا بيستخدموا السيرفرات الاي بي بتاعها مثلا واحدة 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 فانا من الفيرول هقدر اشوف مثلا هل فيه اي ترافك طالع اي بي ده هل فيه اي ترافك طالع اي بي ده هل فيه اي ترافك طالع اي بي ده ولا فبرضو فكرة الاي بي سهلة اه اه انا اعرف مثلا الهكين جروبز معينة بيستخدموا ااا السيرفر بتاعتهم الوريلز بتاعتها كزا او الوريلز بتاعتها كزا فبقدر برضو ااا اشوف الكونيكشنز اللي راحة و اللي جاية من من خلال الوريلز دي اللي بتتعامل فكرة الهوست ارتفاكس والنتوركس بتاعت الموضوع هنا بيبقى صعب شوية انت الهوست ارتفاكس بتتجير يعني بيزد على كل الهوست ارتفاكس بتاعته ايه فالموضوع بيبقى صعب التولز انا عارف ان فيها هاكينج جروز بيستجديم التولز معينة التولز دي انا مقدرش ادور بقى في الانفيرونت بتاعتي فيها لان التولز بيبقى يعني كلما طبعا كلما الهاكر بيغير في التول المعينة او بيغير في التولز معينة فيها مثلا الهاش بتغيير فانا مقدرش مقدرش كده خلاص فكرة الهاش خلاص بالنسبالي مالهاش جدوى الاسم مقدرش مقدرش هنطب الاسم ان اسم برضو بتغيير فببتدي اننا الموضوع بيبقى تشالينجج بالنسبالي ان ادتكت هل فيه تولز معينة مثلا على سبيل المثال زي ميمي كادز ميمي كادز طول من اشهر بتاعت الكريدينشل دومبينج فانا الميمي كادز عندي لها صور مختلفة كثيرة جدا او تولز كثيرة جدا بترنب نفس الفكرة او بتشتغل بنفس الفيتشرز او بتشتغل تحت نفس الاسم بس بفيتشرز مختلفة فبالتالي انا صعبة بالنسبالي ادتكت هل في او مش صعب هو الموضوع بدأ يبقى تشالينجج يعني الهاش كانت سهلة جدا الاب كانت سهل الاب كانت سهل الاب كانت سهل الاب بدأت تصعب شوية التولز بدأت تبقى صعبة او تبقى تشالينججج فكرة بقى التبقى التي تبقى التبقى اللي هي تكنيكال تاكتك ساند برسيدجور بمعنى الاساليب اللي بستجدمها المعين عشان يمشي بيها دي بقى تبقى صعب جدا ان انا اهانتها لانا ما بقدرش اتتبع كل واحدة فيهم لواحدها او ما بقدرش اربطه من بعض او بي بصعب جدا انا خلاص عرفت واحدة اربطها بالتانية لحد ما اكون فكرة عن مين البيتاك عندي الانفيرومنت وازاي احمي نفس منه فعشان كده الشكل ده او الشيب ده بقى اسمه بتدرج صعوبة الهونتنج وبتدرج صعوبة ان انا ازاي امسك او ادتكت الاتاك من اول يعني هو من تحت هو يعني اول اللي هي اللي تحت دي او او قاعدة الهرم هي اسهل حاجة فالاسهل شوية فالاسهل يعني شوية فابتدى الموضوع يبقى مزعج فابتدى الموضوع يبقى طف خلاص انا مش عارف اا يعني خلاص بتدرج من السهولة الصعوبة طيب ايه دلوقتي انا دلوقتي بهنت في الاسراتس انا بهنت ازاي بدور على ايه بدور فين اا ببص مسلا على الوكال يوزر هل في اي لوكال يوزر جديد حصل له ادنج هل فيه لوكال يوزر اسمه مش معروف بالنسبة لي هل فيه لوكال يوزر اا اضاف حديثا اا ببص مسلا في الاس اي بي في الاسراتي في الاسراتي ولهي هل في حد مسلا اا عمل مسلا اا اه امي ارامك و probت او بتكمينيكي مع حاجه غريبه انا معرفه شابري حين انتروبي اا ببص على هل هي من امي مش ميش الاسراتي ا nhất اي من امي�면 امي اعرف فيها شابري عمي وتحتها معمول فيها الاiguoung او شابريش هي انتروبي بدور ايما هي matineeRob tool لبروسس ثانية هل فيه بروسس شكل جلب اسمي ثاني او بكريدينشل ثانية او ببريفليجي مختلفة انستول سوفتوير هل فيه اي حد عمل انستول سوفتوير غريب هل فيه السوفتوير الجديدة اللي حصل لها انستول هل فيه سوفتوير انا ما عرفوش اسمه غريب الفيتشورز بتاعته غريبة ببص على. هو ر suasمينة الحربت جليزة ve zijnp vbp enn repIXRAP او عل skating we ren Jerk 미� justement Tip un sot cheese مفتوحة في الجهاز هل هي بس مفتوحة للسيرفزز اللي انا عارفها ولا فيه بورت مفتوح ومن جير سبب او فيه بورت اللي فتحه السيرفزز انا معرفه او بروسس انا مش عارفها او فيه حد بيكمنيكات على البورت ده انا معرفوش الهوستسفيل فيه اي ها اي بي او يورل معموله قيدة عندي في الهوستفيل متزود يعني في الهوستفيل عشان يعمل به هل في اي اميل في الوردينج رول اللي انا الاميل بتاعي يروح لرول تاني او الاميلات اللي جاية سوري يحصلوا في الوردينج لاميل تاني اليوزر بريفلج هل في اي يوزر عامل بريفلج يستطيع ياخد بريفلج اسكلشان ولا لا اسكليتب بريفليج يأخذ من دومين يوزر لدومين أدمن الوزر مين داخل الوزر هل الوزر ده مسموح لدخل الوزر هل الوزر ده عادي ان هو يدخل الوزر السعادي هل الوزر ده ساحب سي بيو يوسج كبيرة اكبر من اللازم فمعنى كده مثلا ان في حد عامل هايجاكين ده ويستخدمه ان هو يعمل من خلاله حاجة تانية ولا لا في اي بتاعتي برمي هاني توكنز بشوف حد هي اكسزها ولا لا طب ايه هاني توكنز دي هي عبارة عن داتا هي بتبقى فيك بس داتا شكلها بيبقى اتراكتيف لاي سايبر كريمينال ازي مسلا ان انا حطله فيك كريدت كارد اكسز او كريدت كارد كريدينشالز كتيره ولا فيك داتا تكون باين انها داتا عن الشركة عندي المهم ان هي بتكون داتا فيك بس شكلها فكرة كلمة هاني في سايبر سيكيورتي هي حاجة اتراكتيف فزي الهاني بوت والهاني توكن ففكرة الهاني توكن هي داتا شكلها مغري او شكلها جذاب للسايبر كريمينال لو شافها دايما هيروح عليها ويبقى عايز ياخدها ويقراها ويعمل لها اكسفلتريت بس هي طبعا بتبقى يوزلس بس بيبقى الجرد منها ان هي تهانت الحد اللي عايز فعلا يقراها دي فقال له خلاص انت عايزت اكسزها ليه بقى طب انت خدتها ليه طب انت بتقراها ليه طب انت بتقراها ليه فهي بتبقى معمولة عشان تكاتش الهاني او سايبر كريمينال ويكون محطوط فيها ماركر ماركر او تاج المهم يعني ان لو حد خد اكسز عليها او حد او حد اراها او حد حاول يخرجها برا الانفاريون بتعمل ادرت كده لصاحبها فخلائها بتبقى عاملة زي الموصيدة من الاخر الفايل نيمز اللي عندي هل فيه فلدرات اسميها مش مش منطقية بالنسبة لي او اسميها مش بسيكوانس معانا عندي مثلا اي اسمي غريب او اسمي ماتشد مع حاجة ماليشيز برا الوزر ايجانس اللي بتتكونيكت عندي في اي او ابليكيشن كل دي انديكاتورز او انديكاتور السريد هونتر بيبص عليها عشان يعرف هل فيه اي بريدش حصر ولا او لا مهنة دلوقتي انا ما حصلش عندي او ما حصلش عندي اي اي سيكيرتي او ما حصلش عندي اي اي سيكيرتي من الاندي فانا لازم بقى ادخل هونتر بنفسي فانا هدخل هونتر في اي اي سيكيرتي في كل دول لان كل دول هما لو فيه اي اتكر عندي جوه الانفيرومنت او عامل كمبروميز ليا هيكون في واحدة من دول او هعرفوا او هجيبوا من اي حد من دول فعشان كده السريد هونتر مجال من اهم المجالات في السيكيرتي لان هو ده اللي بيعوض النقص اللي بيبقى موجود في السيكيرتي سليوشن لان مافيش السيكيرت سليوشن مهما كان غالي مهما كان الفيندر بتاعه مين ببقى او او بمية في المية لازم بيكون فيه جابس لازم بيكون فيه اخطاء لازم بيكون فيه حاجات هو مش قوي فيها لازم بيكون في حاجات هو ما عندهش فيها لازم بيكون في تكنيك هو ما بيقدرش يدكتها استريت هانتنج هو اللي بيعوض كل ده فستريت هانتنج مع سيكيرت سيليوشنز قوية الموضوع بيعادل وبيوصلك لنسبة مثلا انت تكون سيكيرت بنسبة تسعة وتسعين في المية اما الواحد في المية ده هو الغلط اللي بيكون موجود في اي لان ما فيش سيكيرت سيستم سيكيرت بنسبة 100% لازم يكون فيه غلط لازم يكون فيه جاب لازم يكون فيه فالنوربيتي بس انت احنا شغلتنا كلنا ان احنا نضيق او نخلي الجاب هي عبارة عن واحد في المية بس ما تبقاش مية في المية تبقاش خمسين في المية تبقاش سبعين في المية احنا بنحاول نسد السيكيرت جاب على قد ما نقدر كل واحد بيزد على الشجلان اللي هو يشتجلها فانت بتحاول انت مع اللي انت تطبق كل الاكتيفتيات اللي هي موجودة بحيث ان انت توصل الى الاكتيفتيات اللي انت تكون خلاص عملت كل اللي عليك وزيادة اكتر من كده بقى خلاص هيبقى يعني مصيرك او دستني مش هتقدر تقدر تقدر في اي حاجة طيب اي بقى انت Blue Inident response بيتصرفوا او بيضاعوا لما الانزطنت تحصل هو برو اكتف سيرش بيبتدي يشتغل من قبل ما اي حاجة تحصل او بيشتغل في النورمال استيت او بيشتغل في الدنيا وهي مستقرة هو مش مستني اي انزم تحصل هو برو اكتف سيرش فهو عكس تماما كونسبت الانزمت ريسفونس طيب بتاعت الانزمت هاندلنج والانزمت ريسفونس والستريت هانتنج اول حاجة او بيرتنج سيستم سكيلز يجب ان يكون عنا في الويندوز بيشتغل ازاي الفائلز بتاعت الويندوز بتاعت الويندوز نرسل الكلام على الانزمت لازم يكون عندك سايبر اتاك اولنس لازم يكون عارف سايبر اتاك بتعامل ازاي بمختلف انواعها لازم دايما تكون اوبديتد بالسايبر اتاكس الجديدة عشان سواء كنت انت لازم تكون عارف الاتاك اللي جاي عليك عشان تعرف هتوقفه ازاي وهتحمي نفسك منه ازاي ولو انت سريت هانتر لازم تكون عارف الاتاك بيشتغل ازاي عشان تبتدي تفكر هو ممكن يكون عندك بانهي شكل في الانفيرومنت وتبتدي تمسكه لازم تكون عندك سكيرتي منوترينج سكيلز لازم تكون بتعرف تشوف الالتس واللوجز وتعمل اناليسيس للإيفنس عشان تعرف الاتفاكس اللي بتتم عندك في الانفيرومنت لازم تكون عندك السكيلز بتاعت النتورك اناليسيز والترافيك اناليسيز بتاعت ناتوك عشان تعرف من بيكونكت على ايه وبيكونكت ازاي وبيكونكت عن طريق ايه لازم يكون عندك لازم يكون بتفكر بسرعة ولازم يكون عندك بمعنى انت لازم يكون بتفكر بسرعة مش لما يحصل عندك موقف لسه هتصرف ازاي ولسه هشوف طبيعة الا انت لازم خصوصا لو انت انسدنت respond لازم تكون بتفكر بسرعة لانت بيكون طبيعة شغلك انت بيكون اصلا انت شغال وفيه اتك بيحصل فانت لازم تفكر بسرعة عشان تقلل الضرر ولازم يكون عندك او بتاكتب عن طريق مستدولوجي ماينفعش تكون بتاكتب عشوائية ماينفعش يتكون بتتصرف بطريق عشوائية ماينفعش يكون بترتجل لازم يكون فيه مستدولوجي معينة انت ماشي عليها عشان يبقى بتبقى عارف ان الاكشن اكس هيسلمه اكشن واي هيسلم اكشن زي فكل اكشن مترتبة على حاجة تانية وبتتعامل بترتيب مش متتعامل بغيرها شوية لان انت بتتعامل مع صعب راتك في مجال الانسدنت هانلنج والرسبونس وستيرت هانتنج دي مش كلها دي الحاجات اللي انا ابرك من ده ممكن يكون فيه حاجات احسن من كده بكتير انا معرفهش دم يعني اللي انا بقوله ده مش مش حاجات مسلم بيها او مش ده او وابقول انها كويسة اه في عندهم كورس بتاع الستيرت هونتينج بروفشنال في عندهم الانسدفايت انسد انت رسبونس اس كونسل عندها اس كونسل سيرتفايت انسدنت هاندلر و سيرتفايت اه سوك اناليست وسنز عندها مجموعة اه كويسة من الكورس اللي بتتكلم عن فكرة الانسدانت هاندلين والانسدانت رسبونس السيرت هونتينج طيب مجال السيرت انتليجنس او مجال السيرت انتليجنس عموما ده من اكتر المجالات الممتعة اللي انا فعلا بستمتع وانا اشجال فيها اه خصوصا اه في الدارك ووب سيرت انتليجنس بس انا مش هوجيهك نحية تراك معين احنا اتفقنا من اول اللي انا احنا بنتكلم في كل التراكات زيها زي بعض كلهم اه اه ادى بعض ما فيش افضلية بالنسبة للتراك عن الثاني فخلينا نبتدي اه نتكلم عن مجال السيرت انتليجنس اه هو بيعمل ايه ايه متطالباته يعني ايه سيرت يعني ايه انتليجنس اصلا اه ازاي انا بستفيد منه في بقية مراحل السيرت بتاعتي او بقية التراكات السيرت انتليجنس من التراكات اللي بتخدم على فكرة على الناحيتين بمعنى ان انا لو انا شغال في يا الفنة او في البرنامتد بالنسبة في احمد او في احمد بقدر استفاد من وبشكل و لو انا اشغال في الفنة سيكيرتي وشغال في الريد تيمينج بقى بأستفاد فان بشكل تاني فده من المجال ان ام inanligen الجهة اللي انت شغال فيها واي من كان الشكل اللي انت بتشغيل فيه في السيكيرتي انت هتحتاجه وهتستفيد منه عشان كده انا شغال في الإشارة وحاجة سيستفيد منه جدا عنه رغم أن الإشارة في الاساس هو اصلا تراك من تراكات المخدرات طيب اه جزء من اللي انا عشان احقق السريت هونتنج موديل اللي انا اول حاجة لازم افهم طبيعة السريت اللي انا بدور عليه اه لازم يكون عندي اه سيكوريتي او ديفنسيف او بريفنتيف ديفنسيف هي السيكوريتي اللي بتاخد اكشن اللي بتقدر تمنع الاتاك ان انا بيكون عندي اه سيكوريتي او بتطلع او بتدين فيزابيلتي ان في اتاك بيحصل بس ما بتعملش اكشن وان انا يكون عندي سريت انتليجنس اكتيفتي محترمة بتخدم علي بتدين فيزابيلتي وبعد كده بيكون عندي انتليجنس هونترز كده انا لو عندي الخمسة دول فانا اقدر احقق المودرن سريت هونتنج موديل او او المست افكتيف سريت هونتنج موديل فخلينا نتكلم بعلى جزئية خلاص انا 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 فهمت سريتس وعندي سليوشنس وعندي الهونترز الكويسين انا عايز افهم ايه بقى فكرة سريت انتليجنس طيب انا دلوقتي عندي حاجة لازم انا عندي مشكلة لازم اعمل لها او لازم افوكس عليها عشان الاول لازم اعرف انا شغل على ايه فمعنى ان انا اول حاجة عندي ان انا ما اقدرش افهم ازاي بيشتغل او انا لازم يكون عندي معلومات معينة او معلومات كاملة عن السريت اللي انا خاف منه او السريت اللي انا بدور عليه عشان افهم هو ازاي بيشتغل انا عمري ما احمي نفسي من حاجة انا مش فهم هي ايه او مش فهم هي بتشغل ازاي تاني حاجة ان انا سعب يكون عندي التي احنا تفقنا او طريقة اللي بيشتجل بها بتكون مشكلير فانا بالتالي مقدرش احمي نفسي من حاجة هي مش واضحة بنسبالي فانا لازم ادرس او ابتدي حتى اخترع جديدة وابتدي اشوف هل هي هينفع تتحقق عندي ولا لأ عشان ابتدي احمي نفسي من اي سيناريو ممكن يجي عندي ثاني بعد كده عندي بمعنى بمعنى دلوقتي ان انا عايز اجمع معلومات او عايز اعمل بروفايل او عايز ابني فكرة كاملة عن هاكينج جروب معين زي ما احنا قلنا مثلا زي اورج انا عرفت منين اورج وعرفت منين ان هم جروب ايراني وعرفت منين ان هم بيركزوا مع ميدل ايست وعرفت منين ان هم بيدربوا شركات الاول انجاز وشركات التليكومنيكيشن وعرفت منين ان هم ضربوا الكويت ولبنان وقطر واسرائيل وامريكا واسرائيل واسرائيل وامريكا وكذا أفد إبني سريد بروفايل عن السريد بسمي سريد بروفايل او سريد اكتور بروفايل بيصد على كريتيريا معينة او بد STUDولجي معينة اول حاجة ان انا مين اسمه ايه بلده ايه بس انا مش عايز اعرف اسمه بلده بعد كده الموتيفيشن ده هو بيشتغل ليه يعني بي يعني بي يعني بي ياتاك ليه ايه يتدافع ورا الاتاك بتاع بعد كده الجول الجول هو بيدرب مين ااا بيضرب في فيه سريد اكتولز بيدرب اي حد وفي السريد اكتولز بيكون متخصصين مثلا شركات الانجاز او شركات التليكومونيكاتشن او الفينانشال سي سيكتورت البنوك씩 او الشركات الصرافة او شركات التحويل الاموال او شركة ايه ايه المملك devil kamatas. فيه سريد اكتور بيدرب الحاج الولي Very strong character is working by the SMさい اظن هذا في سيرة اكثر في ن possessed العkelt需要 و تاب live التطبيعة التطبيعة تطبيعة التطبيع 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 اية؟ النمط الاتك في انتهي اية افضل من الزيئ في النص التطبيع كيف تصريح تطبيع كيف تользم الوصف بتاعته الاناليسز بتاع المالوير بتاعه اللي بيستجرب بها ده يعني السيرفرات بتاعته موجودة فين هل هو بيعمل دومين فرونتنج ولا لا اللي هو بيستكب وراها مثلا بتاعته اللي هو بيستجدمها بيستجل كل دول بقى في انهو بيضرب انهي في سيريت اكتورز بيضرب معينة في سوفت ويرز معينة يعني اغلبية الفترة كانوا مركزين بس في الفنوربيتز اللي موجودة في كوربرت في بي انز زي بلس سيكيور زي ففي الفنوربيتز بتاعت الفنوربيتز بتاعت الفنوربيتز اكتر حاجات كاتشي بالنسبة للسيريت لان هي بتدخلهم دايريكت على النتورك فعشان كده لازم اشوف الفنوربيتز اللي هو بيستجدمها وبيستجد على كل دول باخد حاجة اسمه كورسف اكشن يعني خلاص انا انا ببني اكشنز معينة للسيريت ده بيستجد على اتاك باترن بتاعه بتحميني بتاعتك باترن نفسه وبيستجد على المالور بتاعه خلاص انا اعمل اكشنز كاملة تصد تماما تصد المالور ده وبعد ذلك اعمل اكشنز كاملة تحميني من الانفرستركشا دي يعني ايه بمنع الملرجات ده مثلا مع اي بيز بتاعته مع ال dumainز بتاعته مع ال urls عارف ال بورتز مثلا لو فيه بورتز معينة هوا بيستجدمها او برضه بشوف الفنوربيتز اللي هو بيستجدمها بحاول اصدها لو هي موجودة عندي التولز اللي هو بيستجدمها بابتل يشوف مثلا بتاعته بابتل يشوف الاعتوميك انديكاتور دي ليه اصغر اصغر جزء في اي انديكاتور له جزء اللي ما ينفعه يتقسم الحاجة اصغر منه زي مثلا زي الجزء زي الاي بي زي الاميل ادرس زي دين اس حاجات دي هي اسمها اعتوميك انديكاتور هل هو بايه ايه ايه التارجت سليسترد ده بيبي تارجت هل هو بيتارجت مثلا سكتر معين من البزنس زي الاي الانجاز زي التالي كومنيكيشن زي الميليتري زي الفينانشل بيتارجت ريجون معين بيتارجت دولة معينة حتى جوه الريجون فكل الكلام ده اسمه سريت انتليجنس موديل لما جمع كل ده ولما يبقى عندي المعلومات دي كلها ببتدي ابني سريت بروفايل كامل فبالتالي بقدر احمي نفسي من اي سريت اكتور بيزد ان انا عندي بروفايل كامل انا عارف كل تفاصيل حياتي فبالتالي انا اقدر اعرف هو يفكر ازاي هو يتصرف ازاي طبعا مفيش حاجة سريت يغيرт الستراتيجي بتاعتهم بيجايروا التولز فأنا لازم دايما نكون اوبديتد فعشان كده لازم يكون عندي حد شغال في يكون شغال سريت انتليجنت اناليست وظيفته ان هو يعمل كده بس وظيفته ان هو دايما يديني فيزابيليتي عن الناس اللي بره دي بتعمل ايه بتشتغل ازاي بتتصرف ازاي يديني التركيم كان بايز ما عليش غلطة مطبعية يديني التسع معلومات دي يديني ايه الايدنتي بتاعته تاعته الجول الاستراتيجي التاعته كلها زي الاتاك باترن والمالوير والانفرستركش والديني التولز اللي بيشتغل بيها الانديكاتور كومبرمايز الاتوميك انديكاتور والتارجب بتاعه عشان بالتالي اقدر احمي نفسي من هذا يعني معنى كده او ده 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 كونسبت عند الناس وكان وكان سوري كان ده ميس كونسبت عند ناس كتير وكان ميس كونسبت عندنا شخصيا لما كنت بتعلم في البداية يعني هو تجميع معلومات من الاخر لأ هو مش تجميع معلومات فيه فرق بين الانفرميشن وفيه فرق بين الانفرميشن ايه هو الفرق اول حاجة الانفرميشن او بيكون Sweet Intelligence ده بيبقى بيكون ويكون معلومات حاجة يعني معلومة يعني معالجة او حد عامل لها ترتيب معين بحيث ان هي تجدمك في الترتيب ده بمعنى او في التصنيف ده بالمعنى ان انا عندي المعلومات كلها خلينا نشوف الانفرميشن الانفرميشن بتكون رو وانفلتر بمعنى ان انا عندي المعلومات اللي انا بقولك جمعها لك دي كلها لو في صورة الانفرميشن هتبقى كلها على بعضها انت مش عارب مين الانفرميشن وفين التولز وفين المالوير وفين الفيتشورز بتاعته وفين الاي بي ده هل اسمه اتومك انديكاتور فكله رو بالنسبة لك كله معلومات خام بشكل معنى ايه انها مش متفلطرة مش مترتبة انما الانتليجنز اه بتكون مترتبة في الانتليجنز اه بتكون اه معمول لها انتربريتشن عن طريق اه انتليجنز اناليست يعني ايه في اناليست بيكونوا واخدين المعلومات دي وبيكونوا مترجمينها في شكل ان هي ينفع اي حد تاني يستجدمها بيزد على تصنفها لان لكن الانفرميشن بيكون اه انفلويتد يعني ايه محطوطة كده بشكل عشوائي محدش عامل عليها مراجعة او محدش اه مرتبها او مصنافها او اشتجر عليها اصلا بيكون اه معلومات عشوائية فكرة الانتليجنز انها بتكون اجريجيتد من سورسز بتكون اه اه او اه بمعنى ان انا بجيب المعلومات دي او بجيب الديتا اللي عندي دي اللي انا بسميها انتليجنز من سورسز انا بكون العديد انها بتعمل كوريليشن للديتا دي مثل المسلا السورسز اللي بتاخد الاي بي ازاي في سورسز كاملة زي ما احنا قلنا بتاخد الهاشز بس زي ما اه في سورسز بتجمع دي ناس اس اه 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 فدي فكرة الانتليجنز اللي هو جاي من سورسز نصنف كل data لوحدها. لكن ال information بتيجي من كل ال sources. يعني كل الناس بتجعمي. يعني كأنه اكتر من source وبيرمي في مكان واحد. محدش بقى مفلتر data محدش مصنفها محدش مرتبها. محدش عامل اي حاجة. كله في مكان واحد. فبالنسبة لي intelligence بيكون حد اشتجر عليه او حد مصنفه محد مرتبه ال information لا. الانتليجنس بيكون اكشن بمعنى انا اقدر اخد اكشن باست على الانتليجنس لانها بتكون مترتبة واضحة وصريحة فبالتالي اقدر اخد اكشن لان انا متجمع عندي هنا مثلا مجموعة هاشز ومتصنافة انها هاشز فانا اقدر ان انا امنع الهاشز دي لكن مثلا الانفرميشن بيكون مجموعة زي ما احنا قلنا كده اه مجموع يعني انا لو عندي مثلا تكست فايل مكتوب في اقول مشخصidad هي مكتوب الائبهات على الهاشز على 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 الحلس على بالتالي هي مقدرش واخد ال اكشن على ديتا دي لازم صنفها الاول وهي حولها الانتليجنس لكن الانتليجنس بيكون متصنف جاهز وبالتالي انا اقدر اخد اكشن على طول عليه الانتليجنس بيكون اه وبيكون اه واعمله مكتوب بيم يعني وبيكون اه كامل يعني وبيكون على الكريتوريال اللي هو متصنف عليها. انما الانفورميشن ممكن تبقى صح ممكن تبقى غلط ممكن تبقى ميسليدنج ممكن تبقى نقصة ممكن تبقى بالحاجة اللي انا عايزة ممكن تبقى بالحاجة اللي انا عايزة اصلا فبالتالي الكلام ده هو عبار عن اشتجلت عليها وصنفتها المهم انا خدتها نظفتها من الاخر وخليتها حاجة ينفع حد تاني يستخدمها بدل ما كانت في صورة عشرائية وصورة مترتبة وصورة انا مش عارف هي كاملة ولا مش كاملة فبالتالي هو الانفورميشن او مرحلة ما بعد الانفورميشن لما الانفورميشن حد يشتجل عليها ده الفرق بين وبين الانفورميشن جاثرينج الانفورميشن لازم يكون عندي data analysis approach زي ما قلنا ممكن ان في العادي ان انا بدخل لي data كثيرة جدا انا عايز عاملها analysis عايز عامل لها correlation and aggregation based على criteria او based على الكاتجري بتاعت كل واحدة فيهم عشان انا اقدر اصنافها اقدر اخد عليه action فلازم يكون عندي data analysis لازم يكون عندي آآ اه خبرة او معرفة بالそれは intelligence tools يجب ان يكون عندي ايه هو الاساينت. الاساينت اذا انتليز انتليز ق وقيتم انا ازاي اقدر اجمع علي بتاعت من الاساين compounds اااا عندي اا فريمورك كثيرة زي edor Asignet framework بتديني اه كل الى الهاتفات اللى ان اقدر اجمع منها فانا لازم يكون عندي اه 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 لازم يكون عندي اه 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 قام بجمع كل ده او او كافران او مدل سويني خلنا نرجع الكل اللى موجود هنا ده في الصورة intelligent model في الاخر انا بحاوله الريبورت في الاخر فأنا عشان اوصل الصورة صح او اوصل معلومات اللي انا جبتها بشكل سليم لازم يكون عندي اه كويسة تقدر توضح كل المعلومات اللي انا جبتها في شكل ريبورت كويس مفهوم وحد يقضي واللي رأي يبتدي ياخد عليه اكشن لازم اكون دايما بتاعة او اللي هي بتاعة المشهورين لازم دايما اكون او ديتد بهم بيعملوا ايه لو غيروا مثلا في السكيلز بتاعتهم او سوريا لو غيروا في الاستراتيجي او لو غيروا في التيكي بيز لازم اكون عارف عشان ما يكونش عندي الريبورت بتاعة او الستريت بروفايل بتاعي او الديتد فلازم دايما نكون عارف هما بيعملوا ايه بتصرفوا ازاي لازم اقدر اهندل الديتا فيتز المختلفة لان الستريت انتليجنس بيجي من حاجة اسمها داتا فيتز دي بتبقى عبارة عن سورسز بتطلع نوع معين من من الانتليجنس عندي داتا فيت بيطلع بس هاشز وعندي داتا فيت بيطلع اي بيز وداتا فيتز بيطلع ايرلز وفيه داتا فيتز بيجمع حاجات كتير فانا لازم اتعامل مع اعرف اتعامل مع داتا فيتز دي عشان في الاخر اقدر اكون عندي اه ماتريكس كويسة ايه الكورسز اللي بتشرح او او موجودة في فيتراك السريت انتليجنس فيه اسي كاونسل عاملة كورس اللي هو سرتفايت سريت انتليجنس انا انا سرتفايت فيه اه فلما اما خدت الكورس المعلومات بتاعته كويسة الانتحان بتاعه كويس ولم حاجة كتير اه سانز عاملة اه كورسين او الكورس عن الابن سورس انتليجنس بعد كده اه بعد كده عندي سورست اه دي برضو ارجانيزيشن اه من 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 اشهر الارجانيزيشن تدي اه سيبر سيكيورتي سيرتيفيكيشنز عاملة برضو كورسين اه عن السريت انتليجنس واحد اه اسمه اه اسمه cbtia والتاني اسمه crtia فدي الكورسز اللي انا اعرفها اللي بتشرح فكرة السريت انتليجنس ممكن يكون في حاجة تانية انا مش عارفها بس دول اه يعني على حسب معلوماتي وعلى حسب ما انا دورت برضو دول اكتر حاجات معرفين في في التراك ده الديشيتال فرانزيكس من اكتر الحاجات الكلام فيها كتير المتشعبة في اكتر من حاجة اه 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 اكتر من تراك اه اه ومن اكتر برضو الالتراكات اللي لاجنة عنها اه اه فكرة التحليل الجنائي الرقمي اللي انا دلوقتي عايز اشوف ايه اللي حصل اشوف اللي حصل ده حصل ازاي حصل فين حصل امتى وطلع او بطلع افدنس لان بيصدع على اللي هيقوله الديجيتال فرانزيكس اناليست او الديجيتال فرانزيكس انبيستيجيتور هو بيطلع لي الدليل على ان الشخص اكس هو اللي ارتكب الديجيتال فرانزيكس انبيستيجيتور في ديجيتال فرانزيكس انبيستيجيتور وانا مسحت داتا وعيد اخرى اشهر استقدم لها هي الديغاية في نهاية اللي هي لو انت مسحت اي داتا سوفتتوار دي هي ترجعها لك وكده فده فكرة برضو من فمن اكبر المجالات الموجودة في او في هو الديجيطال فرانزيكس بتمر بحوالي خمسة لحد في الاخر مباصل ايه هي البروسيس دي الاول اول حاجة دعويق اول مراحلة ادخوض اول حاجة اخدف الغرض هل الغرض هل الغرض انتفاج اكبر الا اغس Principle اعطف من المتسببiri الانجاق اعطف في محق التغhire الصور こaccť自閕 اصلا انا همشي بقية الـ Investigation بتاعتها ازاي تاني حاجة لازم احدد الـ Resources اللي انا محتاجها عشان اعمل الـ Investigation هل انا محتاج مثلا material معينة هل انا محتاج تولز معينة هل انا محتاج حاجة اصلا من الـ Environment معينة تكون موجودة فلازم الـ Purpose of Investigation تكون موجود لازم الـ Resources اللي انا عايزها عشان اعمل الـ Investigation تكون موجودة تاني حاجة في مرحلة preservation اللي انا بأيزرية الـ Data اللي انا بعمل عليها انالسيس دي ان حد يعني بمنع ان حد يستخدمها ان حد يوصلها ان حد يقدر ياخد Access عليها عشان ما يحصلش اي تجيير فيها فعشان كده انا بخليها في حالة يعني انا بأمنها في Environment منفصلة بحيث ان انا اقدر على الحالة اللي هي كانت عليها عشان انا اقدر اوصل للـ Data اللي انا عايزها من جير ما يحصل اي تشينج عليها لان لو حصل اي تشينج خلاص دع ضاع الـ Evidence اللي انا بدور عليه تاني حاجة ثالث حاجة في مرحلة الـ Analysis اللي انا الاول باستخدمها بعد كده بعمل على الـ Data اللي انا عايزها دي بعد كده بطلع الـ Analysis result وبعد كده بعمل الـ Documentation اللي انا بكتب فيه كل اللي حصل في الـ Phase اللي فاتت دي اه باستخدم باكتب فيه بقى باكتب فيه باكتب 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 فيه باكتب باكتب فيه ازال انا احتجتها باكتب فيه انا عملت الـ Presentation وبعمل summarization لـ Documentation ده وبوصل الـ Conclusion في الاخر اللي انا بقول ان بعد النتيجة بتاعة الـ Investigation اللي حصلت دي طيب هل ننبص بقى يعني ايه نظرة اندبسة اكتر في الكلام اللي ما بوصل ان انا اقدر بشاهد في المحكمة او اقدر ان انا ادي justification اللي حصل اه اه اول حاجة هي الـ First response الـ First response دي اول حاجة بتعمل في الـ Forensics لما يعني لما حد بي انا انا كـ Digital Forensics Investigator لما حد بيكلمني ويقول لي ان فيه incident حصلت الـ First response هي اول اكتب انا بجده اول اكتب ده طبيعته بتتحدد باست على طبيعة الـ incident نفسها هل حصل معين هل حصل اي اي اتاك اي اي من كان اللي حصل فـ First response هي اول اكتب انا بجده بقول لهم يعملوا ايه بيزد على اللي حصل اصلا تاني حاجة بمعنى ان انا دلوقتي بشوف ايه الـ Devices اللي حصل من عليها او ايه الـ Devices اللي حصلت عليها الـ Crime او من خلالها وببتدي استحوز عليها وبعزلها ليه بعزلها عشان ابتدي انفستيجيت فيها لان انا عشان انفستيجيت او عشان او عشان اعمل Digital Forensics Investigation اا على Devices لازم ما حصلش عليه اي تشينج لازم انفستيجيت على الحالة اللي هو كان فيها وقت ما كانت بتحصل Cybercrime او CyberAttack انا لازم الاول اعرف من الـ Devices دي انا كده ليس ها ايزوليات او ليس ها ايشان او مش ها انفستيجيت في الدفايزي بتاعت الشركة كلها لازم اعرف الـ Incident ايشان حصلت من عند مين او عملت واحدة عند مين او الـ CyberTag حصل على انهي جهاز او من خلال انهي جهاز وده الجهاز اللي انا ببتدي انفستيجيت فيه فبتدي اعزله عن بقية الانفيرونت كلها ثالث حاجة بعد ما استحوزت وعزلت الجهاز عن بقية الانفيرونت ببتدي اجمع من كلال الانفيرونت عن طريق ان اما اخذ الهارد ديسك او اخذ هارد كوبي من الديتا او او ابتدي اصحب الديتا سواء انا اسحب الهارد كوبي المهم ان انا بطلع الانفيرونت اللي انا اعايزه من خلال الديفايس اللي قدامي بعد ما اعزلته تمانا طلعت الانفيرونت الانفيرونت للمكان سكيور ده محدش يقدر يأكسزه غير انا انا دي مقصود بها اللي انا الديجتال فرانسيكس انفستيجياتور لان اي اي افدنس انا بطلعه من خلال ديجتال فرانسيكس سهل قوي ان اي حد يعدل فيه او اي حد يغير الداتا بتاعته او اي حد يبوازه حتى انا مش يعدل فيه يبوازه فبالتالي لازم الافدنس يتناقل للمكان سكيور محدش له اكسز عليه ااا زير الناس اللي هي المسؤول عن الديجتال فرانسيكس انفستيجياتور بعد كده الديجتال فرانسيكس انفستيجياتور لانا بطلع الدياتا من الافدنس اللي انا اخدته على سبيل المثال لو انا اخدت هارد ديسك لو انا اخدت فلاشة لو انا اخدت ايا من كان الديفايس اللي انا اخدته بابتدي اطلع الديتا من عليه الديتا اكيزيشن لها طريقتين او بتتم عن طريق او بتتم الكلام نوعين هي اللي انا بكلكت الديتا الديتا هي الديتا اللي انا لو جيرت بتاع الديفايس هتطير يعني لو الديفايس مفتح وانا اقفلته الديتا دي هتطير لو الديفايس ما مقفول وانا فتحته برضه الداتا دي اضطير زي الداتا اللي موجودة في الكاش وفي الرام وفي الريجسترز بتاعة الستاتيك داتا هي النانفلطايل داتا النانفلطايل اللي هي مهما انجارت الباور ستيت بتاعة الدفايس مش هتروح زي الداتا اللي معمول لها ستور على الفلاش درايف على اللي موجودة في الروم اللي موجودة على الهارد ديسك يعني مثلا الدياتا اللي انت حدثتها على الهارد ديسك بتاعتك مثلا الافلام والكورسوط او المسلسلات اي ممكن انت كل ما تفتح وتقفل الجهاز اللي هتفضل برضه هي موجودة فديه نانفلطايل داتا فديه الستاتيك داتا اكيزيشن بعد ما اخذت الدياتا بابتدي اعمل عليه اناليس بقى باشوف بقى الفايل اناليس بقى والداتا ستوريج والداتا يوسيج والتايمستامب التايمستامب مهم من حاجات التايمستامب مهم بقى الفرنزاكس يجب ان اعرف الداتا دي اعملت امتا اعملت امتا اعملها كرياشن امتا اعملها موديفيكيشن امتا الاستامب موديفيكيشن امتا اعملها كوبي وفيست امتا اعملها كوبي وفيست فيين اليوكيشن بتاعها اليوزر Caretion اليوزر 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 يتم مرحلة والس película عشان ابتدى اشوف الكيس كاملة حصلت ازاي بالترتيب بياسة على الاتاcer بناؤ تابع للع 해서 ال oni خلاص انا هنا طلع عملتي فأشان الانالسيس ده طلع لي برزل تبي � 줄 وافصل حاجات اللى related بالأحانين بالآلائز لي ا Nazion التي تبدي بها وعن الحاجات العالي برا ما هي مش كل الادا اللى بأعلها 하는 الانالسيس بيكون related بالأحانين الذي حصلت بعد اعمل من تشوف مين اللي يلي علاقة ومين اللي ملوش علاقة. بعد كده خلاص انا هكده بعملت في الاخر وصلت يعني اخر اخر فيز سبعة دي بيكون وصلت لتايم لاين للكيس كلها عرفت ان ان حصل كزا من هنا ده يعني اليوزر ده ده خد اكسزها من هنا عمل كريشن لفايل كزا الفايل ده فتح بروسس كزا البروسس دي فتحة كزا 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 ده فتح تانل لكزا تانل ده عمل لكزا فان خلاص عرفت الكمنكشن كامل عرفت التايم لاين كامل وعرفت مين اللي عمل كده وعرفت كمان هو عمله كده ازاي ببتدي اعمل للكيس اللي حصلت كلها وببتدي في الاخر حاجة اللي انا اتستفي او اعمل في المحكمة ان انا ان اقدر اقدر بقى اعمل لكل اللي حصل ده قدام القاضي او قدام حتى لو هي مش الغرب منها ان انا اعرف مين اللي عمل كده ايما كان من المنتظر مني نتيجة الفرانزيكس دي او ديجيال فرانزيكس دي اقدر اعتستفي قدامه واشرح له كل حاجة بالتفصيل الفرانزيكس ما بتتمش على لفل هارد ديسك بس ولا بتتم على لفل ميموري بس ولا بتتم على لفل حتى الاوفريتينج سيستم بس لفرانزيكس بيحصل فيها انواع كتير زي الميمير فرانزيكس الميموري الموبائل الديس بس فرانزيكس الويرليس النيتورك الديسك كل نوع من انواع الفرانزيكس دي ليه طريقة ولي بروسيس وليه ميستيديولوجي كاملة عشان انفتيجات في اي انزدانت بتحصل على اي بلاتفرم من دول كل واحد هاليهم طريقه في التعامل وليها ميستيديولوجي كاملة وليها تكنيكالتي كاملة فمش فالدجيتال فرانزيكس عاملة زي السابر سيكوريتي هي مش ترك واحد او مش وي واحد لا هي تحتها اه تركات كثيرة بس ما حدش بقى اللي هو بيشتغل موبايل فون فرانزيكس انفستيجيتور لا انت بتشغل بس انا قصدي من ان اه اصدي بايه بانها ملهاش مجال واحد لانا قصدي ان هي ليها فروع كثيرة وكل فرع ليه تكنيكاليتي مختلفة بس مش وظائف مختلفة لا هي تكنيكاليتي مختلفة بس في الاخر هم كلهم تحت الامبريلا اللي هي اسمها ديجيتال فرانزيكس الحالات اللي انت بتحتاج فيها ديجيتال فرانزيكس لو حصل عندك بيزنس فروت لو حاطع عندك اي محاولة للهاكينج لو حصل لو عايز تعمل سايبر انفستيديشن لو في اي حالة من حالات التجسس مثلا حصلت لو لو لقيت مسا ان في اي حالة من حالات الاكسفلتريشن حصلت لو في اي امبليزمنت دي اللي هي الاختلاص لو في اي مسلا اا اا حد مسلا لعب في الفينانشل داتا بيز لو لقيت في فلوس كاتر مفوض تكون ازيد من كده ايه تقلت بس اجدم ديجيتال فرانزيكس في بتاعتي عشان اعرف مسلا الانزينت حصلت ازاي وحصلت من مين وحصلت امتى وحصلت فين ومين المسؤول عنها لو في اي حصل بتاعتي لو انا مسلا حاطت معينة ان مفيش حد بيعمل الاكشن الفلاني اا الا بالطريقة دي لو حصل مثلا عكس بالطريقة دي بتدي اعمل اا 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 فرانزيكس لكي نعرف مين اللي عمل كده وعملوا ازاي وعملوا ليه فدي الديجيكال فرانزيكس استخدامات كثيرة جدا من اهم التركات الي موجودة في البلو تيميج او في الاا اا او في الدفنسيف سيكيريتي ومن اكترها استخداما ومن اكتر التركات الي فيها تيكنيكالتيز كثير لان انت بتضطر ان انفتيجيت في حاجات كثيرة جدا الريكوارد سكيلز طبعا اندبس نوليدج في كل شيء في الوبرتنج سيستم وفي الموبايل وفي النتورك وفي الديتا بيت اي حاجة انت بتعمل عليها انفستيجيشن لازم يكون عندك اكسبرينس فيها اندبس لان انت مش بتانفستيجيات من على الوش كده لانت بتدخل اندبس خالص جوه لعشان تعرف ايه اللي حصل بالزبط فلازم يكون عندك اندبس نوليدج لازم يكون عندك اكسبرينس في الهارد ديسك الهيراريكي التاع و الاركتيكشب بتاع الكمبيوتر والتي بيو والميموري لازم يكون عندك اكسبرينس في الهارد ديسك تولز ايه اللي تشتجل ازاي الفرق اما بينهم وبعضهم لازم تكون تقدر تتزاين فرانزيكس بروسس زي لازم تعرف تجمع الافدنس ازاي ومنين ازاي تعمل في مراحل الداة اكيزيشن ازاي تعمل لازم يكون عندك او يفضل ان انت يكون عندك معرفة باي سكريبتنج لانجوج لان بتحتاجها كثير في الفرانزيكس زي البايسون والباش واي اي 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 لانجوج بتعمل بها اي سوفتوير او سكريبت زي جاغا وروبي و سي بلاس بلاس الحاجات دي بتبقى ضررية في ستيب معينة من الستيب لازم بتحتاجها الكورسي والسرتفكٹيشن في ال اي بتصراحة T 가지 choose которые متفوقة او او منفردة في الحتة دي لانها عاملة تراك او serious كاملة من الكورسي في ال اي سي كامس سأعمل ممكن من اشهر الكورسات بتاعت ال اي لرن شكوريتي عاملة كورس بتاع percept 2010 من اشهر الشركات او من اكبر الشركات اللي بتعمل فرانزيكس سوفتويرز عامل الكورس الخاص بها. دي من اكتر او دي الكورس بتاعة ديجيتال فرانزيكس برضو اللي انا اعرفها ممكن يكون في حاجات تانية ممكن فيه حاجات احسن بس دول برضو اللي انا اعرفها باست على المعلومات اللي عندي. المالور اناليسيس. المالور اناليسيس من اكتر التركات اللي بتكون مطلوبة في جهات معينة او في اماكن معينة مش كل مش كل الشركات بتطلب مالور اناليست ومش كل الاماكن بيكون محتاجة مالور اناليست بس في اماكن بيكون محتاجها مالور اناليسيسيس بشدة. مثل السيرت بتاع اي دولة مثل السكيرйتي وفيندرز خصوصا الفيندرز اللي يعملوا بااااا Verein Atevirus solution من المجالات المطلوبة جدا من المجالات حتى عمرها لا تقدموا عمرها وهيظل على طول لها مستقبل فلازم يكون هناك مالوير في الحياة فلازم يكون هناك مالويراناليسي هذا الامباكت بتاع المالوير في السيبر سبيس عموما لماذا تعمل اصلا تراك المالويراناليسيس لماذا بقينا محتاجين يكون عندنا مالويراناليست لانا عندي مثلا الرانسموير بيدرب حوالي 4000 اه اه اتاك يوميا بيكون رانسموير اتاك على مستوى العالم بيحصل ما يقارب من التسعتاشر يوم داون تايم بعد ما بيدرب رانسموير اتاك لان الانفارمت كلاب تقع خلاص الانفارمت كلاب شفالت فبتقع على ما ننفيستيجته نشوفها عندنا بكب ولا لأ ولا نشوفها نسفع الرانسموير لا بيكون عادة وقت كتير داون تايم الرانسموير اتاك الفاميليز بتاع الرانسموير دايما جديدة ودايما ما بقاش فيه اللي هو لأ خلاص طالما انت فيه رانسموير فاميلي تعرفت زي مثلا زي زي ريك زي دارك سايد زي نيت وورم زي بيتيا زي كل الكلام خلاص ما تركنش بقى ان انت طالما عرفت فاميلي يبقى هتفضل هتتضرب بها على طول او خلاص هتعرفها على طول لا دايما فيه رانسموير فاميليز جديدة يعني في سنة 2019 فيه 95 رانسموير فاميلي جديدة طلعوا او اكتشفوها الجلوبال كوست بتاع الرانسموير اكسبت انه يعدي 20 مليار دولار في نهاية 2021 الرانسموير سهولته او سبب انتشاره الكبير بسبب الديليفري بتاعه ان 48% من الماليشيس ايميلز اتاشمنتس هي عبارة عن اوفيس فايلز ملفات الورد والاكسل والباوربوينت كلها بتكون 48% من الماليشيس ميل بيكون الفايلز دي انجيكتد جواها مالوير مالوير دي إنطagram البرأس ما شريع الماليشيس ميلوير عادي فايروس وورم ، تروژين أو رانسموير أو أي ما كان تتشارها الورجنيزيو موجودة تسبب له مرتبط المتازس ويزدع عليك تقريبا نورتون هي السايمانتك هي اللي عمله الستيستيكس دي فدي كانت سريع كده عن احنا ليه محتاجين مالوير اناليسيز ليه محتاجين حد خلاص يخصص كله لموضوع المالوير زي المالوير زي ما بقيتش فكرة فيروس ولا وورم ولا تروجين ولا حاجات ولا حتى بتعمل انباكت بسيط لا الموضوع بقى يوصل لداون تايم شركات بقى يوصل لخسارة ملايين الدولارات لخسارة الفاليو بتاعت الشركة سواء في البورسة سواء في الماركت بلايس عامة فالموضوع بقى محتاج ان احنا يكون عندنا حد بيفوكس على موضوع المالوير زي بعمل لهم اناليسيز بيشوف هما بيشتغلوا ازاي بيشوفوا احنا نمنعهم ازاي دي جات فكرة اوجات اهمية تراك المالوير اناليسيز عنده اه 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 ادراك في ديترمنيشن وجولز معينة اول حاجة ان انا لازم احدد طبيعة المالوير ان انا كمالوير اناليست لازم اشوف المالوير ده ايه طبيعته ايه الجولز بتاعت المالوير زي anyways the same with� Islamation and enعلance السريق بتاع المالوير Фلازم افهم المالوير قبل ما يعني سروعه وبعمل له الاناليligis لازم افهم طبيعة المالوير لاستطيع القدرات لازم اكتب يوضح لناس طبيعة المالوير و ازاي الجول بتاعه الجول بتاع المالوير مسلا معين ان هو بيدخل في بيدور على الاكستنشن معينة ويقوم مشفارها او او يقوم مسيحها او مسلا ان انا يكون عندي ديسكويبر ده نوع من انواع المالوير بيدخل هو مش عايز اي حاجة ان هو يمسح الدسك بتاع كله يمسح الهارد بتاع كله فانا لازم اعرف ايه طبيعة المالوير ده و ايه الجول بتاعته و ازاي ارسبونت عليه يعني لو جالي لو انا انفكتت عندي باي جهاز عندي انفكتت بالمالوير ده ازاي يرسبونتicherung عالمالوير ده تاني حاجة ايه بتاع المالويراز ازاي بيشتغل ازاي بيأكت عندي في الانفرورمينت وايه الضرر الى هو بيعمله عندي لازم اعرف الانديكיתور اللي ممكن الانديكيتور زي ممكن تساعدني ان انا اداتاكت المالوير ده سواء الاكتيفتيز اللي بيعملها على السيستم او في النيتتورك كميليكيشن اللي بيعملها يعني انا مثلا لو عرفت ان المالوير اللي اسمه اكس مالوير الاول اللي ما بيدخل عندي مثلا بيانكريبت او بيعمل ادت في الهوست فايل وبيزود فيها اي بي عشان يريزولف مثلا معين فخلاص اي تشينج انا كده عرفت ان اي تشينج يحصل في الهوست فايل ده انديكياتور انكنا الم 증וב� بالمالوير او مثلا في النيتورك ترافك عندي او النيتور كوميليكيشن لو عرفت ان المالوير اكس عندما بيتعون من فينفاتح تانل كننيas المسلم وهي أقوم به الهوزة الشريع ولا تسمع انوا وحد واحد 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 فخلاص كده عرفت ان لو عندي اي واضحات او زحت مننстр وقت لا تشينج يبدأ الداخل من المالوير الاول هو الفت約 المالويراناليسيس ساعدني ان انا ساعدني اندكياتور تساعدني ان انا ادتكت المالوير اول لما يجيلي ايه الفلنوربيتس اللي بيستخدمها المالوير ده عشان يكسبلويت الماشين بتاعتي هل فيه فلنوربيتس في الابراتينج سيستم هل فيه فلنوربيتس معينة في صفت وير معين موجودة عندي ازاي الاتكر بيموف جوه بالجوه الناتورك عندي سرول مالوير ده او باستخدام المالوير ده فدي كلها حاجات المالويراناليسيس او ترك المالويراناليسيس هو اللي بيوضحها لي اخر حاجة مين اللي عامل مالوير ده ايه هي بتاعته ايه هو اللي بيخدها على السيستم عندي وعلى الناتورك عندي كل ده بيوضح لما المالويراناليسيس يبتدي يعمل اناليسيس للمالوير ويبتدي ويكتب لريبرت ويفصل لي فيه بقى كل او يوضح له فيه الخمس نقاط دول ممكن يكون فيه حاجات اكتر من كده اه بس دول اهم اهم حاجة لازم اعرف ايه هي طبيعة المالوير ايه هي الجولز بتاعت المالوير ازاي ارسبوند على المالوير ايه هو البيهيفور بتاع المالوير ايه هو الدامج اللي بيعملو الانديكاتور التي يمكن تساعدني forkаничبي للفنان في ح altura او الاتكر ي pubbc التiptsم yanlış وفمشي而 التض Els Character ليس عن الخطط الت fits المالوير يعني مين الاتكر اكتر اللي عامل المالوير ده ازاي بياخد او ازاي بيعمل جوه السيستم عندي طيب ايه هي انواع المالوير ده مش نوع واحد ولا اثنين ولا ثلاثة لا دي كبيرة في الكيلوجر اللي بلوج الكيستروكس بتاعت او بيسجل يعني الكيستروكس بتاعت الكيبورد بتاعتي الضغطات اللي انا بدوسها على الكيبورد ويبعتها اا للاتكر فكده انا لو كتبت اي ايميل او اي باستورد او اي كريدينشل او اي مثلا كريدل كورد ديتا او اي حاجة هو الكلام ده كله بتسجل ويتبعت للاتكر الدروبر والداونلودر اا بيكون هو مالوير عبارة عن هو هو بينزل مالوير تاني او بي او بي او بيدرب مالوير تاني جوه جوه البكر هو برضو ان هو اا يعني نفس الفكرة برضو ان هو بيكون هو عبارة عن بوكس جوه اا جوه مالوير تاني ممكن ممكن انا مش مش عارف اوضح قوي بسبب ان انا مش حابب اتكل في اي معلومات تكنيكل اا عشان الجرد مش البرزنتيشن مش غارة تكنيكل القالص على قدم الجرد ان انا اوفر فيو عن عن كل التراكس بتاعت السيبر سيكورتي رانساموير اللي هو مالوير بكل الوظيفة انه هو بيينكريبت الدايتا بتاعت كلها وبيساعدني انها ممكن اكسفلتريت الدايتا دي كلها بره فدي كل اا او دي معظم انواع المالويرز اللي موجودة او اللي انا قدرت اجمعها متهالي دي كل الفاملز الموجودة الكريبتومينر البروزر هيجاكر الفيروس الورمي الاكسيبلويت التروجن الاسبايوير الادوير السكريبرز يعني عشان ما ندخلش في تفاصيل وعشان ما نضيعش الوقت في اا اا بتاع البرزنتيشن فان انا اشرح حاجات دي كلها فممكن تتاخد اسم كل واحدة من دول تبتلت تدور عليها وعلى شرحها تبتلت تفهم بشكل زجي الفرق بينها وبين الاشيات التانية الفاملز التانية المالوير اناليسيز بيتم على اكتر من approach او بيتم على اكتر من طريقة اول حاجة بتاع المالوير ان انا ببتدي اعمل اناليسيز للفايل بتاع المالورزة نفسه. من جير ما شغله من جير ما اضطر ان انا احطه في اي او من جير ما اعمل اي عادل فايل ببتدي اشوف بتاعته بتاعه الروسورس بتاعته فده بعد كده ما انا ببتدي اشوف اه احطه اي اه وبتدي اشوف بتاعه بتاعته وشوف بتاعته وكل ده برضه من جرمه معنى كلمة اللي انا بتعامل مع الفايل بتاع المالوير من جرمه شغله. ابتدي اشوف بتاعته وبتدي اشوف اللي بتتقدمها اللي هينفزها بينفز ايه بعد ايه وبينفز ايه قبل ايه كل ده في الانسز اللي انا بشغل المالوير في ديباجر هو بيعباره عن زي ايه بيورريني او بيعمل ايه او بيعمل ايه او بيعمل ديناميك اناليس للمالوير بيورريني المالوير لما بيشتجل بيعمل ايه بس كل ده في جوة الديباجر ايه ما بيشغلهوش طبعا على جهازي ايه وفي البيهيفر اناليس اللي انا بحط المالوير في ساند بوكس بتبع ورع عن ايزوليت انفارمنت بتبقى شبه الانفارمنت بتاعتي عليها برضو ويندوز وعليها اوبرتنيك سيستم كامل اه وانشان لما بنفسي بقى اشوف اله المالوير لما بيشتغل بشوفه هو بقى بتاعه بشوف النتوورك اناليسي بتاعته بشوف مثلا الجوة keyboard اناليسيس بيحل الفايلز اللي لو مثلا بيزود كيز في الريجيستري بيعمل نتورك ترافيك كل ده بيبان في الساند بوكس في واحد اسمه تي جي نيلسون ده كنت شفت له انترفيوه على اليوتيوب ده مالوير اناليست اكسورت فهو كان صنف الناس اللي بتشتغل في المالوير اناليسيز او صنف المالوير اناليست المعين الاسدكليشم والاياعة التجابية المالوير اناليست ده اكسين الناس اللي تعمل في المالوير اناليست مع عرض assistance يعملون في والاياة الشركات الشركة التي تقدم poquito مهمتين لا ي�이ستعمل المكان اللين فيه ırım يشتغلون مالور اناليسته ده اللي بيشتغل في السيكيريتي فيندرز زي الفيندرز اللي بتعمل والغرض منه ان هو بيبتدي يجمع او بيعمل اكبر قدر من المالور فاميليز ويبتدي يطلع لهم ايو سيز وكده عشان يحصل لهم بعد كده وما يبقوا زيرو دي فمش ده بس اللي بيعملوا بس ده حاجة من الحاجات اللي بيعملها فدي النوعين اللي بيشتغلوا او تقسيمة المالور اناليست عشان كده في الاول انا قلت المالور اناليست يعني الناس اللي بتطلبهم ناس محدودة او مش محدودة انا اقول انا قصدي اماكن معينة بس هي اللي بتطلب انها يكون عندها مالور اناليست يما يكون بجرد الانسدانت رسبونس والانسدانت رسبونس دي يما يكون شغال في شركة سيرفز بروفايدر يما يكون موجود في مكان ذات نفسه هو اللي عنده انسدانت رسبونس دي ماما يشتغل في سيكوريتي فاندرز بس فده ده 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 الطبيعي او ده الحادي ان هو يكون او دي الاماكن اللي هي بتطلب مالور آآ انا بالاناليست rozd سكيلز بتاعت المالور اناليست لازم يكون عنده اي ده برو والويندي ب جي والاولي دي ب جي والاميونيتي دي بجر لازم يكون عنده او صلت نولج بالسي والسي بلاس بلاس بلس والويندوز اي بي وي والويندوز انترنلز عشان عشان يبتدي او يعرف ازاي اصلا هيعمل الاناليسيز للمالوير لازم يكون عنده عن الفايل فرمات والداتا نفسها لازم يكون عنده فاهم ازاي بيحصل ازاي بيحصل كلمة هي ان انا بخلي الكود مش فانا فانا دي بعملها كنوع من انواع الحماية كود للي فانا انا ب wiendi Riadable الضارة سنشرح في الري duda بوجهي اللعندي التكنيك تستخدمي ل teaching amazing. متى سوفط ويرها عامل يستخدم اち Τοل حتى تستخدم حتى ما يفهموه من ج prisoners او ما اعملوش اناليسيس فببتدي اعمل حاجة اسمها انتي دبوجنج مال ازاي بتعامل معاها ازاي بفكها ازاي بعمل لها باي بوز لازم يكون عندي سكريبتنج نوليج زي البايسون والبيرل والروبي لازم يكون عندي التكنيكال رايتنج سكيلز اللي انا في الاخر الغرض اللي انا بطلع مالوير اناليسيز ريبورت فانا لازم اكتب كل اعرف ازاي اكتب الاناليسيس بتاعي بشكل كويس في الريبورت بحس ان الناس تفهموا وتفهم انا ازاي خلاص هياخده اكتب ده بالείبورت دا لازم عارف لازم يكون عندي دايمن ابدائنج Bilmallware families والEND point security الموجوده وازال مالوير 여기에 الاناليسيا ديampquis والمالوير الجديدة اللي بتطلع كل دي نزياز اللي لازم تكون عندي واركا والكورس الفانيس في المالوير اناليسيس اه اسم عاملة كورس ايليرن عاملة كورس سيرست عاملة كورس التعليم على كورس عمر سابت عاملة كورس محترم التعليم على كورس كتب أحببت شعارك أسامي كتب لأن الكتب به كبير جدا وفي اي تراك الكتب دين فيش اكتر منها بس انا اتكلم على الكورسز والسرتيفيكيشنز فدي الكورسز اللي انا اعرفها اللي بتتكلم او الريليتد بالمالوير اناليسز ممكن يكون في حاجة تانية برضو انا ما عرفه بس دول احسن حاجة انا اعرف ان اخلصنا كونسبت الفان deliberative واضحها اللي يعملوها gezeigtها استعمال قليلات اهو الاكلات المجالات اللي بيشتغلوها اقليلة الاير اوبار او اجن recaptive time نذهب للجزء الثاني او للصيد الثاني اللي هو الوفينسيف سكيرتي او الريد تيمينج انا قلت لك في البلو تيمينج هم الناس اللي مسؤولين ان هم يبنوا الديفنسيف ليير او هم الناس اللي بيستقبلوا الاتاك وبيحموك منه الوفينسيف سكيرتي هم العكس تماما هم الناس اللي بيعملوا الاتاك هم الناس اللي يخدرهم للغرض عندهم ان هم يطلع Epic ونفحيل الموالعين 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 من الموالعين الموالعين و оказ Entertainment التفاصيل الدور على أن تكون لك ليها تجلسر 30اناك و كلها التفاصيل الدروس اما н였هما رؤيت او مختلف او ما يعطلون Shyrobot الا لما ياتاك فبيبتدي يكرافت الاتاك بتاعه بزد على الانفيرونت بتاعتك وبيبتدي يشوف الويكنيس فين موجود سواء في البيبول او في البروسيس او في التكنولوجي عشان ياخد انقص راسد اكسس على الاسد دي فده كل ده كل الابجكتف بتاع الريد تيمينج او بتاع الريد تيمينج عشان الريد تيمينج ده اصلا تراك فخلينا نتكلم ان هو اسم ريد تيم بس او الوفنسف سيكورتي تيم برضو ليهم تراكات او ليهم اكتيفتيز او ليهم تاسكز زيهم زي البلو تيم هنبتدي نشرحها ونبتدي نشوف الناس دي بتفكر ازاي او ايه ازاي بفكره عكس تماما اللي احنا شرحنا قبل كده والشرح هنا ان شاء الله برضو احاول ان هو يكون اه باستفادة اه على قد مقدر اه بما انه ده اصلا ده اللي انا شغال فيه وده الكور بتاع شغلي فان شاء الله اه برضو هيبقى زيه زي 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 اللي قبله بس هنا المجالات اكتر شوية الشرحة اكتر شوية فلا فانا انا بقول ده لي عشان انا حابب وانا وانا في فات وابن اللي جاي اللي هو حابب توقف الفيديو دلوقتي تاخد بريك تفصل اه تروح في اي حتة انا داخل نفسي هوقت اه اي что اوا فately تماما ولكن هو مش هبان في الفيديو طبعا اه مективث باما عشان تفصل دماغك خالصة بين انته اذا ام سمعت الى كده وبين الى المبلغ File لان الاتنين عكس بعض دي مويند سيت و دي مويند سيت تانية خالص دي اوبجيكتف و دي اوبجيكتف دي تكنيكالتي و دي تكنيكالتي دي ميسيدولوجي و دي ميسيدولوجي عشان تقدر تكرر انت دماغك لو انت اصلا مش مكرر انت دماغك راح عرفين في السايبر سيكيرتي لو انت لست تسمع الكلام ده الاول مرة نصيحة وقف الفيديو في الدقيقة اللي انا بكلم فيها دلوقتي افصل وبعد كده ارجع تاني شوف البرت ده اا في يوم تاني اا في ساعة تانية اي اما كان حجم الفصلان اللي انت عايز تفصله عشان بس الاتنين ما يدخلوش على بعض احنا اتفقنا ان الوفينسيب سيكيرتي تيم هو وظيفته ان هو يطلع الفلنوربيتز او يعمل سيكيرتي تيستنج على الاسيتس والبيبل والتكنولوجي عشان يطلع الفلنوربيتز والجابس والفلوز الميسكونفيدريشن اللي موجودة عشان يقولك ازاي تحله طيب انا دلوقتي ايه تيست يعني انا بعمل ايه يعني بعمل تيست على ايه يعني انا ممكن ايه الحاجات اللي انا مفروضة اعمل عليها تيست اجلبية الناس لما سألت السؤال ده قالك موبايل ويب نيتورك ده 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 اللي قالو في اجلبية الناس كتيرة لما سألت السؤال ده كان دي جابته موبايل ويب ونتورك بس الحقيقة ان الموضوع اكبر من كده بكتير موضوع شامل حاجات اكتر من كده بكتير زي ما احنا قولنا الجابس مش بس في التكنولوجي الجابس مش بس في الجابس مش بس في كل اي اس الإنترنت العصرية اه هي عباره عن آآ وبتيبر alguna وشيش تبيل اي اسرت م facebook ويب وناشتار موضوع وموبايل ده آآ بيتعمل على موبايل على 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 نتورك على اللي عندي زي مثلا حاجات اللي هي علاقة بال اللي هي زي اي سلوشن تاني زي مثلا زي الباكب سلوشن زي زي الفيم مثلا كل اللي سيستم سلوشن لازم يتماع عليها تست اليوزر بهيفير اله النتور كونيكشن والنتورك ابليين ذات نفسهم زي الروتر زي الاسويشز الاكسس اه الايو تي ديفايزز الويب سيرفزيز والباك اند الايو تي ديفايزز الكلاود بتاعتي اه الفيرموير بتاع اي سلوشن عندي او اي اي ايو تي ديفايز اه الفيزيكال اكسس السيكوريتي ابليانسز اه السيكوريتي ابليانسز لازم يتمع عليها تست لكن لان في اتاكس كتيرة بتيجي من جابس او 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 موجودة في السيكوريتي ابليانس زي ما كنا احنا بنحكي قبل كده في ان ساعات في بيكون موجودة في الفي بي ان نفسه فالفي بي ان ده ما هو الفي بي ان ده مش حاجة استاتيك اا او كده ما الفي بي ان ده بيكون موجود مثلا في فاير وول او في 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 ان جيتوي فالحاجات دي كلها لازم يتمع عليها تست لان في التجربة في في القدال الفي strs اه اوه الاكتيف دي ركتور والاكتيف فالاخر بتطلع بان المنظومة دي كلها هي اللي لازم خمioneة الت تست. ااآ لو الانفيرومنت عايزة ااا لو الشركة او لو المنظمة فعلا عايزا التأمن نفسها بالكامل.botاعرف كل الفنة التي هي ممكن اي حد يدخلها منها فلازم تشوف هي عندها ايه من دول?ولازم يتعمل عليهم مش لازم كل الناس يكون عندها مش لازم كل الناس عندها مش لازم كل الناس يكون عندك Start مش لازم كل الناس يكون عندها مش لازم كل الناس يكون عندها لأ خلاص الباقي بقى لازم يكون كل موجود فيش حد عنده اجهزة اه سكيرتي ابلايانس اذا فيش حد ما عندهش اه نتورك ابلايانس اذا فيش حد ما عندهش موبايل او ويب او اه او اكتف دايركتري اه ايما كان يعني حسب كل الناس هي تشوف عندها اي من دول ولازم يتعملوا بنتست و سكيرتي اساسمنت فا احنا ليه بنعمل بنتست ليه البنتست مهم البنتست مش لان فيه للاسف مفهوم عند شركات كثيرة واغلابهم في الميدل ايست سواء في الجالف او في مصر حتى ان البنتست عبر عن تقفيل ورق مش اكتر هما يتعاملوا مع اساس انها تقفيل ورق وفيه فرنابيتس كتيره بنبلغها ما بتتحلش وفيه اه 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 بنتست كاملة ما بتتفتحش فهما بس جاي جايبين وعشان يورو مسلا للبنك المركزي وعشان يوروه للاودتور بتاع البي سي اي ولا الاودتور بتاع الاي زو ان احنا عملنا فين تست في ديهم الشهاد لكن هل بيحلوا الكلام ده لأ للاسف فيه هناس كتيره ما بتحلش وبيبقوا عرضة للأتاكس وبيبقوا هما للأسف عارفين ان الفرنوربيتي دي عندهم وعارفين ان اتاك ده ممكن يحصل او ما بيحلوش فانا راي نعمل مهم اول حاجة انت بتطلع السيكورتي ريسك اللي موجود في الانفيرونت بتشاور عليه وبتحدده بتعمله ايديفيكاشن وبتعمله ايديفيكاشن الهي الهي الميديم اللو بتدسكور الفرنوربيتي وبتمانج الفرنوربيتي الموجودة يعني بعد انت ما طلعت الفرنوربيتي بتبتدي تعمل لها ريميديشن بلان وبتبتدي تمنج ريميديشن بلان دي حتى ان انت بتقصين التاسك لحد ان هاي ريميديتها وبعد كده بتحط له طايم لها وبعد كده في حاجة اسمها ريميديشن بروجرس شوف احنا وصلنا لحد فين اه 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 سوري اقربنا ريميديت ولا لا وبعد ما ريميدي دي بعد ما ريميديت بنعمل اه 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 عشان اه اه نتأكد ان هي خلاص تحلت او ان هي خلاص اه 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 بعد كده بن بنقفلها اه اه في الفرنوربيتيشن بلان ان هي خلاص بنغير استطاع نخليها دي فكرة اه اه بعد كده ان انا بشوف ان السيكوريتي بروجرمز اللي موجودة او السيكوريتي كنترولز اللي موجودين شغلين كويس ولا لا لأ لان انا بتست وهم وهم شغلين فمعنى ان انا مثلا بطلع في وجودهم اه اه او بلاقي مثلا مسيكوريتي دي فمعنى كده ان هم محتاج ان انا ان نتدركها موجودين عليها عشان يغطوا الحتة اللي انا طلعت منها الفرنوربيتي دي مثلا مسلا ممكن يكون فيه حاجة مع الهمش في Favorites عليها او حاجة الخطوات بتاعت الخطوات بتاعتهم مش جايباه عليها فبالتالي ان انا بحتاج او برواي اني السيكوريتي كنترولز بتاعتي شغالة كويس ولا لا اول حاجة نبتدي بيه احنا نبتدي ان شاء الله يعني انا نبدي عن كل انواع البنتست في دول في هنبتدي اه بواحدة واحدة فيهم اولهم البابل وبعد كده هنبتدي نشرح كل واحدة منهم نشرح نبايل واحده نشرح بس كل واحدة من دول هنجي نشرحها الاول لو هي تكنولوجيا مختلفة او جديدة هنشرح الاول التكنولوجيا نفسها قبل ما اشرح البنتست متاعها وبعد ذلك هنعمل نشرح البنتست متاعها ان ما نفعش انا اشرح لك اي اس اي اس ، بنتست متاعية اما بلوك تشين من الجارة انا ما عرفك ايه اصلا بلوك تشين دو بتتكوى من ايه ايه الخطر من ان اتاك البلوك تشين ولا وشغله ازاي او انا ما اعرفك فيه حاجات اللي هي التكنولوجي او الكونسيب تنافسه جديد الاول هشرحه صارحة سريعة كده في سلايد او اثنين وبعد كده هنبتدي نشرح ايه البنتست بتاعه او ازاي بيتمه وليه بيتمه وامتى وامتى بعمل البنتست وكده. خلينا نبتدي بالموبايل. الموبايل طبعا البنتست عليه ما بيتمش بطريقة واحدة بسبب ان انا عندي اثنين بلاتفورم الموبايل. الاندرويد والايو اس. ده ليه طبيعة مختلفة وده ليه طبيعة مختلفة تماما. فحين الفايل سيستم الجر هنا. البلاتفورم الجر هنا. الابليكيشن الجر هنا. حتى البروجرامنج لانجوج الجر هنا. ده جافا ده اوبيكتيف سي وسوفت. اه وهنا جافا وكوتلين. فعشان كده بقى بالنسبة لي الموبايل بقى اثنين موبايل. اه في عندي بنتست بيتم على الاندرويد بشكل وابنتست بيتم على الايو اس بشكل. البنتست على الاندرويد هو هو يعني من ناحية كستركشور هو نفس او قريب من البنتست بتاع الايو اس الايو اس اللي انا بعمل البنتست على اه اول حاجة بتاع الابليكيشن الكود ليفل اللي هو الكود بتاع الابليكيشن النتورك بتاعت الايو اس والسيرفر سايد. السيرفر سايد ده لانا بتعامل مع الابليكيشن كويب فيوز وابتدي اتعامل معي اه في الفلنربيتس بتاعت اللي هي خاصة بالويب زي سيكوال انجيكشن والااااا والاااا والاااا كروسات اه مش خاصة ببلاتفور ما معين. فخلينا لبتدي نتكلم في الاستورج الجنازس انا ايه اللي انا بعمل في الاستورج انا انا ايه اللي انا ببص عليه في فكرة الاستورج. ببص شوف هل في اي танver تتخزن في موبايل خاصة ده. هل الاستوارج بيرمي حيز في الفين. هل habits Shake بيرمي في الكاش هل الابليكيشن بيرمي في الفولدر اللي ها بتسيف بيحصل له فيه هل الابليكيشن بيرمي اي في السيكوال لاي الداتاباز وهل وهل الانفرميشن دي بتبقى متخزنة بشكل كلير تيكست ولا ولا بتكون متشفارة هل الابليكيشن بيرمي اي في الشيرد ولا لأ على الكود لما انا اجي اعمل اه للابليكيشن وباجي اعمل كود ريفيو للابليكيشن هل هل السورس كود ولا لأ زي ما حنا قلنا او هي فكرة ان انا بخلي الكود لانا بغير اسامي وبغير اسامي وكده بخليها لشكل مش مقري ومحدش يقدر يتطبع الكود بسبب ان الكلام لغبط والحاجات مش مقرية فهل السورس كود او لا تبله هل او او اه هل انا اقدر اعمله دي او او هقدر اعمله دي او اكيرت بنسبة قد ايه لان انا ما عنديش اه ديكشنري يترجم الافسكيشن بس انا بخمن او بقدر اعدل في الافسكيشن وبقدر ارجع يعني يعني السورس كود لحد اه سيخته الاصلية ادي ايه بقى كم في المية ممكن توصل لمية في المية وممكن توصل لتسعين في المية باست على الالجوريزم اللي انا بستقديمه والطول اللي انا بستقديمه دلوقتي سنبقت ايه اي اننجين play كمان بتبقى اكتر من الطول declare innovative هالان soap الان انا بقدر اعمل ام او اكمل او اطساط او اي ام بريشن لل الابداشنriminية nur or decompilationEh两 Wao طب ايه تاجاتنا اللي انا بستفيد منها عندما بعمل كده هل في لصف الاساسم는데요 موجوده الت خاص Debatte اللي بتطلع في الابداع ساعت بمسلا تمتلك اللي يكون فيه مافيش ايه ايô اه في الابليكيشن فمسلا تيجي تلوجن والداتابيز واقع او او الكنيكشن واع يقولك الكنيكشن اللي مع الدياتابيز اللي اسمها كزا اللي اللي بيحصل في التيبل اللي اسمه كزا واقع فانت كده خلاص انت عملت الاسم الدياتابيز واسم التيبل فسهل اللي انت لو عندك مسلا سيكول انجيكشن تسكليت الموضوع اسرع او 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 تكرافت البيلود بطريقة احسن ان انت خلاص ما عندك في سابلتي على الدياتابيز اسم التابل فدي مثال من امسال اللي بتحصل لما يكونش موجود ارور هندلنج كويس اه اه هل في انسيكير اه موجودة في الاندرويد في الاندرويد مانفست فايل ايه الاندرويد مانفست فايل ده ده هو الفايل اللي ما يكون موجود في الانفرميشن بتاعة الباكيج الباكيج بتاعة الاندرويد او بتاعة الابلكيشن الباكيشن اللي بيكون موجود فيها الابلكيشن زي الاكتيبتيز والسيروزيز والبروتكاست رسيفر والكونتينت بروفايدرز والحاجات دي كلها مش عايز ادخل بالتفصيل اشرح ايه البروتكاست رسيفر غلم ده مش عايز ادخل تكنيكل بس ده دي المكونات بتاعة الاندرويد من في استفادل تقدر تعتبره الفايل الموجود في الابليكيشن بتاعك هل هناك ويك هاشنج او انكودينج الالجوليسم يستخدم في الابليكيشن او لا وبعد كده بابتدي اعمل سورس كود استاتيك اناليسيس عشان اطلع البوكز او اطلع الفنربيتز اللي موجودة في السورس كود اللي مش هقدر اطلعها من خلال الابليكيشن وهو شغال بعد كده بتاع الاندرويد ايه مثلا هل مسلا بنستخدم ويك او مؤامل مست。」 زي مسلا ما بيستخدم مثلا تي اه هل فيه امكانية للس اس هو ان In الابليكيشن بيكون موجود فيه configuration او بيكون موجود فيه كود بيلزمه ان هو ما يتكلمش على النتورك الا من خلال certificate معينة. طب لو انا غيرت certificate دي وانا انا دلوقتي عايز اغير certificate دي وحطي certificate مثلا بتاعت البرب بتاعتي لان لما حطي certificate بتاعت البرب هخلي الابليكيشن يتكلم سروق البروكسي بتاعي فبالتالي اقدر intercept requests اللي رايح والresponse اللي جاي فبالتالي اقدر اشوف الابليكيشن بيتكلم ازاي و و و و اغير في الريكوست و اتعامل معي خلاص عادي كانوا فهل انا اقدر اغير الاساس ال الى او لا دي اسمها فهل فيه اي 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 مثلا ويب فيو اي 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 حاجة في الابليكيشن بتتكلم اه في انسيكيور نتورك اه تشانل او لا ازاي مسلا لما يكون ممكن يكون عندي مسلا اي اي ويب فيو او اي فانكشن بتتكلم اوفر الاتشي تي تي بي فبالتالي الترافك بتكون ان انا لما اعمل intercept بكون شافل ترافك ولا ها بلين تكست فده ده مسلا ده سبيل ده 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 امثلة على النتورك اناليس ازاي اللي بيحسب عن اندرويد السيرفر سايد اناليس ازاي خلاص بقى اللي هي اي 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 حاجة من اللي هي الاسبتوب تن ده فبتدي اشوف هي ده هي ده بقى فكرة السيرفر سايد اناليسيز اللي هي مشوف الالبنورباتيس دي وبعتعمل معها اساس انه في الران تايم ابليكيشن خلاص ده ده تبقى اللي هي الديناميك اناليسيز او الران تايم اناليسيز الاي او اس نفس الفكرة بس يعني ايه باختلاف بقى المصطلحات بتاعت الاي او اس او باختلاف الهيراركي بتاع الاي او اس اول برضه حاجة اللي انا ببص على الابليكيشن اه الستورج بتاعت الاي اه هل فيه اي سينستيف ديتا موجودة في الاي او اس اه ديريكتري هل فيه في سيكولايت داتابيز هل فيه في في الانفورميشن اه بروبرتي ليست اه دي زي هذل زي الاندرويد اه برضه فايل من مدون دخول في التفاصيل بتاع التكنيكاليتي بتاعت الا الكلام ده عشان الغلط مش تكنيك خالص عشان الناس اللي سبت اسمع الكلام ده اول مرة يعني ما 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 تتعقاش وفي نفس الوقت ما تحسش ان هي ايه الموضوع كبير او هو موضوع كبير بس ما تحسش لان الغرض ليس تيكنيكال ولو كنا بدأناها من نشرح تيكنيكال من البداية وبنمهد للكلام ده. هل هناك كرو فريم مورك تلع ايس ذات نفسه الكيتشين دي عاملة زي والد كده يتكزن فيها كل السيكيور انفرميشن زي الكريدينشلز هل هناك اي انسيكيور يستورج فيها ولا لا الانتر بروسس كمميكيشن اللي هي الاي بي سي اي 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 بي سي او الانتر بروسس كمميكيشن ده طريقة او مثل بتقلق البروسس اللي هي تسند و ترسيف ميسجين بينها وبين بعضها لان البروسس اصلا بتكون انها تبقى اندبندنت وبتاخد اسباس لوحدها في الميموري فكل البروسس ما بتشوفش التانية بتقول ايه ومتشوفش التانية بتشتجع على عنه ايه داتا ولا انهي اسكيل وده بيمنع ان لو بيحصل ما يحصلش موديفكيشن ما بين البروسس وبين بعضها فيش بروسس تعدى على بروسس تانية على في الفاريبلز ولا في الاستيت بتاعها وكده لكن الاي بي سي هو ده هو ده الوية في كمميكيشن بين البروسس وبين بعضها اا مين بي ازاي البروسس تقدر تكلم بعضها تبعد داتا لبعضها اا زي انها مثلا زي او او جزء من الداتا فهل في بقى فهنا في في الارس بنتست بشوف هل في اي مشاكل في الاي بي سي ولا لقى هل في اي مشاكل هل مثلا في بروسس تقدر تبعد مليشيز داتا لبروسس تانية وهكذا الاي او اس سيكورتي موديل والليجاسي ايشوز بقى زي اللي هي الجيل بريك ديتكشن زي السل او اللي هي البي باي باس اللي اسل ار اا فلاج تشيك اللي اسل ار ده هو الادرس اسبايس لاندوميزيشن ده دي ميسود او فورمات في الداتا سيكورتي او فورم او ميسود في الداتا سيكورتي الجرض منها ان انا بعمل رامنميزيشن للداتا في الرام بحيث ان انا امنع ان لأي حد اكسي بلويت ان هو ياخد كنترول على السيستم بمعنى ان انا اول اتكر عارف الميموري ليه اوت بتاع السوفتوير عارف اه هو بيخزن في انهي ميموري ادرس بيخزن بيخزن المعلومات في انهي معلومة بتروح لانهي ادرس وبالتالي هو يقدر اه يقدر يمنبلات الداتا دي في في البوفر اما يوفر رائت عليها فانا هنا في الاسل ار انا بعمل رامنميزيشن ما بكونش محدد ليه اوت ثابت وما بكونش حدد فلو ثابت للداتا فبعمل لها فبالتالي انا اقدر احمي الداتا من اكسي بلويت زي او اكسي بلويت زي الفرمانات اللوفر او نشوفها انتورك مثل اندرويد يوجد اندرويد مثل سيتم يحلز السوافية التدامين بسيادوصات أو تنفيذette url يعني اي اسيت او اي سيتمي بات الله屋 . url هذا هو اللي يبعي البطان يستطيع التدامين لأن الابحدة الع περιغ Garrett من غير الرلمPUG game. hospital toch ,Pnsم المهمة في العالم من غير url يتعامل مع الستاندار اه بروتوكول زي اله تي تي بي و اله تي تي بي اس فبالتالي يقدر الابليكيشن يهندل الريكوست اللي جاية من الريسورس دي الان اس يار ال سيشن دي دي بوردو ميسود اه فونكشن بتخليك بقى تعمل اي فونكشن اوفر الويب الا او او ه الله ما دي سيشن بيهندل الريكوست الخاصة بالابليكيشن وبعد كده اللي بشوف حال فيه الا ان انا اقدر حط الابليكيشن زي اللي انا حط له ان هو يتكلم سروق بتاعي او ان انا اعمل بعد كده اللي انا بعمل بشوف حال اقدر اعمل ولا لأ يعني ان اقدر حط الابليكيشن في اي رون تايمWithسو هذهorters واقدر هممممم بشوف سوزنج انما اقدر على بتاعي الدولي التب Mullet means to 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 func matters فلو الابليكيشن بتجربه في ميثود موجودة بتعمل شي انا هل انا اقدر على بشتغier في الفination tutorial تحتها ولا لأ سرور وهي شغالة. هذا اللي انا بقوله ده اسمه ميسود بسويسلينج. اه بقدر اشوف اقدر اغير او اتحكم في الكلباكس والبلوكس واللا. والبروكن اثنتيكيشن والسيشن منيج منتو بروكن اكسس كنترول دي اللي هي الاشيوز المعروفة. ايه الريكوارد سكيلز في الموبايل بين تيست اول الحاجة يكون عندك في البلاتفورم اللي انت بتستعليه اصلا. اذا كان اندرويد او او اي او اس تكون عارف الفائل سيستم بتاعهم تكون عارف بتاعتهم تكون عارف الابليكيشن بتاعتهم شغالة ايه يكون عندك استاتيك اناليسس وكود ريفيو سكيلز. فانت عشان اصلا تكون فاهم الابليكيشن. انت جزء يعني جزء الكود ريفيو في مرحلة الموبايل بين تست ده جزء اساسي. فبالتالي لازم يكون عندك الكودينج سكيلز او البروغرامنج سكيلز اللي تخليك اصلا ترفيو الكود بتاع الموبايل زي كوتلين والجاغة والسوفت والوبجيكتف سي. لازم تكون عندك معرفة بالديسسيمبلرز والديباجرز لان انت ساعات زي مثلا في الاي او اس ممكن بتعمل مثلا ريفيرس للبايناري فايل اللي موجود وهو الاي بي اي فبالتالي لازم تكون عارف الديباجر والديسسيمبلرز وفي الاخر التكنيكال رايتنج سكيلز دي مطلوبة في كل البنتست اللي انت في الاخر البنتست بيطلع ايه بيطلع عبارة عن ريبورت فانت لاء لو ما عرفتش تكتب ريبورت كويس مش هتوصل شغلك او مش هتعرف او مش هتعرف توضح اهمية او خطر الفويندينجز او الفوننوربيتز اللي انت طلعتها الكورسز بتاعة الموبايل هم دول اللي اتنين اللي انا شخصيا اعرفهم معرفش هل فيه حاجة هل فيه حاجة تانية ولا لا سينزل خمسمائة خمسة وسبعين واليمابت بتاع فهم اشهر اتنين الجيموب واليمابت هل فيه حاجات تانية ولا لا معرفش ما او دول اكتر حاجتين انا باركمندهم يعني او دول اكتر حاجتين انا منذكرهم سانزل انا ذكرتها واليمابت انا ستفائد فيها فعشان كده انا وصك من الكنتنت يعني انا مش باركمند كنتنت انا مش هفتوش عشان للامانة يعني بس فا يعني ان شاء الله اتمنى ما يكونش فيه كورسات احسن من كده عشان ما اكونش انا ما فوتها يعني طيب محبيتش هدخل على الويب على طول عشان الكلام ممكن يكون شبه بعض وشوية او ممكن يكون اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وبعيدة تماما بعيدة كتكنولوجيا وبعيدة كبلادفورم وبعيدة ككل حاجة. وادخل في الاول هاشرح يعني ايه بلوكتشين ليه بنعمل بلوكتشين اصلا اه ليه بنعمل بلوكتشين الخطر الخطر اللي بيجي عالبلوكتشين فبالتالي اقدر اه اقدر اعرف ليه التراك ده مهم له تراك ده جاي له التراك ده مستقبل له التراك ده اه بدأ يظهر وبدأ يبقى مطلوب بدأ يبقى ليه كورس بدأ يبقى ليه حد بيشاور عليه وبيطلبه بس فاني بتدي دلوقتي بقى ان شاء الله نتكلم عن البلوكتشين في الترشن تسنج طيب لما ومن دينا نتكلم عن البلوكتشين فاحنا ما بنتكلمش في واحد او ما بنتكلمش في التجاه واحد احنا وبنعملش بنتست او او الاتكس ما بجيش على على حاجة واحدة. الاتكس اللي بتقسم لأكثر من او اكثر من او اكثر من اهிارة. الذي بجي على بتجاه بلوك او اللي في البلوك صوق اللي بتحصل على البلوكук الص Graph Наقص بلوكتشين نتورك ذات نفسها طيب ليه او ايه الكاركتريستيك بتاعت البلوكتشين طيب قبل من نشرح كاركتريستيك بتاعت البلوكتشين ايه البلوكتشين ذات نفسها بتاكوان يعني احنا قلنا لسأل دلوقتي بلوكس ونودز ونتورك ايه الكلام ده سلينا نتكلم من اصغر جزء اللي هو الريكورد الريكورد او خلينا نقول البلوك الريكورد ممكن يبقى اي معلومة اي حاجة ممكن تبقى ريكورد مثلا زي مثلا معلومات عن ديل حاجة انا عايزة نقلها ريكورد اللي هو بيسوف داتا قطعة داتا لما انا اكون اكتر من ريكورد ومعامل منهم بقى حاجة اسمها بلوك فالبلوك ده هو بعبارة عن باندروف داتا اي هي النود اه النود هي اي اه كمبيوتر متوصل بالانترنت اه عامل عنده انستول او انستولد عنده السوفت وير بتاع البلوكتشين ومشغل ومشغل السوفت وير ده وبيبتدي يكوننكس مع النودز اللي هوليه عشان يعمله البلوكتشين نتورك اه هي دي فكرة النود النود يعنى ايه الفرد الواحد في البلوكتشين هي البلوكتشين هي who عبارة عن النودز متوصلة اه بينها وبين بعضها فكل نود من دي هي عبارة عن جهاز كمبيوتر اا اا كونكت بالانترنت ومشغل السوفتوير بتاع البلوكتشين اللي هو بيكنكت عليها اي مكانع البلوكتشين ريكوين دوشكوين اي 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 توشيو اي protonεις او مش لازم ال Morocco구 خاصة بالكرافتيا ممكن تكون America عملها شركة مثلا بتنقع عليها فايلز او بت او راننج عليها اي سيستم معين فالمهم ان النود هي الفرض الواحد في البلوكتشين اللي هو جهاز الكمبيوتر الواحد ايه يعني ايه ماينر احنا بنسمع كتير عن ناس بتتمين في البيتكوين ناس بتتمين في اي بلوكتشين يعني ايه جهاز ماينر ايه الماينر ده الماينر هو نود زيه زي اي نود موجودة في البلوكتشين بس هو نود اه وظيفتها ان هي بتعمل على الموجودة في البلوكتشين يعني لما اه في اي بلوك بيحصل له وعايزي وبيحصل له اه او في اي موجودة في البلوكتشين او في اي اي بلوك محتاج يحصل له هو اللي بيقول طب يا جماعة هاته البروك كده انا هعمله باقي على الكالكوليشن كتيرة مش عايز اتقل فيها بس الماينر هو اللي بيفيرفاي البلوكتشين معنى كده ان فيه نودز تانية مش بتماين اه في نودز تانية اوظفيتها ان هي مثلا بترقب بترقب بتاعت البلوكتشين هي اللي مقاومة البلوكتشين ذات نفسها اه فمش لازم ان كل النودز في البلوكتشين بتماين في الماينرز دي اي احد ممكن عايز يبقى ماينر بيبقى ماينر اه عن طريق معين فطبعا كل كل نود بتختلف في المايننج اه السوفتوير بتاعها عن التاني اه بس اه في حاجة تانية اسمها الكنسنسوس الكنسنسوس ده هو الاجريزم او مجموعة من الارانجمنت او مجموعة من الاتفاقات هي اللي بت اه هي اللي بتدير البلوكتشين الوبريشن في البلوكتشين يعني الترانز اكشن الفريكيشن المانجموعة بين النودز وبين بعضها كل ده مش بيتدار بصفة عشوائية كل ده بيتدار عن طريق الاجريزم معين اللي هو الكنسنسوس فعشان احنا ماشيين كده لو اتعابلنا في كلمة كونسنسوس فالكنسنسوس هو الالجريزم او سيتوف رولز اه وارانجمنت هي اللي بتدير او هي اللي بتمنج الوبريشن في البلوكتشين طيب الكاركتريستيك بتاعت البلوكتشين احنا ليبنا نشرح كم ده يعني زي ما احنا قلنا في بداية البريزنتيشن ان لو هنشرح اي حاجة لو هنشرح سيكوريتي اي تكنولوجي جديدة او وغريبة Etne Jeferinald التتكينولوجي هذه الزعائنا ليست مجددا ليست مجددا ليس مهمة بنتجانة او هي عبار عن ايه. فعشان كده وانا ماشي كده كل التكنولوجيز اللي شايف انها محتاجة شرح الاول هندي بصة سريعة كده عليها. فالبلوكتشين لها شوية خصائص او لها شوية او خلينا نسميها كاركتريستيكس. اي هي بقى الفيتشيرز او الكاركتريستيكس بتاعت البلوكتشين دي اول حاجة انها موجودين في النتورك بتاعت البلوكتشين عندهم كوبي كاملة من كل الترانزاكشن اللي بتحصل. انا عندي حاجة اسمها دستريبتتت ليتجر ده خلينا نعتبره زي ايه. وانت دخل الشركة الصبح كده الناس اللي مثلا نزام حضور وغياب فتمضي في الدفتر كده اللي انت جيت. ففي اخر اليوم كده انا بيعاندي في الدفتر كله مين اللي جيه ومين اللي مجيش. ده دي فكرة اي بتحصل في بتحصل في بتتأيد او بتتسجل في دستريبتتت ليتجر ده ما بيكونش عند حد معين. ده كل ما بيتزود فيه حاجة بيتعمل منه نسخة ويبيعت لكل النوتز اللي موجودة في في البلوكتشين. فمعنى كده انا مفيش حاجة اسمها في البلوكتشين يبقى نود عارفة حاجة زيادة عن النود اللي جنبها اا او او ناس بتعرف حاجة او ناس تانية بتعرف حاجة. لا كل ما بيحصل اي حاجة في البلوكتشين هي اا ماشي من نظام ترانسبيران فبالتالي اي حاجة بتحصل بتعمل منها كوبي ويتوزع على الناس كلها. اا اا ان كل اللي بيحصلها كريشن الريكورز والبلوكتش اي حاجة اي ديتا بيحصل لها كريشن وبيحصل لها اا اا في البلوكتشين هي مينفعش ان الريكورد تكاريت او وانس البلوكتو كاريت ما ينفعش حد يغير فيه مينفعش حد يعدله مينفعش حد يأفضيط حتى اللي مكاريت ذات نفسه الموضوع الريفرسبل ما ينفعش ان انا ارجع الوراء وغير فيه او عدل فيه وانس النهوه تكريت خلص كده شكرا time stamp ان كل الترانزاكشن اللي بتحصل بيبقى فيها time stamp block بيبقى مكتوب هي تنقلت امتى حصلها creation امتى وحصلها transmission امتى عشان برضو كل الترانزاكشن وكل كل المعلومات عن time stamp بتاعتها موجودة بمعنى ان كل النادز او كل النادز لازم يوافقوه او لازم يعملو على كل ريكورد بيتعمل فمعنى كده ان مفيش حاجة اسمها ان مثلا شوية نودز الجامعوا مع بعض كده عملوا ريكوردز وعملو له بقاعدو له اعملو كده امآه بقاعدو له اعملو ريكوردز في البلوكاتشين وقلو تحتنا كده هم يوقفين عليه لا مفيش حي اسمها كده لازم كلنا نوافق او كلنا نوافق او كلنا نفاليديد مين صاحبها موجود فين اي اي حاجة عليها علاقة بهوية الشخص او هوية النود ذات نفسها طبعا فده بيدي برايفاسي و سكيرتي اكتر لكل نود من النود بتاع البركتشين سكيرد ان كل الريكورد الوحده بيبعبار عن انكريبتد بيحصله انكريبشن فده بيزود سكيرتي لير على البركتش ذات نفسها معنى ان انا ممكن اكريت يعني البركتشين مش مش حاجه ثابته او مش حاجه ممكن حد معين اي حد ممكن يعمل بلوكتشين ويحط فيها النودز بتاعته ويبتدي يقوم بتاع بلوكتشين ويبتدي يعمل فيها اللي هو انا عايزوه عن فكرة بلوكتشين مش دايما او وليس الريكورد الوحيد لها هو هو نقل الفلوس او الكريبتو كورنسيس لا فيه فيه سيستمز في دلوقتي ابنوك وشركات ومنظمات بتاعته بتستخدم البلوكتشين عشان الداتا بتاعتها اصلاق البلوكتشين ممكن تستخدمها هي ممكن تعتبرها نوع من انواع داتا بيز فهناس بتنقل عليها فايلز بتكزن عليها فايلز بتنقل الداتا من مكان لمكان فهي البلوكتشين مش محصورة او مش مقتصرة على الكونسبت بتاع الكريبتو كورنسيس طيب الاكويسستم بتاع البلوكتشين او ايه المهمة في البلوكتشين هي زي اللي احنا قولناها قبل كده يمكن انا شرحتها بادري شوية عن بس ما حبيتش ادخل في الكاركتريستيكس من قبل ما اشرح ايه هم البلوكتش ده اللي هو عبارة عن سيتوف ريكورد هو اي معلومة انا ما عايز انقلها او اي معلومة انا عايز ادخلها في البلوكتشين بس هتجلها في ريكورد النود هي مجموعة النود الوحدة هي اي كمبيوتر متوصل بانترنت وبيرن السوفتوير بتاع البلوكتشين فبيكونكت مع النودز اللي حواليه فالنودز دي هي مجموعة هي اجهزة الكمبيوتر اللي مقاهم البلوكتشين ذات نفسها الماينار هي نود بتقدر تعمل على على البلوك طيب ليه احنا بندرس بقى فكرة البلوكتشين تنتست او ليه دخلنا نفسنا في الموضوع ده طالما الموضوع بقى وفيه هاج بقى وحاجة كتير اللي انا دلوقتي عندي بتحصل على البلوكتشين والاتاكس بتتطور كل شوية بتسبب اضرار كبيرة عن الاتاكس او الدامج بتاع البلوكتشين في سنة 2020 السنة اللي فاتت تحتى الاتاكس بوصل لتلاتة مليار دولار بسبب الاتاكس اللي بتحصل على البلوكتشين والاتاكس دي حتنا نسا جاين لها في السلطز اللي جاء انه الاتاكس وكل اتاك بيحصل على الانه ليبل فالوولتس بيحصل على اتاك كلمة دي أب دي أب دي سنترلايزد أب كل دول بيحصل على يوم التاكس وصلت التوتال بتاعها لحوالي ثلاثة مليار دولار وشوية فكرة البلوكتشين التاكس السنة اللي فاتت وصلت لمية اثنين وعشرين التاكس البلوكتشين التاكس كبير جدا في السنة واحدة فده بيبين ان الموضوع تارجيت الموضوع تارجيت الموضوع تريند الموضوع بقى محتاج من الناس اللي شغالة في السكيرتي ان هي تفوكس عليه بسبب ان بيحصل فيه فينانشا اللوص بأرقام كبيرة زي ما احنا شوفنا كده ثلاثة مليار دولار بس في سكشن واحد من السكشن تاعت السيبر سيكيرتي كلها اللي قالوها البلوكتشين ثلاثة مليار دولار فالموضوع دلوقتي بقى محتاج اللي احنا نركز عليه نفوكس عليه موضوع بقى تريند بقى مطلوب بقى ليه كورسز بقى ليه حتى وظايف منفصلة ده تطور الاتاكس بخلال العشر سنين اللي فاتت والثمان سنين اللي فاتت موضوع لحد الفين وسبعتاشر ما كانش اللي هو الاتاكس المرعبة او الاتاكس المخيفة بس بدأ من الفين وطمانتاش من اول بقى حوجة البيتكوين من اول سعر بقى مضارف في السماء وابتدت انها تطمين فيه وتدخل جامعة انفست فيه واللي بقى واللي بقى يبني بقى ريج بتطمين واللي بقى يدخل على المايننج اللي هي الكلاود سيرفزيز بتاعت المايننج الموضوع بقى تريند من الفين وطمانتاشر وبرده مع اي 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 تكنولوجيا في الدنيا بتطلع تريند فبالتالي بالتابعية الاتاكس بتاعتها بتطلع تريند هي كمان فمن اول 2018-2019-2020 موضوع بدأ يزيد و2021 برضو الموضوع بدأ يتطور وده اللي خلى الناس تبتدي تقول احنا كده بقى محتاجين يا جماعة حد من الناس بتاعت السيكورتي تبص لنا بصة على تبتدي تعمل لنا تبتدي تعمل لنا عليها تبتدي تعمل لنا يعني من الاخر هاتو الناس بتاعت السيكورتي تشتجر في المجال ده ايه هي الاتاك سيرفس او ايه هي الحاجات اللي ممكن تتضرب او اللي ممكن تتعرض للاختراك او اللي ممكن تتعرض لأي سيبر اتاك في البلوكت شين هي الترانز اكشن يعني ايه يعني الترانز اكشن بتاعت الكريبت كورنسيز من خلال نقلها لما تتنين من مكان لمكان ده اتاك سيرفس او من اكتر حاجات اللي بيحصل عليها ان البلوكت فيليدي ديشن ده هو عاملات المييننج نظره عن فكرة الاتاكس اللي بتحصل على التراني او التراني او التراني او الاتاكس اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده هو اللي احنا كنا من بداية البلوكاتين هو الناتورك. ده بيتحصى عليها وده بيتحصى عليها مختلفة وخاصة كل واحدة فيهم بيت ارجع شيء معينة. طيب لو انا دلوقتي نتكلم عن البروكاتين فانا عندي اسمه فرونت رانيج واتاك اسمه السلفش مينيج. ما هذا الفرونت رانيج؟ فرونت رانيج قال لك يا سيد ان الترانز اكشن لما في البلوكتشين لما تيجي يحصلها كريشن ليس على طول ليس على طول ليس على طول ليس على طول لا الاول هي بيحصلها ترانزميشن ما بين النود بتاعت البلوكتشين كلها يعني انا مثلا محمد دفع ثلاثة جنية لان احمد دي احماد لازم هتلف على النود ذو كلها الحقق يا جماعة محمد دفعت اجنيه لامد كل الناس لازم تعرف وبعد كده بالترانز اكشن اللي هي اسمها محمد دفعت اجنيه لامد لان نقول عليها اكشن اكس اكشن اكشن دي هتدخل بول اسمها البنديج ترانز اكشن دي اللي هو ايه الترانز اكشن لسه ما عملناش عليها محطوطة في البندنج اللي هي ايه لسه مبصناش عليها طيب وهذه كده لما بيحصل لها لما خلاص لما بنسحبها بقى من البندنج ونبتدين بروسس عليها بيحصل لها بعمل بيها بلوك والبلوك كده بيتسجل في وبعد كده بيتبيعت لنا كلنا طيب فين اكبه في كده قالك دلوقتي ان الترانزاكشن بتتسحب من البندنج علي اساس ايه ما انا عندي صلي على اساس ايه ان انا عندي ارباع عشرة بن نفسي انا لومان هسحبٍ علي اساس ايه؟ منا هذا احد ايه؟ لست ايه ايه؟ لست ايه ايه لانواناد ايه؟ لانوانا كنت تحسب بألغوريزم معين او بروتوكول معين قالك ايه؟ قالك لاني هيعده الاول هو اللي هو الغالبه الاكتر او هو اللي يعني ايه بنزاب شخصي اللي عشان تعدي واللوك في الترانزاكشن بتبقى الهائر فيه يعني بمعنى ان الفيز بتاعة الترانزاكشن فيز اه او المبلج او الفلوس اللي فيها اه بيدلها اعلى من الاقل بمعنى ان انا دلوقتي محمد دفع تلاتة جنيه للاحمد ومثلا عبدالله دفع عشرة جنيه لحسام لا يبقى بتاع عبدالله حسام دي هي اللي حصلها بروسس الاول لانها الاعلى لان هي اعلى فين ايضاك بردو فكذا انا دلوقتي كااتكر عايز ايضاك الجزئية دي فانا بعمل ماليشيس بقول ان عبدالرحمن دفع خمسين الف جنيه لابراهيم مثلا فكذا بالنسبة لي وابتدي اعمل من الترانزاكشن دي. فبالتالي الترانزاكشن الحقيقية بتاعت احمد ومحمد وابراهيم وعبدالله والناس دي كل دي هتتأخر والترانزاكشن دي انا اللي هتتبروسس الاول. الترانزاكشن بتاعت انا فيك. ومش حقيقية ولما يجي فلاتيت عليها مش عارف فلاتيت عليها. بس انا كده عملت زي ايه? عملت زي ممكن تقدر تعتبرها دينالة ممكن تقدر تعملها. ان انا منعت ان الترانزاكشن بتاعتهم دي يحصل الله بسبب ان انا كان تحتها خلص لان انا عملت او دخلت الترانزاكشن كتير قوي في البول بتاعت البندنج ترانزاكشن بفلوس اعلى او بفيز اعلى فبالتالي دول خلاص نزلوا تحت خلص معاني ايه? هيحصل لهم لما الترانزاكشن تحت انا تخلص الاول. فابتدي اعمل عليها فرد فممكن انا امنع ترانزاكشن كاملة من انها تحصل لمدة يوم او يومين او ثلاثة او عدد اي 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 اكس عدد من اي ايام او وقت لوقت معين بسبب ان انا عمال بدخل في البلوكتشين ترانزاكشن بهاير فيز اعلى فبالتالي هي الي هى يكون لها اعلى. طبعا الماينرز هم اللي بيستفيدوا بالكلام ده او الماينرز هم اللي في البوزيشن احسن اللي هم اللي يتخليهم يعملوا الفرونت رونينج اتاك ده بسبب ان هم بيكون ليهم غرض معين طبعا الموضوع ده ممكن يميك بروفيت اكتر للماينرز ان هم بيتحكموا بقى في الترانزاكشن اللي بتحصل وتحكمه في الريوردينج سيستم بتاعهم فبالتالي اكتر الناس بتعمل الموضوع ده او الهي اللي هم اللي هي الماينرز. طيب ايه الماينرز هم اللي مش اتاك واحد او ماشو بتعمل بريسبكتف واحد بتعمل باكتر من سيناريو في سيناريو سيناريو في سيناريو في سيناريو كل السيناريو طبعا مختلفة على التاني بس انا مش عايز اتخل في تكنيكالية في زيادة في موضوع بسعب عشان لو في اي حد اول مرة يسمع الكلام ده. بس انت ممكن تاخذ للسيناريو زي اللي انا قلت عليها دي وتصيرش عليها. عشان تفهم اكتر الاتاك ده. تاني حاجة السيلفش مايننج. السيلفش مايننج ده اتاك وفي ناس بتقول عليه او في ناس بسميه تانية الوزهولدنج اتاك. ايه الوزهولدنج اتاك ده? ان ده ده بتبقى ان انا بدخل اااااا او ان انا بضرب الانتجريتي بتاعت البلوكتشين بمعنى ان انا احنا احنا انا انا مينر وسط النوتز اللي موجودة في البلوكتشين فدلوقتي كل واحد فينا بياخد وبيفاليدات عليه وبعدا بيفاليدات عليه اه بينقله للي جنبه. في يعني انا خلاص انا اللي جنبي قال لي انا خلاص خد محمد دفعت 3 جنيه لاصمد. انا فالسلفش ميننج بيحصل ايه ان انا باخد الريكورد وخلي عندي وما بعملوش ما بعملوش بروتكاستنج لبقيت المايننج بول اللي في البلوكتشين فمعنى كده ان انا ببتدي اكون عندي وما ببعتهاش او ما بعملهاش بروتكاستنج في البول فده بيخليني يعني وخلاص يعني انا هو اللي جنبي ادالي الريكورد ومش بيكلم اللي جنبي يقول له محامل بعتلك الريكورد خلاص كل واحد بعت الريكورد اللي جنبه خلاص بينساه ومالوش دعوه ونبتدي نعمل كده في ترانزاكشن كثيرة فبالتالي انا ببتدي اكون عندي بلوكتش كثيرة وبعد كده بقوم باعتهم بحيث انه يكون السورس بتاعهم انا فانا انا بعت عندي مثلا على طوق يعني عدد كبير كده من البلوكتش فبالتالي ده بيزود حاجه اسمه البيو اف البيو اف اللي هي البيو فورك ده لانا اكتر واحد او اكتر بول عاملة فالريكورد في البلوكتشين فده بيزود نسبة الربحة وبيزود الفينانشل ريورد بتاعتي انا كماينر فده فكرة السلفش مايننج او ده السلفش مايننج اتاك ثاني حاجه الاتاكس او الاتاكس او الفلوز او الفانرابيتز اللي بتحصل فيه البلوكتشين نود اول حاجه المسكينفجريشن احنا اتفقنا ان النور دي هي كمبيوتر زي اي كمبيوتر في الدنيا فبالتالي اه هو عامل انستول البلوكتشين سوفتوير فبالتالي زي اي اي امبليميتش في الدنيا بيحصل فيه مسكينفجريشن زي ان انا سعى ان انا مثلا فيه او تعمل بتعمل او بتعمل او بتعمل او او بتعمل او بتعمل او بتعمل للاستريم سوفتوير فالotherium سوفتوير في الممكن البورت بتاعته بتاعت الار بسي بتكون مفتوحة على تمانية اربعة اربعة اخمسة اه ممكن لو انت عامل تقوم بإكسبوز للبورت دي على الـ public internet أو على الـ public connection أو مش عامل لمن يconnect عليها ممكن أي حد يدخل ويسرق الـ private keys والـ cryptocurrencies بتاعتك ودي شوفناها في الـ text كتير جدا أن حد سرق أن الـ attackers يسرقوا الـ private keys والـ cryptocurrencies من Wallets الآية له عشان مثلا ممكن تجد المشأن بيس اجل كثيرا public الـ pinnets public على الـ internet وليس محطوط عليها اي محطوط عليها اي محطوط عليها على الانكومنج او الاؤتجونج ترافك فبالتالي اي حد كأنك انت فاتح باكدور للبلوكتشين بتاعتك حد يدخل يسرق البرايفيت كيز والكريبتو كناسيس كلها. تاني حاجة بمعنى ان هي البلوكتشين هي بمعنى ان هي مش ايمة على نود واحدة او مش ايمة على جهاز واحد هي بلا ما يمنعش ان انا ممكن ادخل يعني اعرف النودز اللي موجودة وبطرق كثيرة وبالتالي ابتدي لو كل نود منهم وقعت بسبب دوس اتاك او دي دوس اتاك فبالتالي البلوكتشين مش هتقع بس هيتأخر شغلها هيتأثر البرفورمانس بتاعها وممكن اتسام ليفل لو ما قدرتش تدخل نودز تانية او لو ما فيش نودز تانية ممكن هيدتشين ذات نفسها ا 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 م على الوزر الوزر يدخله. الوزر يدخله هم الترانساكشن. فبالتالي ممكن يبقى لانه هو مش بيفالديد اي حاجة من الوزر الوزر يدخلها. فبالتالي ممكن الوزر بدلا ما يدخل ممكن يدخل ماليشيس كود او او يعمل او زيها زي اي مش بيفالديد الوزر فبالتالي انا بدل مكتب او بدل مكتب كلمة معينة في السيرش بور لا ممكن اكتب مسلا جواسكريبت سكريبت او ممكن اكتب مسلا فبالتالي الوزر الوزر مش بيفالديد الكلام ده صح ولا غلط فبالتالي هي هي نفس فكرة هي هي نفس الفكرة هنا في الماليشيس داتا ان مش بيفالديد الوزر مدخلها وبيعتبر ان هو على طول اليوزر هيدخل داتا صح بس اليوزر ممكن يدخل ماليشيس داتا ويحصل اي انجيكشن اتاج المالوير انفكشن زيها زي النود زيها زي اي كمبيوتر عادي ممكن يجي عليها مالوير والمالوير ده يبتدي يضرب اللي شجال على دي ويعمل اي ماليشيس فنكشن على حسب المالوير هو ديزين دي وهو ي شver؟ الدابل الس well of mainstream attack هي فكرة ان انا اااااااااااااااااااااااااااااااااااوا است uploading مع Local فانا ااااااا خلاص انا استطعت ان ان انت Watcher Bars FB stays for igence وقال لك حسابك كام hell which is Well i was in 20$. فاانت اديتني اي لان 20$. ولحتاناكم انت gagner 20$ لتا ديزين دلور سالت μια decide if you need money'd to go to youkub go to the bank انا song that you need high ticket 48$. اهتنا 20$. او انت ممكن تقول ان تنسيت او انت مسلا ممكن مخطيش بالك فتقول مديلي عشرين دولار تانية فانا كده ست منك ثمن الحاجة مرتين نفس الفكرة بتحصل في الهكر بياخد من ويبتدي يعمل ويبتدي يطلبها تاني او يبتدي يعمل لها بروتكاستنج تاني او يبتدي يبعثها تاني للريسيفر ويطلبها منه تاني ده ما بيحصلش في البلوكتشين الكبير زي زي البيتكوين وزي السريم وكده بس بيحصل في البلوكتشين الزوارة كان في بلوكتشين اسمها فيرج بلوكتشين اسمها فيرج بلوكتشين البروكتشين دي من الدارة تاني دولار في دولار خصرها حوالي ثلاثة مليون دولار في ثلاثة اثنين اتاك سيحصل في اكتر منصورة سيحصل في اكتر منصورة مثل الـ 51% اتاك والفايني اتاك سيحصل في اكتر منصورة فقط هذا ، هذا هو القصد مثل التصل بتحصل مرتين. سنة ناحية هي نفس التصل بتطلب مرتين لتتصرف مرتين لدينا تكون بتحصي مثل أقل التاكس للمعاني anych connection يعني ، الرح foto بالنتورك اللي بتربط النوتز بينها وبين بعضها. لا مش على النوتز نفسها او مش على الجهاز اللي هو بتاع النوت نفسها. لا النتورك الربطهما بينهم وبين بعضهم. ايه هو الاكلب ساعدتك? الاكلب ساعدتك هو العبارة عن بير تو بير نتورك. انت متوصل بالجنبك متوصل بالجنبك فكرة بير تو بير. فدلوقتي الاكلب ساعدتك هو ان الاكتكر او الماليشيس اكتور بيدخل النوت باكتر او بيدخل النوت بتاعت البلوكتشين او بيدخل النوت بتاعت البلوكتشين باكتر من جهاز باكتر من اكاونت باكتر من اي بي. فبالتالي بيبتدي يكون النوتز كثيرة هي اندرهيس كنترول هو المتحكم فيها. مثل انك مثلا دخل الفيسبوك باكتر من اكاونت. فانت دخل معك عن 10 اكاونتات. فالعشان اكاونتات تحت تصرفك انت. هذه نفس الفكرة اللي هو بيبقى عنده اكتر من نوت. اكتر من نوت دي تحت تصرفه هو. فبنيجي بقى فكهة بير تو بير. هو دلوقتي بيجي تارجت نوت معينة او بيجي تارجت يوزر معين. هو معرفوه بس هو عايز ياخد عايز يتارجت نوت معينة. ايا ما كان بقى من صاحبه. فهو بيستنى لحد الكنيكشن بتاعته ما تحصل معاها او هو يبقى هو بير تو بير معاها. ده بيحصل امتى ده بيحصل لما السوفت وير يحصل له ريستورد. سواء حصلوا ريستورد معا طريق النوت ذات نفسها او مثلا حصل ديدوس اتاك على التارجت فاضطر ان هو يريستور السوفت وير او بيستنى لها ان ما تحصل بطريقة عادية النوت اللي حوالي مثلا ممكن تطلع من النتورك. فبيستنى لحد ما يكونيكت معها. المهم ان هو بيبتدي الاتاك اول لما النوت اكس تبتدي مع النوت بتاعت الاتاكر. فتبتدي النوت بتاعت الاتاكر هي اللي تحوطها من يمنها ومن شمالها. ما خلاص من ان تعملها تبتحي الكنيكشن معنا. واحنا اللي بقعنا حواليك. فهو على نوت عادية. بس في الحقيقة هي كلها بتبقى تابع الهكر او بتبقى تابع الاتاكر. فبيبتدي ان النوت اكس دي وقعت وسط نوت كلها تحت تصرف شخص واحد او تحت تصرف ماليشيس اتاكر. فده لما انا بكنترول نوت غريبة في البلوكتشين فبيبتدي ان انا اعمل بقى اي اي ماليشيس اتاك من خلالها زي الو سبيند اتاك او زي زير كونفرميش اتاك. المهم ان انا هنا في الاتاك انا وضعت سيطرتي على نوت من النوت بتاعت البلوكتشين. خلينا نوت اتنين اتاك نتكلم في الاتاك. الاتاك هو هو نفس الاتاك ان الاتاك بيدخل البلوكتشين باكتر من نوت واكتر من اكاونت واكتر من اي بي بس هنا الاكليبس اتاك بتبقى نوت واحدة. هو بيتارجد حد واحد عشان يكنترول عليه. انما السب الاتاك بتبقى الجرد منه او الوبجيكتف داعه النتورب كلها. فهو الجرد منه ان هو يعمل مالتبال اتاك بمعنى ان هو هيسيطر على النوت دي واللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها يدخل بمساب نومبر. انا هو يقدر يسيطر على البلوكتشين او على القدر الاكبر من البلوكتشين فيديه سامحية ان هو مسلا اااااااا يقدر يرفيوز او او يترانسميط البلوكتشين او he هو معاك العدد الاكبر من النوت فانت بالتالي ليك الكلمة الاعلى وبالتالي ممكن تقبل بلوكس اه ممكن ترفضها ممكن اه فبالتالي هو هو الصاحب الكلمة او صاحب القرار في بعد القرار ما كان لكل واحد او لكل فرد او لكل نوت في كل واحد بيكارر بنفسه لأ بقى هو صاحب القرار له ان هو اقبر عدد من النود في البلوكتشين هي تحت التصرف. خلينا بقى نرجع للاثنين اللي احنا نقطناهم اللي هما البرتشن اتاك والدلي اتاك. الاثنين ده نوع من نوع اتاك كبير او الامبريلة كبيرة اسمها الروتنج اتاكس. الروتنج اتاكس دي امتى البرتشن والدلي اتاكس دي بتحصل او الروتنج اتاكس ده بيحصل. ده بيطارج الارج مايننج فرم يعني لو انا عندي فرم بتاعت مايننج كبيرة منظمة بتعمل مايننج او داتسنتر كاملة بتعمل مايننج كبيرة زي ما احنا نشوف في بعض البلاد منها كان المانيا كان لسه كان لسه سيطارين برضو او لسه كشفين على داتسنتر كاملة او مركز كامل كان بيعمل مايننج فاللورش فيبان دي بتبقى خلاص انت بتبقى تحت انت بتبقى من ISP فانت النوتز بتاعتك كلها طرعه من ISP واحد او من ملتبل ISP بس المهم ان انت خلاص بقى انت تحت تصرف ISP لان النوتز كلها ما تجمعه في مكان واحد انت مش نوتز افراد في اماكن مختلفة حوالين عالم وكل واحد منه طرعه من ISP مختلف لا انت انت داتا سنتر كاملة فالاجهزة كلها تحت تصرف ISP او اثنين او ثلاثة فانت بقيت معرض الاسب اتاك ده هو ان ISP اه يقدر يعمل او يقدر يقسم البيتو بي نتوورك دي عن طريق ان هو يعمل هيجاكينج لي اه اللي هي متوزعة عليها بمعنى اي طيب بمعنى ان دلوقتي عندي النتوورك بتاعتي بتاعت البيتو بي نتوورك كلهم ماخدين ايبايات ممكن بقى من رينجز مختلفة كل جروب طالع من انا يقدر يدلي من و الى وده بياخر وده بيعمل دلي في وبيعمل بطء في حركة الترانس اكشن وده بيسبب طبعا اما بيسبب خساري اما بيسبب ان في ترانس اكشن بتتعملش كده يعني الدست اتاك بقى هو الغرض منه ان انا باع ان الاتاكر ما بيبقاش عايز اي حاجة جاري ان هو عايز يعمل دي اناميزيشن للطارجد نفسه للنود نفسها عايز يعرف الادرس بتاعها فين عايز يعرف مكانها فين عايز يعرف لو حتى يقدر كمان يعرف مين صاحبها طبعا اي معلاء دي اناميزيشن هو دي فكرة بقى الدست اتاك الدست اتاك قوته في ان هو اه لو اتعامل صح ممكن يقدر يعمل دي اناميزيشن لصاحب النود ذات نفسها ودي اللي في اجهزة امنية كتيرة بتعمله عشان تعمل دي اناميزيشن للناس اللي بتمين في اه اللي بتمين في ملوكتشين معينة او عايزين بعني عارف مين اللي ثنت على اه اللي بتمرق فكرة الحاية كذلك لانا ببعت جزء صغير جدا يعني لانا ببعت 50 قرش الواحد هي دي فكرة لانا ببعت ترانزاكشن صغير جدا لعيز على تراجد في الاطارجت الاولي فانا بابتدي اعمل لها تراس واشوف هو هيتصرف فيها ازاي في السيناريوهات معينة انا بقدر اتتبع الترانزاكشن ادرس فهو خلاص هو اخدها بس ادسان بوينت هو عايز احاولها فلوس فانا ببتدي اتريس الادرس ده هو مسلا راح على بلاتفورم معينة حاول يفك وحاول يبيع فلوس مسلا على بلاتفورم مثلا زي باينانس زي اي من كان البلاتفورم اللي هو عايز تصرف من عليه فبتدي اعرف مين الويوزر اللي استخدم الادرس او مين الويوزر استخدم الترانزاكشن فبتدي اعمله دي اه اه انت جبتها منيني يبقى اكيد انت اللي بتدير النود اللي انا بعتت لها اصلا الادرس ده فبتدي هنا اعمله دي اه ففكرة دست اتاك مثلا انا ببعت اللي انا ارمي فلوس في الشارع وحاطت عليها جي بيس حاطت فيها اه حاطت فيها تشيب بالتامل تراكيج فحد خد الفلوس من المكان ورح صرفها اه فخلاص انا كده اعرفته ان هو خدها ورح صرفها الموضوع كله ايما على فكرة الهاشنج والكيوبتوغرافي بين البلوكاتشن وفي البلوكاتشن نفسها وفي الكنسنسوس نفسه لازم تبقى فاهم ايه البلوكاتشن اركتكتر والستاندرز مش هتعرف حاجه انت مش فاهم هي اصلا عبارة عن ايه لازم تبقى فاهم ايه الريسك اساس مت او ايه الريسك اللي بيجي على البلوكاتشن على مستوى النوتز على مستوى النتورك على مستوى البلوكاتشن لازم تكون عارف البلوكاتشن اتاكس والاتاكس على كل ليفل لازم يكون عندك او تكون فاهم بتاع البلوكاتشن هي ازاي بحصلها ازاي بتضار ازاي بتشتغل ازاي بتتحول وبينها وبين بعضها لازم تفهم التطبيق ايه السمارت كنتروكتشن والاتاكس بتاعته نحن نسينا نشرح ايه هو السمارت كنتروكتشن كان ده كم التعريفات المهمة اللي انا كم ممكن اقولها في الاول عشان كنت مركز على التعريفات اللي احنا نستجدمها بقترة زي الريكرد والبلوك والنود والماينر والكالكاتشن والكلام ده السمارت كنتروكتشن عبارة عن البروغرام بيكون موجود في البروغرام ده في بمعنى ايه انا بكون نعملها من الاول او بيكون معمولها هي من الاول الكنفجريشن ديه لما بتحصل او الكنديشن ديه لما بتحصل بيقدر يعمل اوتوميت للاكسكيوشن بتاع الاجريمنت ما بين كل النود من من الغير بقى ما نرجع لفكرة او من الغير ما يكون فيه اي انفولفمنت من اي نود تانية وانه هي اتوافق وانه هي اتوافق وانه يجنب الوقت الضيئ وبيوتوميت كمان الوركفلو بس ده تحت معينة هي بتكون متحددة في الاسمارت كونترك ده عشان انا انقل ترانزاكشن وعمل لها اوتوميشن في كل حاجة بس تحت ظروف معينة او تحت الكنديشنز معينة لما بتتوفر اقدر اعمل اوتوميت للموضوع ده الاسمارت كونترك ده عشان انا لازم اكون عارشة برضو لازم اكون عارف في البلوكتشين الفيتشورز بتعتها يخيص الريسك بتاع كل المقال زي فكرة الانونوزاشن تلقى على التك بيعمل الي فكرة الاننوزاشن بيعمل ظه فكرة الانتجريتي بيعمل يدرب الانتجريتي زي السلف ماينج لازم اعرف كل المقال ويه هي الريسك بتاعه الكورسس اللي انا عرفها اللي موجودة عن عن بلوكاتشين سيكوريتي فيه اثنين اول حاجة بلوكاتشين كونسل عمل كورس اسمه cbsb اللي هو بلوكاتشين سيرتفايد سكوريتي بروفشنال وسنز عملها كورس اللي هو خمسة خمسة اربعة بلوكاتشين سمارت كونتراكت سيكوريتي طيب كده خلصنا من كونسبت بقى البلوكاتشين كلها ندخل على الكونسبت الاكبر او او الحاجة الاشهر في البنتست او الحاجة الابتر تداولا في البنتست هي الويب اي بي ايز كل دول واحدة او كل دول بيتخطو في كاتيجري واحدة ايه هي الكاتيجري دي بتحصل عليها برضو زيها زي ايه تكنولوجي لا ما بتحصلش على مكان واحد ومتقصرش على حتة واحدة لا ده انت بتفكر اللي انت بتقسم ده ميت جزء وميت وميت حتة وكل حتة او كل جزء ليه معينة او ليه دخلة معينة اللي بينفع هنا ما بينفعش هناك بتفكر في اكتر من واكتر من كل ده انت لازم تكون اه بتفكر بطريقة جدا عشان تقدر تكون عندك مستدولوجي اه تخليك اه تكفر كل الابليكيشن لان الابليكيشن ده مش كنبوننت واحدة الابليكيشن ده في في ويب سيرفز وباك اند وفي الويب سيرفر ذات نفسه في الابليكيشن اللي موجودة من الابليكيشن ذات نفسه في في حاجة كثيرة جدا فانت لازم تكون عارف او تكفر كل ده مش تكفر الابليكيشن اللي قدامك بس وخلاص طيب اول حاجة انت بتفكر فيها في في الويب او اصلا الويب بنتست بيمشي ازاي بيمشي ان انت لما بتقعد مع او لو هو فريلانسنج او لو هو باجهونتنج او اي من كان طبيعة البروجيك انت وقده ازاي اا اول حاجة يعني مش هتقدر تبدأ تست بيكون عندك اسكوب حتى لو حتى لو البروجيكت بلاك بوكس فانت نزعل جديد عندك اسكوب فانت هو يقولك اي شوف مثلا اي من اسمي شركتا اي من اسم كل شركات المسلا Pumped اللي هتقدر توصلها اي شوف كل الato Cane alright ون Начرب يبيعك انظر كل الوطن lady services يمكن ان اصرف عن مجال هيدي لك الURL وكده او الدومين فالمهم اللي بيكون في سكوب فانت خلاص انت هنا بكلام في مرحلة انت قدرت توصل الى سكوب او الى سكوب معك فبتفكر في الاول اول حاجة ما بتديش تدخل تقبط في الوب بيجيش انا عطولة ما بتديش تدخل تدخل في بيلووتز او التاكس معنا انت مثلا بتبتدي دايما او في فادي تستعمل لازم تبتدي بالريكنسس الى انت بتدي تفهم او قدرت كنت المطرح هى شغال ازاي بيشتغل علي بيكون اجتماعي او 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 الثانية وهي مفتوح او ها هى مفتوحها مفتوحة فتبتدي عندك ميثدولوجي في ميت مليون ميثدولوجي بص عليهم كلهم وبتدي كون انت الميثدولوجي بتاعتك ما فيش مشكلة لو انت خدت ميثدولوجي بتاعت حد بدأت تطبع بيها الاول بس اتسان بوينت هيبقى الاحسن لك اللي انت تكرافت ميثدولوجي تكون انت حاد بتشتغل بيها مرايحك شايف ان دي افكتف اكتر مثلا ففي المابنج انت بتبتدي تشوف مثلا اول الدومين من اللي انت واجده ده هل في ساب دومينز ولا لأ ساب دومينز ممكن تيجي او اللي انت تدور على ساب دومينز ممكن تيجي بطرق كتيرة جدا زي اللي انت مسلا بتعمل ببروت فورسين بعسمية ساب دومينز معروفة زي مسلا بلوج.x.com admin.x.com vbn.x.com ابي اي دوت اكس دوت كده يعني بتعمل بتشوف اه بتشوف اه في موقع كثيرة بتدي اسم الدومين بتقول لك اسامي السرتيفيكات اللي طلع اه فتشوف مثلا هل الدومين ده في اي اه بصاب دومين تاني ولا لأ بتبدي بتدور في سرج انجين في في البيك دي اس اه بتشوف اه بتشوف اه بتشوف اه بتشوف اه تشوف اه بتشوف اي اه تشوف اه بعد كده بتبدي اه خلاص انت وصلت للدومين والسبدومين بتبطيط بقى مرحلة تانية مما راحل او المابينج هي فكرة انت تشوف هل في بقى اي اا 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 يعني مسلا انا دلوقتي اا بتست لقيت انها بتست على ويبسايت اا اا با اا اا با اي معالة معين زي مسلا ورد بريس ولا جملة ولا اي مكان اا اا ليه فرجن اسمه اكس 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 واحد اتنين دول ثلاثة طب الفرجن ده ادور علي هل لي اي اا 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 هل بي اي اكس اكس بلويتس مثلا ابتدي ا ابدي ادور على سرش في السرتيثة ابدى اشوف اعمل التكنولوجي التي شغل عليها الوب ابي كيشن ده بمعنى اي التكنولوجي بمعنى لنا الوبوب بليكيشن ده اي معلوف المورك معين يشتغل في مثلا LCDN بتاعته نوحة A اللي تشتغل بأنه تكنولوجيا مكتوب بأنهي مكتوب بأنهي مكتوب بأنهي مكتوب بأنهي عمل عمل إنتجريشن مع نوحة A طب الفرجن بتاعهم كام فدي فكرة مثلا لو قدر أعرف نوحة A مثلا A.I.S ايما كان بأنه أعرف نوع ال back-end هل في ما بينهما بين ال back-end لو في مثلا proxy لو في واف لوت بالانسر كله نوعه ايه مين الفندورز بتاعتهم فكل دي تكنولوجيا بروفايلينج ببتدي ادسكوفر الاند بوينج اللي انا ببتدي اعمل بقى كراولينج للأبليكيشن ذات نفسه وبتدي اشوف اند بوينج كديدة ببتدي مثلا لو فيه مثلا لو هو بيكونكت على اي حاجة ثابع كلاود اا لو اي او اي كلاود بروفايلة زي مثلا ال اي دابيو اس سري اس سلي باكتس ابتدأ انمارية الكلام ده كل الكلام ده اا بخلصه في انا خلي بالك انا هنا لسه ما عملتش اي اتاك او اي بنتست على الابليكيشن انا لسه بس بتعرف عليه بفهم حدوده اا فين الباوندرس بتاعته اا ايه كل الحاجات اللي بيكمنيكات معها سواء الحاجات اللي تابعه وسواء الحاجات السيرد بارتي بتاعتهم اللي هم موجودين فين فانا لسه ببتدي هنا بجمع المعلومات في المرحلة انا ما بتعاملش مع بيلودز اطلاقا ببتدي بقى اشوف كلاود سايت كنترولز زي اللي انا بشوف الا اا زي ببتدي بقى اشوف الحاجات اللي بتخص او الاتاكس اللي بتخص مثل client site مثل cross-site scripting css injection تست الweb sockets browser storage cross-site script inclusion تستيقظ هذه الأشياء هنا لا أريد أن أشرح web and test هناك أشياء كثيرة تشرح web and test أحسن من الكلام أو هناك أشياء تبقى مخصصة تشرح web and test testing هناك أشياء كثيرا ما يحدث في الweb and test الثالث حاجة تستيقظ عليها لو أنا الweb sockets عندي في login الوجن يحدث بأي طريقة بدأت خليز المو باسورد login بsecret key وAPI key login بsecret token أي من كان طريقة الوجن الوجن بها فهي اسمها authentication mechanism أنا لازم تستيقظ الاثنتيكيشن الميكانيزمي دي عشان أشوف هل في أي طريقة آآ هقدر أخذ هقدر مثلا أخذ طيب في أي طريقة بعدي طيب في أي طريقة إن أنا أبريتش أبريتش زي أن أخذ مثلا فمثلا بتستيقظ هل مثلا ده بيسمح اليوزر مثلا يدخل مثلا باسورد اه بيكون فيها اه اه بيكون فيها اه اه الويب ساعد ده بيشتاجة فبالتالي اه اه هتتنقل في صورة هل في مثلا أي طريقة اه ميكانيزم زي مثلا اه الممكن من خلال العظام اه او اوصل للداتابيز اللي بيثنتيكات من عليها اه تست ال 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 في حاجات كثيرة جدا بقدر اشتجالها او اقدر تست عليها اه في ال ميكانيزم عشان اكافر حتة اللوجن او اه كافر الفونتشن Nice ell authentication في ال活 component ذات نفسها ال هي ان الاكاونت ده اه ايه بيقدر يوصل ليه فبالتالي لو فيها اي حاجة مثلا هو مش بيقدر عليها هل هنا على طريقة لان يضع mail اه عليها ولا لا فيه اي موجود هنا ايه هي المتاحة او اللي معاملها في الابليكيشن ده فبالتالي انا اقدر اشوف هل اقدر اعديها ولا ده كل يوزر السيشن بتاعت اليوزر هل فيه مثلا سيشن فيكسيشن اه في الابليكيشن ده هل فيه اه امكانية ان انا اقدر اعمل سيشن لو خدت التوكن او كاتل بتاعته وعملت لها صميت عندي في البراوزر والفي البروكسي فقدر كده اخد كنترول على السيشن بتاعته اي لا ازاي الابليكيشن بيهندل السيشن اصلا اه 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 اللي هو معمول في الابليكيشن عشان يهندل السيشن او اليوزر سيشن كل ده انا لازم بتاعت عليه اه عشان اقدر اعرف هل فيه اي طريقة حد ياخد اليوزر اه سوري حد ياخد السيشن بتاعت اليوزر اه ولا لا اه الابليكيشن دي اللي هي زي ما احنا كنا منتكلم في البراوكتشين اللي هي ما بتعملش اي على الابليكيشن او اه او الابليكيشن الابليكيشن الاسكومي الاكبار اي حاجة الابلتناول فيها بيصميت في الابليكيشن عن طريق اي انبوت فيلد الممكن يبقى اي تكست في الدرام اции فالابليكيشن فهي اسمها input based flows او input based vulnerabilities دي اي مكان بشوف ان هو بياخد input من اليوزر لازم اتست الطريقة اللي هو بيهندل بيها اليموت بتاعت اليوزر ده هل هي طريقة secured ولا لا الكريبتوغرافي او الانكريبشن بتاع الابليكيشن هل هو بيتعامل بويك سيفرز ولا لا هل هل مثلا السل اللي بيستخدمه في الاتش اي تي باس كونيكشن بتاعته هل هو مثلا بيتعامل بفيرجنز القديمة ولا لا فالفيرجنز القديمة دي ممكن يبقى ليها فبتشوف بتشيك برضو الكريبتوغرافي او بشوف الانكريبشن بتاع الابليكيشن هو موجود ثم هو شغال ازاي هو ايه او ايه الميسوز اللي انا ممكن اقتاج بيها اه حتة الكريبتوغرافي بتاع الابليكيشن الا ايه والويبسيرفيز انا ببتدى اشوف ايه الا ايه والااا الابليكيشن عامل معهم فببتدي اه فكل ايه ده بتعمل معنا الساس ان هو واحده بقى بتشك برضو في الاثنتيكيشن بتشك الكتير الاصبع والاكسس والاودبوت بتاعته اه التوكنز بتاعته زي مسلا زيبتوغرافي تاكن وان انا اعمل انجيكشن في الالمنتز بتاعتها لها اتاكس اكتيا فتعامل مع الابي اي كان انه ابليكيشن مفاصل تماما برضو ليه انتبوينت وليه لوجين وليه كل حقيقة بتعامل برضو عليها والابيكيشن بيبقى ليه حال مثلا هو اه الابي اي ده انهاوس ديفلومنت ولا اه هو اه اسمه ده ليه فندر معين زي الابي اي جي بتاع جوجل فانت ممكن تتعامل برضو اه ان مش انت اللازم انت تكون مكارية الابي اي كله بايدك ممكن تعمل بفندور اه بيز اي بي اي ويب سيرفزز نفس الكلام بتعمل واشوف الوزد الفايلز واشوف هل انا اقدر اعمل فيها او اقدر اخد اكسز اه او ان اصراز اكسز من عليها وغيرها كتير فالابي اي ويب سيرفزز زيها زي اي كمبوننت في الابيكيشن ما ينفعش تعدي من جير تستنج الاسمه هي فكرة الروز و البيفليج بتاعت اليوزر هو ليه اكسز اي اي صلاحيات و البرميشن بتاعته الفرق بين اليوزر العادي والسوبر يوزر والادمن والسوبر ادمن مين بيبص عليه مين مبص له. هل في اي طريقة انا اعمل فيها لان عالي الصلاحيات سواء كانت من تاجح الفرق بين اليوزر اخد اي اخد اي او تاخد حاجة ايوزر تاني في نفس مستوية او في نفس الصلاحيات بتاعدي. فقط بالتدى بتاعته هو مش بالدادة بتاعته او ا اعمل اصعد صلاحيات المستوية ل penser يوزر عادة امبق ادمن او او بروت او اي حاجة اعلى مني فبالتالي اخد أكسس على اعلى مني هذه هي فكهة سكيمة ازاي الابريكيشن يتشك او ازاي الابريكيشن عاملة فبالتالي اقدر اسم ح Local Syns امشي super Multi Basic الوب سيرفر الويب سيرفر الويب ما ينفع ما انك تستEm Familiate سيساعة فيهض البيتفال في الوين بريتنج دوليكmetros نفسه سواء في الجرا alcohol ممكن البيتفال سيرفر ما كان الم港歹 doctor بالتأكيد الت Jonith يكون مثله الموضوع الليلة على بورتس تانية غير الويب فممكن اكسبلويت الويب سيرفر من خلال البورتس دي وبالتالي بعد كده ابيفوت بقى من من السيرفز دي للسيرفز الويب وبتدي اعتك الويب من ناحية تانية عن طريق الويب سيرفر فالويب سيرفر كامل من من الابليكيشن لازم اه لازم انا بالتالي دي بتاعت الويب باختصار طبعا انا مدخلتش في اي انا انا بتاعي من اول مش عايز اتكل في اي حاجة او اه ما اخدش اه ما اخدش البرزنتيشن ناحية او تجاه اه تراك معين اه كل التراكات هي عبارة عن عشان اللي لسه ما يعرفش يعني ايه سيبر سيكورتي ما بيعرفش احنا اما بقى لو حبت تتعمك في كل واحدة من دول فلا دي قصة تانية بقى هنبتدي هنتكلم عليها في الاخر اللي بتاعت الويب سيكورتي او الويب تيستنج او الويب تيستنج او الويب سيكورتي عامة تكون فاهم ايه اهم حاجة لازم تكون فاهم الويب ابول كو لازم دول فلا بجشان كل الفورنابيتس بتاعت الويب بيتس لازم الاخطاء اللي موجودة. اه تكون فاهم الوب تكنولوجيا بين بعضها الابليكيشن بيكون مكتوب مثلا بالجاوفا غير المكتوب بالجانجو تبقى فاهم الوب تكنولوجيا ذات نفسها. فاهم الابليكيشن بيبقى ماشي ازاي. تكون فاهم الابليكيشن تستنج بروسس ماشي ازاي. كتير بلاقي ناس في الوب تست او ما تدي لها ابليكيشن. اه تدخل تقوم ضربة بي لود على طوق او تقوم اي لما حت بس سيرش بار ولا اي امبوت فيلد. ودخلها رزع بي لود. خلو انت بترزع في ايه انت لسه ما فهمش ابيكيشن اصلا شغالة ازاي. اه فده اللي بيفرق الاسكريبت كده عن البنتستر اصلا. اه مرحلة بي لود بتيجي بعد اما انت بتكون خلصت وانمريشن وبتكون بعد ما خلصت مابنج ورسامت وورك فلو كامل وعملت سيروت موديلنج للابليكيشن. ساعتها بقى تبتدي تشوف الميستدولوجي بتاعتك هتمشي. هتاخد انهي جزء الاول في الابليكيشن. وتبتدي اه تشوف بتاعته وتبتدي تجربها وتبتدي تكرافت انت نفسك بي لود. والبي لود اصلا عمره ما يشتجل معك غير لما انت تكون فاهم الابليكيشن شغالة ازاي لان البي لودز مستبتة. البي لودز بتبقى يستع على التكنولوجي بتاعت فانت عمرك ما هترزع بي لود ويشتجل معك الا لما يكون فاهم. فكرة اللي انت ترزع بي لودز عشوائية كده واللي يشتجل معك يشتجل بالحظ كده فدي ما تفرقش تماما اي حاجة عن الاسكريبت كده اللي دخل بيخبط في اي حاجة واللي مش فاهم. بس انت وصلت لدرجة ان انت راجل سيبر سيكيوريتي انجينير بالتست على وابليكيشن. فانت مفعش تكون بتلزع اي حاجة كده وخلاص. فلازم تكون اولا ماشي بمستدولوجي سواء مستدولوجي انت اللي عملها دعيبها من عن الت حد عملها لك. المستدولوجي تبع الشركة اللي انت شغال فيها لازم يكون فيه بروسوس مستدولوجي مينفعش ابدا اي جزء في المستدولوجي يكون ماشي بشكل عشوائي. لازم تكون فاهم الابليكيشن الاي ناسس ازاي بتعمل تكون فاهم اه بيروح ازاي الريقوست بيجي ازاي تكون فاهم الكمبوننس بتاعت الريقوست ورسبونس لازم يكون عندك انفرميشن جازنك تكنيكس لعشان تساعدك في الريقونسنس اهم حاجة في البينتستر اي مكان هو بنتست على ايه لازم بتاعته لان اللي بيقيس البينتست كويس من الواحش هي الكورت بتاعت ممكن تكون عمل شغلة جدا 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 وجاهب رسولته و الفايندينج ساعتك فعلا قوية ولكن لا تعرف الترجم في الريبرت فبالتالي الناس تشوف البيئو سيد عاييف الفلنوربيتي ليس قد كده فبالتالي يقول اللي حصل ده اي كلام واجمل انت ممكن تكون جاهب فايندينجز تيلة جدا بس كل ده يضيع بسبب ان الريبرت بتاعك سيء او ما عرفتش توصل او ما عرفتش تشوف الريبرت بتاعك في الريبرت موجود لازم بلاش لازم عشان دي الناس هتفهم اجابات يفضل انت تكون فاهم اه اه اتليست لوجه واحده من اللوجات بتاعت الويب امبليكيشن اه اه بي اتش بي جافا بايسون اس بي جافا سكريبت هل ده معنى ان انا عشان دي نقطة محورية انا تسألت فيها اكتر من مرة والرأي اللي هقوله رأي شخصي مش هو ستاندرد مش هو مش هو الرأي الصحي الوحيد مش هو حيث الهاتف المفروضة او الحاجة المسلم بها هل انا لازم اكون اكتب كود وتبعه ويب الاستر لأ الاجابة في رأيي قطعا لا ممكن تبقى ويب الاستر شاطر صر او شاطر جدا و تبعبش تكتب كود مش لازم تعرف تكتب كود و لكن تعرف تقراء طعب تعرف تكون الويب تكنولوجيا ممكن اه ممكن لازم لازم هتكون فاهم الريكوست ورسپونس صراحة ازاي بس مش لازم تكون بتكتب الكود اللي بيبعت الريكوست ورسپونس احيانا في ادفانسد سيناريوز انت بتضطر تكتب وبيج عشان تكسبلويت حاجة معينة مثلا الفانربيتز بتاعت الكروس اورجين وحاجات وفيه فانربيتز ثانية كتير انت ممكن بتضطر مثلا تكسبلويت صغير ده ادفانسد سيناريوز ده هيجيب عن بس عشان تبدأ او عشان تشتجل اتليست مثلا في البداية او عشان تعمل بروجيك بنتيست كامل هل لازم قطعا لا ومحدش يقدر يكبرك ان انت لازم عشان تبقى ويب بنتيستر انت تكون اه ويب ديفلوبر اطلاقا لا فيه ناس كتير اشطرة جدا 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 في الوب بنتيست والباكجراوند بتاعتهم نيتورك مش جايين من باكجراوند سافت وير ديفلوبمنت مش جايين من باكجراوند بيرو جرامج بعرفوش اكتب سطر كود بس بيعرفو يفهمو الويب شجالت ازاي ويعرفو يبنتيست صح ومش بيكتب كود فده رأيي شخصي تختلف تتفق انا اا ما يهمنيش انا بقول نصيحة على الوجه اللي عشان في ناس كتيرة بتضيقها على الناس ولما يجي حد صغير مثلا يسألهم هل انا لازم لازم تكتب كود ولازم تتعلم ديفلوبمنت الاول قبل ما تدخل فهو فماشي ما عندوش معاشكلة بس بيكتدي يدخل في الترك الديفلوبمنت يلاقيه ممكن يبقى صعب نسهل على كل الناس يلاقي نفسه هيستقف حاجات كتيرة لازم يتعلمها يقوم فاكس بقى من الترك ده كله ويقوم محول ويشوف له حاجه تاني فبالتالي انت كده قضيت عليه فهل مرة اخيرة هل انا لازم اكون واب ديفلوبر عشان يبقى وبينتستر لأ بيكتب فات نو لأ لازم تفاهم الابليكيشن فيرموركس اللي بتشجل لو الناس بتستجدمها دلوقتي اذا الانجلر كل اي 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 فريمورك خاص مثلا بالبيوتشي بي بالجاو سكريبت باي وبتكنولوجيا انت لازم تكون تفاهمه هتعرفوا منين هتعرفوا من 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 الاولية خالص في الركورنساس الالية بتاعت التكنولوجيا بروفايلين هتعرف ان الابليكيشن ده بيستجدم الفريمورك كده وكل فريمورك بيبقى لي يعني دلائل خاصة به كده بتعرف ان لو لقيتها بتعرف ان الابليكيشن ده شغل بي تبتدي لازم تكون تفاهمه لان فيه بيلودز متشجلش على فريموركس معينا وفي فريموركس معينا بيبقى ليها بيلودز خاصة مثلا مثل الانجلر في بيلودز خاصة به فانت لازم تفاهم كل اذا عشان برضو ما ترجعش للخطوة اللي انا كنت تولك عليها اللي انت تصل لدرجة اللي انت بترزع بيلودز وخلاص الكورس اللي انا شايفها كويسة في بتاع الويب اه اا 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 ارن عاملة الوابت والوابت والااا والااا والاا والاا والا الو الدب الو دي بي مش تفاهمك ماذا متجات الويب اتكس انا من وجهة نظري من مواطن القوة او من الكيس بتاع الويب انتستر ان هو لازم يعرف ازاي متجات البيب التس اللي هو بيطلح اا ماينفعش لان هذا الكون بتاع الريبورت بتاعك هو هالكاستمر مش عايز منك الريبورت بنتست عشان يشوف انت جامد وطلعتلي فانتكس لا انت اقول لي هفير مواطن ما song بيجعله ماذا ففيه بالتباه there is not straightforward او ما بيبقاش ماشي بسكنس واحد او بيبقى ليه اكتر من احتمالية فانت لازم تكون فاهم ازاي الترميدات او Findings دي لان ساعات انت بتقول او بترجم احتمال الناس يقول لك الناس ده مش قبل قبل عندي بمعنى ان انا مثلا الآن عندي الثاني في الوب سرور ولا في الوب ابليكيشن الحال الوحيب بالتاحاء او الحال اللي موجود ان اangerد الورجن بتاع الوب سرور او افجريت الورجن بتاع الورجن او ايضا اعمل او افجريت عن مكان ادي او ايضا يقول لي ان الوضع هاي ليس افيلبله معنا او مش افلقه معنا فانت لازم تكون تفاهم الفيديو تحصل ازاي عشان تكون فاهم ازاي هتمنعها فالWDB هو هو اللي يفاهمك ازاي ترميديك او ازاي تدفند جنسة الويب فده يعني ايه ايه ناستوهاف يعني لو انت حتى شغال في الويب انتست لازم او مش لازم انا بصد انا بحبش هتعمل بكلمة لازم عشان ناسمه تحتبله هاش الزامية او اللي هو ايه مستدو اه راكومندت جدا لي انت تشوف الكورس هذا عشان كورسه ممتاز وفيه عندين ديكايتد كورس لالساكل انجكشن طيب احنا كده خلصنا موبايل الابليكيشن خلصنا الويب بالتركات وخلصنا البلوكتشين جه الدور على التكنولوجيا تانية الكبيرة يعني انا محبت اضعها بعد البلوكتشين حبت نفصل بحاجة كمان شوية معروفة عشان نبقاش بلوكتشين غريبة اي س اس و اوتي غريبة فالدماج تسيح خلص فحبت اي موبايل ده معروف بلوكتشين غريب شوية الويب ده معروف اي س اس غريب شوية فالاي س اس والاوتي من اكتر اما كانش الاكتر مجال مطلوب حاليا مش بس بنتست الاي س اس و اوتي بشكل عام الموضوع بقى تريند جدا مطلوب فاكبر واكتر الشركات على كل مستوى العالم مطلوب في مصر وبرى مصر في الجالف وبرى الجالف في الميدل ايست وبرى الميدل ايست في يوروب وفي كل حتة فبما ان احنا بنشرح جزء البين تستنج فحبت ان انا افوكس على حتة الاي س اس والاوتي بنعملها ليه بنعملها ازاي بنعملها امتى ايه هي الاي س اس والاوتي اصلا بشكل عام وصورة سريع كده اوفر فيو سريع فان شاء الله هذا من البرزنتيشن هوا ده اكتر بارت اصلا كنت متحمس له في البرزنتيشن بارت الاي س اس والاوتي عشان قاعد بقى ليه فترة كنت بذكره فاكتر بارت متحمس له جدا بس انا استيل عند كلامي من اول البرزنتيشن انا مش باخد البرزنتيشن نحية واي معين او نحية فيلد معين بس ده من اكتر حاجات تواجه الفلس الت错 انها تحادل تحت الان المتهمات اه عدد الفرص المتاحة اكبر بكتير جدا من عدد الكفاءات المطلوبة فده ادعى ان احنا نحتمل فيه ام نتوجهله خصوصا انه بدأ وهيطلع وهيفضل يطلع واشيختفى الفترة الجاء اطلاقا فتعه نارسیا نبقى شوية عن الاي سي اس والاو تي بنتيشن تاستنج طيب اه كثير لما بيجي في دماغ للناس كلمة اي سي اس يعني الناس اللي كانت يعني سمعت عن المجال ده عرفته اه فتيجي تقول له اي سي اس والاو تي في المجال الاسكادة بس طيب الاي سي اس انا انا عرفت انا ده مش عيب ده انا انا واحد من الناس كنت فاكلي الاي سي اس عبارة عن اسكادة بس طب وứngما ن reuse о ocd system واي اسيع experience but educator system بس انا اعرفش حقير بس لما دخلت والان اجتب وقرأت في موضوع الاي سي اس عرفت ان اي سي اس ولا احضار او مش الاسكادة واي حضار الاي سي اس ده السكادة دي سي اس و بي سي اس و اس اس و اي اس و اي اي اس طيب الاي سي اس فنشن هو ليه ثلاثة وظائف رئيسية او او كل الماشينز او كل الاي سي اس او كل الاي سي اس هي لها الاي سي اس هننسي تقول له اندستر كنترول سيستم ليهم ثلاثة فنشن رئيسي يعني الاين فأقر اي check pay and pay depend tutti tore. chce cierto اندست مختلفة الي استمريت مختلف دي عملية او اي 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 ادست الى الاطار الصناعي كله هي بالفنشن ان انا بتحكم في انا control وان انا اي ا frontage اا موضوع الاريخ ويهدى وهون الاس دول كونيثن سيبل وفي معينة. هي اننا بشوف بتاعت البروسيس عشان اقدر اخد عليها علية وطية وصلت لحد المت معين. المونيتر هو اننا بمونيتر بتاعت البروسيس زي مثلا زي نسبة السائل في مكان معين. درجة الحرارة الصمام في مكان معين ولا لا. الحجات دي كلها. ومن المونيتر المونيتر في زيادة عن الفيو يعني هما يتم بمونيتر بس المونيتر في زيادة ان هو بيدي او او اقدر انا استطيع فيه معينة او اقدر عمل ورنينج معين. زي على سبيل المثال في الفيالسيفتي استرميتد سيستم انا بقول مثلا لو درجة الحرارة اصلت لحد مثلا اكس ديجري ادين انظار. لو عادت ال اكس ديجري وصلت او اكس ديجري ادين انظارين. واحد كذا. فدي وظيفة دي الفرق من المونيتر والفيو. الفيو انت بس بتبص على المونيتر انت بتقدر تحدد او بتحدد و بتزيت الارم وورنينج. اه بزد على اه انت اللي بتحددها. طيب اه ده جاي اي سي اي اس هه اللي موجود في اي فط لي والاشي. مش لازم يكون هو د ده ده في الموجود. ده الشائع. بيكون Unvacak. راوتر نيتورك اللي هو بيكون موصل الى الناس دي كلها بعضها. يكون عندي سيرفر. السيرفر دي هي اللي بتستور بتاعت الاي سي اس وبتسيف البروسيس. عندي عندي في منها سيرفر وده عندي 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 اكتر من نوع سيرفر. السيرفرات عندي مش 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 شكل واحد. الانجينيرين ده الانترفيس مع السيرفرات عشان اموديفاي او عشان ازود او اعدل في الكونفيجريشن اللي هو الهيومن انترفيس ماشين او الهيومن ماشين انترفيس هو ده الانترفيس اللي بيخليني اتحكم في السيستم او ده السيستم اللي الابريتور بيتعامل من خلاله. الكمترولر زي الال ده الدفايس اللي بيستقبل او او الالي بيتحكم او بيعمل في اه اللي بالنسبة للإموت وفي اخد الانستركشن من البيياخد من الابريتور وبيعمل اه وبيعمل الفونكشن او اه هو المسؤول عن الفونكشن او هو مبين الهيومن غير المؤشرات درجة الحرارة وواحدات الرافع وواحدات الامان كده يعني هي اللي بتحمي المستقدم في البروست دي كلها من اي حرارة زي انها مثلا تنفجر زي اللي هي درجة حرارة درجة حرارتها تعالى فاتسي هي المسؤول عن كلها طيب كده ما عنديش اي حاجة تانية غريبة لها مختلفة على بورس مختلفة بتتكلم بيها البروتوكولز دي بتختلف على حسب الكمبوننت اللي موجود في الاي سي اس عندك الاي سي اس تحتها كلها مش واحدة الامبلمتش متعتها مش واحدة على حسب انت بت تايمبلمنت اي سي اس ل yea مثلا الاي سي اس موجودة في خط انتاج مصنع عجزية غير اللي موجودة في مصانع الادوية غير اللي موجودة في اه في برمات البترول فكل واحده لها كنبونت والكل كنبونت يستخدم بيترول معين فيه بيترول خاصة بالبروسيس فيه بيترول خاصة بالالكوري فيه بيترول خاصة بالمرضي بيترول خاصة بالبالدينج فيه بيترول خاصة بالميديكال عندي شوية اختصارات مهمة عشان لو أن تكعبين فيهم ونحن محن في موضوع IOT والسي إعبارات المقدمة سدفوئة اذا 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 اذكر الاساس انا كنت شايف في الاول حاجة بعيدة عني وعن دراستي يعني انا باكدراوند كمبيتر ساينس مش باكدراوند هندسة فما تعاملتش قبل كده مع حاجات زي كده مع اي اندسترية كنترول سيستم عمتا مع الحاجات دي يعني اه في هندسة بيرضوها في في المناهج بتاعتهم لكن احنا في كمبيتر ساينس بيت شوية من الموضوع دي بس لما لقيت الاستاتيستيكس دي لقيته في اكتر من اكتر من الاستاتيستيك بروفايدر زي استاتيستا وزي حاجات تانية كثيرة بتقول المارك بتاع السيكيرتي في الاي سي اس بيكبر وبيعلى والموضوع بقى تريند الموضوع كمان بقى محتاجينه اكتر وهنا نعرف هم محتاجينه اكتر بالزياد اللي احنا شاهدنا دي ليه فالموضوع خلاص ما بقىش فكرة انها حاجة مش تابعية ولا حاجة تابعية لا يعني طالما تقدر تذكرها طالما تقدر تعرفها ممكن يجيلك في وقت ما تحتاجها وفعلا الفترة دي اضطرت ان انا احتاجها في اكتر من حاجة فعشان كده ده اللي جي في المجل ان احطها في البرزنتيشن هنا يمكن كنت متردد شوية في البداية قلت ممكن مش يعني حد لسه دخل سيبر سيكيرتي ولسه بيصوح ما رح يقوله اخبطوا كده ICS في وشه الموضوع ممكن بقاش مشتصار في البداية بس لا اسنا يسهار يعني اللي انت تبع عارف فكرة عن الموضوع لها خصوصا انه يقولك مطلوب جدا 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 في الماركت الفترة دي وحبه مطلوب اكتر في الفترة اللي جاية الهومان ماشين انترفيس يعني الجزء البشري او الالة اللي بيتعامل بها الوبريتور مع بقية الكمبوننت هي ممكن تبقى هاردوير ممكن يبقى صوفت وير مش لازم تبقى هاردوير ممكن تبقى صوفت وير وهي اللي بتانتراكت مع الكنترولرز وهي اللي بتانتراكت مع الفيزيكال كنترول بانل عن طريق ان هي بتوفر للوبريتور زي ما شايفين كده شاشة فيها الكمنز بتاعته وفيها الوبريشن كنترولز بتاعته ومن هو بيسميت بس الكنترولز وهي اللي بتانترولز دي بقية الماشين وبقية الانترفيس وبتتعمل معها الكنترول سيستم او الاندرس الكنترول سيستم بتتكون من اكتر من كمبوننت الكنترول الكنترول نفسها بتاعت الاسكادة الانبيدود كنترولز زي البيل سي والا اي دي اللي هو الانتليجنس الالكترينيك دي بايس السيرفر زي نفسها اللي مقومة السوفت وير اللي هي زي ما قد بتكون عادية بقى زي سافرات بتحطنا ويندوز لينيكس يونيكس الكنترولز للانتروليس دي النتوورك العادية الانت تابع لك الكنتروليس نتروك تعالى والانتروليس ما هو الكنترول كنترول بال Pakistan وIP الانترفيس مع السيرفرات عشان اقدر ام ازود او اعدل في الاتابيز او او انا عمل لي家 مالمجز و انها اخبار عشرة جدوات مختلفة او والمشجل هي اکتر من نوع الريموت اكسس ابلانز ال vpns الفيزيكال اكسس سيستمز الوارلس كمميكيشن والدفايز والبروتكول فيه ايس ايس كتيرة بيكون موجود فيها وارلس دفايز الفئة البرانت هستوريانز كانين سينا مزيدة الشوحة في الاما كنا منشح الكمنن اركتيكشور الهستوريان هو سنترلائيس داتا بيز بيستبورد الداتا اناليسيز عن طريق الستاتيستيكال بروسيس والكنترول تكنيكس فدي انا قدر اعتبرها داتا بيز هي وظيفتها انها بتجمع الديتا من كل الاجزاء بتاعت الاي سي اس وبتبتدي تعمل عليها داتا اناليسيس وطلع ليستاتيستيكس وشوية انفرميشن عن الديتا اللي انا جمعتها دي كلها فده اسمه الديتا الموبايل ديفايزز اللي هي الوبراتور ممكن يستخدموها زي اللابتوب والتابلتس والسمارتفونز والانالوج مودمز اخر حياتي الاتاك سورفيس اللي بيحصل او ايه الاجزاء اللي في الاي سي اس بتعرض للصيبر اتاك هي الفيزيكال اكسس دي انا ممكن اعتاك عن طريق يوز بي استيك او دائرك اكسس على الاكويت من نفسها الفيزيكال اتاك اللي حصل على الفيزيكال اكسس عن طريق يوز بي استيك اشهر حاجة موجودة في التاريخ هي ستاكس نيت ستاكس نيت هي حصلت عن طريق برضو يوز بي استيك وكان برضو فيزيكال اكسس وقدت له ان المفاعل النووي الايراني كله وحدات الرفع بتاعته بدأ ر見ت ا Attraction وتوقف وده ا اه ده كان اصلا الان عن مفاعل اي ريستريكشن او اي او اي سكير تيلير عن طريق ال vpn واقدر اوصل direct ics وال o t واقدر اعمل اي ماليشيس فونكشن انا عايزها بيجي عن طريق التراست بقى روميت اكسز ده بيكون بيزد على الاركتكش اللي انا عامله من اكتر الحاجات العارضة لها ics وال o t ال supply chain attacks عن طريق بقى ايه الحاجات اللي بتيجي من الفيندورز الثانية اما هارد وير اما سوفت وير اما فيرم وير وبعد كده اخر حاجة service maintenance والconsulting لو في اي حد بغير اي configuration فالconfiguration ده ذات نفسه ممكن يبقى attack surface على ICS cert عامله statistics اللي محتاجها عشان اللي محتاجينها عشان تضرب ال OTS هل هي محتاجة ايه skills ولا هل هي مش محتاجة skills قالك اكتر من الف vulnerability او اكتر من الف attack بيحصل على ICS مش او بيبقى محتاج low skill level فلا يتجاوز الخمسين attack هم ده اللي محتاج ال intermediate او ال expert level من ال skills فبالتالي انا عندي low skills level vulnerability كتيرة جدا يعني معنى كده اي حد مش لازم يكون عنده skills كبيرة ومش لازم معرفة كبيرة يقدر يضرب ICS ويقدر يسبب ضرر كبير جدا في فرق كبير جدا من ما بيحصل على IT سيتم زي website زي web server زي network زي data center ففي اللي اللي يحصل ان بيحصل اه ال attack cnt ويحصل veフرض بيحصل وبيحصل denative services بحصل. لكن في الاخر انت بتضرب صورة ديجيجية. لكن في في الوت الامباكت بتاعتك اللي انت مدينة كاملة ممكن يتيطع عنها الكهرباء مدينة كاملة سوري بريمة بترول مثلا ممكن تقف عن العمل تبطل انها تطلع بترول الامباكت هنا بيكون اوضح بكتير واكبر بكتير ومش عايز اقول لك خسارة اكبر بكتير لان فيه سابر اتاكس الخسار بتاعتها بملايين الدولارات برضو بس انا قصد هنا ان السيكيروتي بريتش امباكت على الوت بيبقى ملموس في حياتنا اكتر يعني كهرباء مية غاز بترول كده يعني دي الاتاك فيكتورز اللي بتحصل على مستغل اي سي اس وتقسمتها في الاتاكس على ليبل السيرفرات اتاكس على ليبل السوفت وير في الدات اكيزيشان سيرفر وفي الهستوريان من اتاكس على ليبل الكومنيكيشون بريت كولز فيه ويب اتاكس عن طريق مثلا الاتش ايم ايو في ويرلس اتاكس فيه فيبيزيكا اتاكس على الكنترولر والسيفتي سيستمس والفيلد الدفايلر وكده ليه اليه الاي سي اس هايلي تارجتد ودي اكتر حب يعني اكتر جزئية فيها كمية موجودة انا شفتها في خلال دي ليه الناس او ليه الهكرز او الاتاكرز بقاوا بيترجته الاي سي اس بكترة اول حاجة التقسيمة بتاعت الاي سي اس هيمتقسمها على اكتر من ليفل ليفل البولسي والبريسيدجرز انه مفيش اي اه سكيرتي اه لما بنيجي نعمل اركتيكشور او ديزاين لاي سي اس او 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 تي بنشغله من حس الفنكشناليتي يعني ايه انا يهمني وانا بعمل او انا بعمل او ديزاين لاي سي اس والاو تي انه ويشتغل ما بيهمني انها شغل بطريقة مش تكيرجر او لا لان الموضوع ممكن عشان انا اسي كيور اي سي اس والواتي يبقى تكلفة ويأخر وقت في الانتاج ويضع لي اكستر ليرس انا فانا انا كمصنع انا اهمني ان الخطر انتاجي اشتغل انت اكيد مش صح واقعانة هم بفكروا بالكنسيبت ده مفيش ااااااااااااااااااااااا اواتيس تحصل علي الاي اي سي اس بعد ما بتعملها سابقنا اهل مشكلة انها تكون شغلة وتمام اي حد ممكن اي ال structure closest or vulnerable لا يوجد دعوة لديه التعداية لايوجد اطلاع تضييرة ممكن لديه التعداد اي حد يمكن يتعامل بان كانت يتعامل البارك لايوجد ف ايجاب الائس اي اس عندك لوقع شكرا انت ميبقاش عندك خط الانتاج بديلته ويتكون عامله هي اخصصتها. لم تكن نعملها d r وكما تحتاج two to contract بالقطع او مستعامل الائش اي اس على مستوى platform configuration ذات نفسها. الداتا بتكون متى او من استخدامة دفاتي السيستم مستقدمة الائش لم يوجد من من الانتاج في المشكل. غالبا التجربة سواء بسوارد سواء بورد سواء كريدنشا سواء اي حاجة ما بيكونش ليها بكب مش بيحصل له تيستنج ساعات بيكون فيها او حتى ما بنعملش عليها قبل ما بنتبقها ما فيش طبعا باسورد بوليسي انت بتكلم ناس يعني في منهم المهندسين في منهم العمال مش كل الناس هتفهم يعني ايه باسورد بوليسي اللي انت تكتب باسورد فده اصلا فيه ناس اصلا فيه سيستمز بيكون شجال في الاي سي اس من جير باسورد اساسا وفيه باسورد بيكون ديفولد على لفل الهاردوير ما فيش ما فيش اي تيستنج سيكيري تيستنج بيحصل عليه الكمبونانس اللي بتدخل مش بتكون ريليتد لاي سيكيريتي بوليسي او اي سيكيري بروسيدجر موجودة الفيزيكال اكسس ذات نفسه ما فيش اي سيكيريتي كنترول عليه فدي كلها فالنوربيتز على مستوى الهاردوير على مستوى الهاردوير على مستوى الهاردوير فالشركات بقت بتطلع اه وده ده ده يوريك حجم الماركت في سيكيريتي بقت دي بقت بتطلع ان هي عاملة اي دي اس مسلا بس على ساعت شركة واشهارهم شركة دريجز وشركة نظومي الاي سي اس نفسه اللي بتسطب على الاجهزة ممكن يبقى فالنورابل الفالنورابل ازاي البافر اوفرفلو بيكون فيه مسكونفجريشنز كثيرة طبعا ما بيبقاش فيه على الاجهزة بتاعت الاي سي اس دي اي انت فيروس ولا اي اندبوينت سيكيرتي موجودة الموضوع بيشيبكة الاسس ال والاتشيه تي بي اس مفيش اكسس كنترول مفيش داتافلو كنترول مفيش اي نيترك سيكيرتي كمي فيروس كل ده بيخلي اي سي اس والاو تي هايلي تارجتد النتورك هاردو وير والنتورك بريمتر لذات نفسها ساعات بيكون مش موجودة ولو موجودة مش بتكون بيزد على معينة فعشان كده الاتاكرز بيكون اسهل بيكون ان هم يتارجته الاي سي اس والاوتي بنسبة لهم حاجة سهلة وعشان كده بقت الاتاكس كلها محتاجة لو سكيل ليفل السنة محتاج هاي سكيلز ليه انا ما عنديش اي سكيرتي لير اصلا موجود اي سي اس ولا عندي سكيرتي كونترولز ولا عندي سكيرتي برسيدرز ولا عندي ولا عندي ما عندي على اي حاجة انا احتاج هاي سكيل ليه ايه فعشان كده الكترت بقت الاتاكس بتاعت عالي جدا وعشان كده او بتاع بدأوا يبصوا او الماركت كله بتاع بدأ يبص ناحية اللي احنا لازم يكون عندنا اا فيلد كامل اا اا اي سي اس والاوتي يشتغل فيه كل شفوق لانات بقى بتاعها السيبر سيكريتر عادية بيشتغل فيه بيشتغل فيه ويشتغل 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 فيه انا احببت افكس بس على حتة الاي سي اس متر اتاك عاملة فيلد كامل او فريمورك كامل عن الاتاكس اللي بتحصل على الاي سي اس ده اللينك بتاعه مقسمين الاتاكس بيزدى على السيبر اتاك لتشينز الليفلز بتاعته في كل الليفل ايه الاتاكس دي بتحصل الاتاكس بيقول لك انما الاتاستوريان زيت نفسها بيحصلها فانت لو قدرت الاتاستوريان انت كده تقدر تاخد اكس على الاي سي اس سيستم كله فده الاي سي اس بتاعك الاتاكس مثلا عندك اسيكم تفjat الاتاكس اي اي او كماند لا انتري فيزد بيحصله في الاصيق تحص على الاي اوري اوري قسر welli احد او احد ا هي Again امتى بنعمل الاي سي اس بين تاست او امتى بتضع مشابه الاي او او StaBe sprite او ادесто ياتي في الاتاكس عن التاري الاي او الاي او او الاي سي ا reformatnant الій ا Henriinate او اتطدم Process يقومون بمعرفة او لا هل هي الموضوع او لا هل هي الموضوع او لا اخر شيء يتطلبون فيها إنترى التسجن هي لو في اي المكان او الشركة اللي فيها داخل او هينفذ مشروع اه مع والكاستمر عنده بدأوا الحمد لله يحط بقى لازم تكون متوفرة في قبل ما يشتجل ساعتها دقاء تعالوا اعملوا بانتست بقى شوفوا لنا المفذب الانتستمات هل هل احنا احنا امر احنا احنا تولي او اه ثالث حاجة لو في ميجور سوف توير او فورموير اوبجريد ساعتها بطلب دلوقت برضه نعمل الانتستمات او على الموضوع اي الاجفر في الانتستمات او ربطة على الموضوع لازم يكون عندك اتجاد من ذلك أي وضع estructural Bug & Co bait تعليم عمد 3 يمكن تكون فهم l Todos Bad كي تشترك كيف ستقوم بفها Working flow وشركات The crop rhetorical وهيئات البحرية يجب ان تفهم مرioni 네el Brain ريسك اساسمينت عشان صعوبة البنتست او ريسك اساسمينت او سكيروتي او على الاي سي اس والاوتي ان انت ما ينفعش تخبط جامد او بمعنى صح لازم كل خط وتكون بحساب لان ما فيش حاجة اسمها ايه السيرفر واقع او امور ثاني السيرفر واقع دي ممكن تيمبكت بمصيبة زي مثلا زي ما انت شفت كده 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 قطع في مدينة كاملة كلها فالاي سي اس والاوتي صعوبته فحساسيته ان انت لازم تخلي بالك من اللي انت بتعمله لازم يكون فهم الامباكت بتاع كويس جدا عشان الغلطة بجوان لازم يكون فهم فاندامينتالز يعني ايه فاندامينتالز يعني اعرف الكنترولز بتاعت الفاندامينتالز لازم يكون عندك بيزيكس من المكانيكال والايتركل او المكاترونيكس انجينيرينج ودي كانت المقطة اللي كانت منعاني او كانت مؤخراني او مخوفاني ما اذكر في التراك ده ان انا ما عنديش اي حاجة من البيزيكس دي اطلاقا لا عندي ميكانيكال بيزيكس ولا عندي الكتريكال بيزيكس ولا عندي ميكاترونيكس انا كنت كمبيتر ساينس بس لقيت ان انا مع الكورسز ومع ان انا اقرأ شوية في الموضوع الموضوع بيت لم بالليفل اللي انت عايزه انت اه مش هتطلع عن بكرة الصبح مهندس ميكاترونيكس ولا مهندس كانربا ميكانيك بها عندي اطلاقها انت عندك البيزيكسچ يعني انك التراكيش تحصل على ايه بتأمبكت على ايه هات امبكت انهي كمبونت او هات افكت انهي كمبونت وهل الكمبونت ده هي افكت كمبونت ثانية ولا لازم تكون على ضرية كاملة بالاتاك عشان تبقى عارف انت ازاي هات سيميلات الاتاك ده وازاي هاتفند الاتاك لان انت ممكن تحط اه هي توقف الاتاكس بس هتوقف حاجة ورضه في في البروستس او في الفنكشنالتي فبالتالي هو مش هينفزوك اصلا. ايه هاتفكيشن والكورسز اللي موجودة في الاي سي اس والاوتي على حسب خبرتي وعلى حسب ما انا اريت وعلى حسب ما انا ذاكرت التلاتة كورسز بتوع سانز بتوع الاي سي اس البروكون ده اه كونفرنس بيحصل اه كل سنة على ما انا تذكر اه في كان عامل كان عامل كان عاملين في اي سي اس و اوتي كورس وايزا كانت عاملة كورس اللي هو اندوستر كنترول سيستنك كده احنا خلصنا الموبايل بعد كده خلصنا البوكاتشين بعد كده خلصنا الويب بعد كده خلصنا الاي سي اس والاوتي نيجي للنتورك تستنك طيب بالنسبة للويب اه سوري بالنسبة للنتورك تستنك هي بتتعامل على اتنين سكيل او بتتعامل بت اه بتو ابروشز في الانترنال نيتورك من تست اه الانترنال نيتورك من تست انت بتتعامل مع الانترنال انفيرومنت اللي عند الكوستمر دي بتوصل لها يا اما انت عن طريق ان انت بتكون بتست يعني بتكون قاعد بجهازك عنده في الانفيرومنت اما عن طريق الابروش الثاني وده كان اكتر الفترة في اعتد نتيجة اه 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 الانترنال اونترنال انفيرومنت سروق اه في بي ان اكسيس فهو بيدي لك في بي ان فم يبيدك كيانك بتدقل على النيتورك عنده كيانك قاعد معاه وبتري التست اما ال اه الانترنال اه نيتورك بنتست فهو اه اي اكسترنال بنتست هو انت بتحتاجش اي لفل اكسس لان انت بتعمل على البابلشد اسيت اللي هي الاسيت البابلشد على الانترنت فانت بتقدر تكوننكت او بتوصل معها على من زير اي لفل اكسس الا في بعض المشاريع يعني احنا ساعات بنعمل بروجيكس في الجلف مثلا في الامارات في السعودية في البحرين بيكون هم مبابلشين حاجات خصوصا في السعودية مش بينفع يعني هي بابلشد اوفر انترنت بس مش بينفع تكوننكت عليها او مش بتقدر توصل لها الا لو انت جوه الريجين او لو انت ساحب اي بي مسلا سعودي فبنضطر اللي احنا بنكوننكت الاول على بروكسي ومن البروكسي بنقدر نكوننكت على البابلشد اسيت بتاعتهم فس في الحالات العادية او في الحالات اليوجول يعني انت بتكوننكت اوفر انترنت ما بتحتاجش اي لفل اكسس من الكاستمر بيبقى الابجيكتف من النيتورك بنتيست اللي انت بتطلع كل او اكبر قدم الفلنربيتز في النتورك سيرفزيز الاينا النتورك بنتيست من اكتر انواع البنتيست اللي فيها كتيرة او فيها كتيرة بسبب ان كل سيرفز بتكون او كل نتورك سيرفز اي ما على النتورك دي فتحة بورت ما يعني بتبقى لها كسة لوحدها خالص بيكون مختلفة تانية مختلفة تماما قصدي عن اي نتورك سيرفز تانية بتحتاج اللي انت تفهم النتورك سيرفز دي الاول بتحتاج تفهم التكنولوجيا بتاعتها ماشية ازاي عشان تقدر تشوف هل هي لها اصلا زي مثلا زي تماما او مشيها وتتعامل معها كأنها متحاملة مع النتورك سيرفز كأنها اقاتي في تهاتح منRunnerologically يعني مثل لات سيرفز زي السش سش تكون مفتوح على gehad ill Caption دين اس اهم تلاتة اهم نيت روك سيرفايا. بس كل واحدة في تتكلمه بشكل مختلف تماما عن التاني التكنولوجيا ذلك تكلفها تماما عن التاني الاتak surface تماماها مختلف تماما عن الآخر. متحصل على ال ониبز الخصوصا مثلا نتكلم اع namely the internal network print test. غالبا يعني اكبر من الاكسترنل poussi بيكون حاجات الضرورة لأننا محتاجينها تكون على الانترنت لكن الانترنل لقد تكون الكور بيزنس فعشان كده الاي بي الواحد تجد عليه مثلا متقصة مثلا من خمسة إلى عشرة نيتروج سيرفيس كل واحدة فيهم ممكن تبقى اتاك سيرفيس او اتاك فيكتور لكن كل واحدة فيهم بتتكلم بتكنولوجيا مختلفة بتتكلم بطريقة مختلفة الكمبونسات مختلفة اللي احدث من الشموع الاب احدث من الويب ال σας يأجز من سبيتشال والدعم الابت الاخير ي فيه الى الاخير هي تعملك information disclosure اوه فيه الى تقديرك level of access فيه الى تعملك privilege expression فيه الى تجدلك فيه الى تجدرك تقدر تعمل command injection فيه الى تجدرك تقدر تبيض من مكان لمكان تانى فالشان كده النتورك بين تست ياخد وقت اكبر من الوبين تست بيزة على عدد الابيز وحجم السورفز الآيمة فقط عشان الانتورك منتست فيه فرايتي اكتر لان انت تتعامل مع سبنت فيها اكتر سنتحدث عن الابيز اللي فيها حوالي 100 اب كل 10 اب فيه بكمنيكاته مع 10 سورفز مختلف فانت كده مثلا هتلاقي عندك عدد سورفز كدير جدا انت لازم تتعامل معه وما ينفعش تهمل سورفز ممكن هي اللي تكون توصلك اللي انت عايزه ممكن تكون فرايتي فانت ما ينفعش تقول انت قلصت بانتست في الانتورك وفيه سورفز ايمة انت مبسطتش عليها اصلا فده الشالنج اللي بيقابل اي حد بيعمل ناتورك بانتست هي الفرايتيز بتاعة الانتورك سورفز الايمة خصوصا ان انت سعاد بتلاقي ناتورك سورفز ايمة يعني بتلاقي فيه سورفز ايمة الجديدة عليك انت مش فاهمها فانت محتاج لسه الاول تروح تدور الالسيرفز دي شغلة ازاي خصوصا السيرفز اللي هي تتكلم على انكمن بورتس اللي هي البورتس اللي معدية الرينج اللي هي اول 1024 بورت تلاقي مثلا بورت بتشتغى على 8892 مثلا الالبورت ده تلاقي سورفز شغلة بشكل معين اه فده اللي بيقابل اللي بيقابلك في الانتورك بانتست فالانتورك هنا انا حبيت يعني انت في الانتورك بانتست تبص على الثلاثة اللي انا معلم عليها بالله بيقضوا الانتورك سورفز شغلة بانتست اللي انت دايما هتتقابل اه كل بقى اللي بتكون موجودة انترنل خصوصا من الـ Active Directory component اساسي من الـ Internal Network Pen Test فانت هتقابل Security Controls هتقابل Network Connection و Network Appliances مثل الـ Routers والـ Switches والـ Gateways وهتقابل الـ Active Directory فالثلاثة هم اللي بيجمعوا الـ Network Penetration Testing الـ Internal والـ External ان كان الـ Active Directory يعني اكتر شوية في الـ Internal بس ساعات برده برده في الـ External بتلاقي ممكن ساعات تلاقي Application بالـ Communicate عن طريق الـ L-Dub مع الـ Active Directory فتلاقي مثلا انت ممكن تبص على سيناريو مثل الـ L-Dub Injection فالمهم يعني هي الـ Network Pen Test يتمحور في التلاثة دول الـ Network Connection والـ Appliances الـ Security Appliances الـ Active Directory وساعات مش دائما بس ساعات في الـ Internal Pen Test بتلاقي Internal Web Applications ممكن تبص عليها وصل انها ممكن تكون ما تخليك ان انت مثلا تكمبرميز الـ Internal Web Server ومن Internal Web Server تبيوت بقى على بقية السيرفرات وتكمل بقى حياتك بقى مع الـ Network Appliances والـ Security Appliances الـ Network Pen Test من اكتر حاجات اللي بتطبق الـ Cyber Attack اللي هو خلينا نبتدي يعني ايه خلينا نحكي القصة اللي حدودتها كلها نجد ما نقسمها وبعد ذلك اقول لك انت من خلاص انت من دلوقتي بتعمل External Network Pen Test هذه الرسمة مشتركة ما بين الـ Red Teeming وبين الـ Network Quint Test بس اقول لك يعني لما نجح الـ Red Teeming سأقول لك الفرق ما بينها وما بينه دلوقتي بس خلينا دلوقتي في الـ Attack Workflow اللي بتعمل اللي انت الاول بتعمل External Reconnaissance انت دلوقتي من بره فانت بتعمل External Reconnaissance من بره بتشوف الـ Assets اللي شغالة وتشوف الـ Serverات وتشوف الـ Network Services بتشوف هل يوم Public Exploits او لا بتبتري تعمل لهم Enumeration للـ Service اللي قاعدة المهم يعني انجحت في الخطوة دي وانقدرت ان انا Compromise Machine فقدرت ان انا Compromise Machine فانا كده انا دخلت من بره لجوه طيب نبتدي بقى بدل ما كنا بنعمل External Reconnaissance Over Internet نبتدي نعمل Internal Reconnaissance Over Internet هبتدي نشوف بقى الـ Subnets اللي جوه الـ Service اللي جوه التكنوليش اللي جوه ماشي ازاي او�ا انا معناك اده ان انا معاي اكتاونت او��تدي ايه انا بقى معي الوقتال افتدام مثلا ايه ا شوف لو اقدر اختر نفسا اكتر من جهاز عليهم نفس الوقتال اا او الوقتال ابنت ان تأخذ مسلا تأخذ الموت كود اكسيكيوشنز على على اجهزه تانية بس بروكال ااا ااااااااااااااا اقدرت اجيب منه يسكليت هنا ان انا اقدر اجيب اي اه احصي ملاتي. فقدرت اعمل بقى دومين دومين بيننس. اللي لنا خلاص سيطرت على دومين كله. انا اعلى واحد فى الدومين. فاخد ريطة على الاسد. بعد كده ابتدي اعمل هكتدى اشوف مليون الاسدس المهمة. هاتلي بقى الاسدس اللي هي علاقة بالفينانشل والاسدس اللي هي علاقة بالصباح. الاسدس اللي هي علاقة بالداتا بيز. حيث وباخد اسدس على السرق. حد ما بوصل في الاخر لانا بعمل اكسفلتريش دي اللايب سايكل او الرودماب كلها بتاعت النتورك بينتست اللي احنا بنعمله او الفلو او الميسيدولوجي من اول انترنل من او اكسترنل حد الانترنل لو انت انترنل فانت بتهمل اول اتنين دول انت 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 بتبقى انت بقى اكسترنل اولا بتبقى كمبروميزمشي انت خرص بتبقى انترنل جوه فانت بتبقى فانت تبطي من مرحلة الانترنالي كونسانس لو انت اكسترنال فانت تبطي من هنا هذا ملخص الذي لكم في النيتورك النيتورك بنتست اي حاجة انت تتصل على نتورك انتبوينتس سيرفرات مثلا ممكن البرينتر موجودة الراوتر اي حاجة انتبوصل على نتورك اي حاجة من دول ممكن يكون فيها تودى لك او تفتح لك سيناريو ثاني ففي النيتورك بنتست انت بتاخد الانفوريومت ككل النيتورك بنتست ساعات بس دي بتبطي من الناس بيزد الوارلس بنتستنج انت مثلا بيجي عندنا بيجي عندنا مثلا الشركة و بنتست الوارلس هل تقدر تاخد اكسس عليهم هل تقدر تبريك الوارلس سيكوريتي الوارلس بنتست او الوارلس بنتست بيكون برضه ساعات بس مش ده العادي بس ساعات الكستمر بيجي بمحاططها اذا باندل فيها بمحاطط الوارلس بنتست بمحاطط الوارلس بنتست طيب الريكويرد سكيلز بتاعت النيتورك بنتستنج لازم تكون فاهم تكون فاهم النيتورك نفسها تتكلم ازاي البروتوكول بتكون هل تمكن هب أحد فى محاطط الناتورك فى محاطط الوارلس ايضا ايضا تكون انتر بطل انتر بطل ففقد تفهم فكرة الناتورك لازم تكون اعرف كيف تستخدم الوضع و الاكسي بلويت كمان بره اطار التولز لازم تكون نعرف استخدامه ازاي بايه دك انت لان ساعات بتضطر اللي انت مثلا لقيت بابلك اكسي بلويت فبتنزلها بتعملها كومبيل وساعات بتعدل عليها عشان تشتجل فان الموضوع مش كله دايما ماشي بالتولز لازم تكون فاهم يعني ايه فايروول طب الفايروول بيشتجل ازاي طب ايه الفلوز اللي بتاعت الفايروول اللي تعت estimation بأيه اصلا اللي لتعملها فايروات ما المشكلة الفيندور ما الفرق متبالوالتوا وفورتي نت وصوفوس وفورس بوينت تبقى فاهم النتورك سيوليوشن الثانية ايه اي ساي الاي بي اس كل داي لازم تكون عارفها لازم تكون تفاهمها لازم تكون تفاهم طبعا الكون العديد تعتها يعني ايه ايكسي لست يعني ايه اي مين تراسة يعني ايه domain اصلا يعني ايه forest يعني ايه domain admin يعني enterprise admin يجب أن يكون فهم كل شيء في ال Active Directory يجب أن يكون عارف ال Network Attacks يجب أن يكون عارف الفرق بين Attacks على المستوى ال Internal و Attacks على المستوى ال External طبعا دائما وابدا يجب أن يكون عندك Technical Writing Skills عشان تكتب الريبرت بتاعك خصوصا من الريبرت بتاع ال Network بيكون مفصل أكثر وفيه details كثيرة أكثر من ال Web جالبا يعني بسبب ان ال Components في ال Network بيكون أكبر وال Workflow في ال Network بيكون أكبر يفضل يفضل دائما عندما يأتي ناحية اي development هقول يفضل مش هقول لازم ان انت يكون عندك Scripting Skills زي Python و Partial و Pash في سيناريهات في ال Active Directory Pentesting بتخلص دائما بال PowerShell Script سيكون عندك Partial Scripting عن البيثون كمان يعني ال PowerShell بيخلص ان الريوهات كثيرة أكثر من البيثون بيعمل شوية Automation لكن او في مثلا او في Task لو انت عايز تعملها لو انت مثلا في حاجات معينة لازم تتربط ببعض او او حاجات توتوميت مع بعض او ماشي بالبيثون لكن في ال PowerShell في سيناريهات على ال Active Directory ال PowerShell على طول بيخلصها بسبب ال Integration ما بين ال .NET او اللي هو بيعمل بيبقى مفيد جدا في موضوع ال Active Directory Pentesting طبعا الباش اللي بيكون مفيد برضه في Linux Pentesting يجب ان تكون عارف البيوت technique اللي انت ازاي لو انت في VLAN معينة او في نتورك معينة او في نتورك معينة او او تبعض على الناتورك الثانية اللي هي بتكومنيكات معهم بس انت متقدرش تتروح تكلمهم الا بـ Permission معين او ب Access List معينة فبتحتاج دايما البيوت techniques ده سيناريو اساسي من السيناريات بتاعت ال pernetration testing مثلا لو انت دومين يوزر عادي فانت عايز تبقى دومين ادمن ولو انت يوزر عادي على ال linux عايز تبقى route عايز تعمل privilege expression هنا وهناك فعليها تكنيك كثيرة وفي تكنيك خاصة بالwindows بس وفي تكنيك خاصة بال linux بس فلازم تكون عارف privilege expression paths لازم تكون عارف ازاي تلاقي كل path وكيف تكسيبوية الباوز هي كثيرة شوية لكن اكتر حاجات انا لها البيتي بي اكس او البيتي اكس بتاعت اي ليرن في الوفينسي سيكورتي في الاس بي والوس دي بي بتاعت الويرلس فيها كورس كثيرة فيه اللي بيركز على الفانوريتي اساسمت يركز على الويرلس وطبعا البيتون خلصنا الموبايل خلصنا البيتشين خلصنا الويب خلصنا الانتورك نيجي بعد كل تكنولوجيا سهلة تيجي تكنولوجيا صعبة بدأنا سهل الابر بالموبايل بعد ذلك اخذنا معه الغريب البلوكتشين فصلنا بالويب متعارف بعد ذلك بعد ذلك فصلنا بالنتورك الكلام ممكن يكون ما بين الناس بعد ذلك نيجي اي او تي والفرموير مع بعض اي او تي اي او تي اي او تي نيجي اي او اي 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 او اي اوو اي اصلا�� المختلف a اي او تي اي او اي اي او بيكون على اكتر من ليفل زي ما احنا مثلا كنا قلنا في فيه على مستوى البلوكس وعلى مستوى النوتز وعلى مستوى النتورك هنا برضه فيه على مستوى بتاعة نفسه بتاعة ايو تي الفيرموير بتاعة بتاعة السوفتوير اللي شغال عليه والراديو كومينيكيشن طيب اول حاجة ما يبص عليها في فكرة هل فيه سيريال بورت ولا لا السيريال بورت دي بيبقى سوكت موجود في الجهاز بيستخدم عشان اكونكت على السيريال انترفيس ده انترفيس بيكونكت او بيخليني اكونكت دارك لي على الهاردوير بتاع او على الفيرموير اي مكان استجدامه يعني بتاع ديفايزز على طول فهل فيه سيريال بورت ولا لا سيريال بورت بيبقى شكل السوكت عامل زي السوكت بتاع كابل الفيجا بتاع بتاع الشاشة اللي هو العريض اللي فيه اللازرق العريض ده اللي هو فيه اكتر اللي هو فيه بانز كتير ده هل فيه اي انسيكير اسنتيكيشن على السيريال بورت دي ولا لا هل مافيش باسورد هل مافيش اي نوع من انواع اسنتيكيشن هل اقدر ان انا اعمل ضم للفيرموير من خلاج الملكرية الجي تاج والفلاكشيب سهلا اه طيب اي هو الجي تاج ده الجي تاج ده ده فيزيكال هاردوير انترفيس بيستخدم عشان اله بيستخدم في الدباجينج والبروجرامنج اه لزي مسلا زي ما انا اكون انا بعمل بروجرامنج لمايكرو كنترولر فانا باستخدم الجي تاج ده عشان اعمل دباجينج واستخدم وقدر اعمل بروجرامنج عليه هل فيه اي اكسترنال ميديا بيستخدم زي ان انا مثلا اه زي اي اكسترنال ميديا هل فيه اي اتاكس بتيجي من خلالهم ولا لا الباور اناليسيس والسايت شانل الاتاك ان انا بقدر اعمل من الشباية او من السيستم عن طريق المانيبوليشن والاناليسيس بتاعة الفيزيكال براميترز بتاعة الجهاز ذات نفسها طيب الاتاك فيكترز بقى بتيجي على الفيرموير هل مسلا انا فيه اي ان انا اموديفاء الفيرموير ازود فيه فانكشن مثلا الرافة فانكشن موجودة هل فيه اي اي موجودة او موجودة او موجودة او مش بتشكل المتاح او مش بتشكل الانب تاجرز فانا فانا بالتالي اقدر اي اي فيرموير متعدل ويضعه في الجهاز فيشتغل بالشكل الي الي عايزه هل فى اي موجود . هل موجودة اي يوجود اخرجم من ¨ هل الفيلموير مكتوب بشكل يوضح انكانية الجهاز كله فبالتالي اقدر افهم الجهاز كله عن طريق الفيلموير هل في اي انكانية لانا اجستراكت بتاع الجهاز من خلال الفيلموير هل في اي مستخدمة مستخدمة او اي مستخدمة او اي مستخدمة فريمورك او او اي حاجة فيها معروفة هذه هو في اي المستخدمة موسيقية موسيقية المنتجلك هو اي مستخدمة وعشرين bagife او داخل لانا والمثار والنubstid المعط brains نقعم المعطاق Alsat المعطاق مرة أمöhار بوضع حديث تصنات err إذا يتم صوتنا على وضع المعطاق عندما تفضلTrack عندما يتم تعاني على ويقدر يعمل لها ويقدر يعمل لها وبعد كده يقدر يعمل لها ديلي او يقدر يعمل لها او ميس دايركت ما تروحش للرسيفر اللي هي المفروض تروح له ويوديها لأي اتجاه هو عايزة فالفكرة ان هي دي ان هي الترافك تلعت من الاتكر عمل لها انترسيبت خلاص بقى يعمل فيها اللي هو عايز يرقع يبص عليها ويرجع الرسيفر تاني يوديها لحد ثالث خالص اللي هو عايز بياخدها ويبقى هو الصورس يبقى الاتكر بيبقى هو الصورس هل انا اقدر اشوش على الكمميكيشن واقدر عمل جامنج على الكمميكيشن بتاعت الدفايس ولا هل فيه لك اقدر افك الكمميكيشن وتصنط عليها واعرف اللي بيتقال هل اقدر اكستراكت اي من الراديو باكتس ولا هل اقدر اعمل انترسيبت وموديفكيشن لللايف كمميكيشن ولا لأ كل دي اتاج فيكتورز لازم ابص عليها في مرحلة البنتست للآي او تي ديفايس الفيرموير بنتست ميسودولوجي الفيرموير ده ليه ميسودولوجي كاملة منفصلة او يعني ايه دنيا تانية خالص ايه عن الايو تي هو جزء من يعني ان انا بعمل اودت هو عجوز من ايو تيستنج كله بس ساعات بتعمل لوحده فالفيرموير بيمشي على المثالولوجي اول حاجة زي اي حاجة اي حاجة في البنتيست ازم هنا انا ببقى الغرض ان انا بجمع كل التكنيكال انفرميشن والدوكمنتيشن عن الفيرموير ذات نفسه تاني مرحلة ان انا اجيب الفيرموير بقى نفسه يعني انا عايز الفايل بتاع الفيرموير ان انا ابتن الفيرموير ده ليه اكتر من طريقة انا بجيبها بين بس يعني لسه انشح الكلام ده كله بالتفصيل اه ابتنينج الفيرموير بعد كده ان انا بعمل اناليسيس للفيرموير ببقى ببتدي بقى اودت عليه وابتدي اشوفه اللي فيه اه اه بقى اشوف اح tacticsه من hmm Lei اه اه بقى اناليسي Lincoln components اشوف љ mine اميليه اتشوف انا اعز اشغل فارموير ده هلفابية انا اشفر الموير دها لكن ا defeating مش اشفره اعلى . انا انا there's more than emails بيبقى بتحط انت عليه الفيرموير للمعين هو بيبتدي يشغلك الفيرموير كأنه زي الديفايز الحقيقي بالضبط فتبتد تعمل اميليشن عشان تقدر تعمل دايناميك اناليسيز وران تايميليشن خلاص انت هنا عملت الاميليشن فرموير بتبتدي بعد كده الديناميك اناليسيز دايناميك اناليسيز اللي انت بتبتدي تعمل سكوريتي تستنج على الفرموير وعلى الابليكيشن انترفيز نفسه الاناليسيز اللي انت بتشوف الاناليسيز الكمبيلد بايناريز في خلال الديفايز ران تايميليشن يعني بتشوف البياناريز اللي بيحصل لها كومبيليشن في خلال الاناليسيز هل تقدر تعدل فيها هل تقدر تغير فيها بعد كده بتعمل بايناري اكسبليوتاتيز اللي انت طلعتها من الاناليسيز انت في الاناليسيز انت بتاناليز الكمبيلد بايناريز خلال بتاناليز كومبيلد بايناريز وطلعت الفانرابيتيز في الاخم مرحلة بقى بتاكسبويت الفانرابيتيز اللي انت طلعتها دي اه في البياناريز لعشان تقدر تاخد مثلا كود تقدر تعمل تقدر تاخد كده يعني طيب ننجي بالتفصيل بقى اللي بيحصل في كل كل مرحلة في انا هنا باطع المعلومات التي احتاجها ghost what does cpu Bilicam? اللي بتعمل معها اللي بيقضر يتكون معاها дополн shoots بلاتفورم اللي يتكلم عليه المسؤول ان هو يعمل بوت للفيرموير هو المسؤول ان هو يقوم الفيرموير بالابتكيشن بتاعه فده اسمه المسؤول هل فيها مثلا ايه المعلومات اللي انا اقدر اجيبها منها الداتا شيتس بتاعت الفيرموير ايه اي معلومات زيادة انا ممكن اجيبها من الداتا شيت السيد باتي كنبوننس اللي بتعامل معها الفيرموير الفي سي اي ده ده اه ينيك ايدنتفير بيبقى الصند للجهاز اه بيكون طبعا في الانويت از تيد اه فيدرال كومنيكيشن كوميشن وبيكون مقسوم اه الجزئين الجرانتي كود والاكوبمنت برودكت كود عامل زي 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 ماك ادرس كبه جزء بيبقى مخصص للفيندور وجزء بيبقى سيلي النمبر للجهاز فده بيبقى الاف سي سي اي ده بيبقى مقسوم مصطين الجرانتي كود والاكوبمنت برودكت كود بعد كده بشوف حل ايه الديزاين والداتافلو الدياجرام بتاع فلموير يعني تمشي ازاي الانستركونز بيحصلقة اول وبتوصل الفانيه ولالال Ок PET ورابع وهذه كلها المعلومات التي اقدر اجيبها من الريكونيس ايه انا الاكل اذا اه اماء كلها انا اقدر اجيب منها الفرموير اول حاجة اقول ان لو في ايه الفيندور نفسه هو اللي يقوم باقي لك الفرموير او الكلينت نفس هو اللي يقوم باقي конце هل تقدر انت تبالد الفيرموير لنفسه باسد على الواركترو اللي جاية لك مع المانيفاكتشر بتاعه هل تقدر تسحب الفيرموير من البوتلودر كونفجريشن ان ساعات البوتلودر كونفجريشن بيكون موجود في الباست بتاع الفيرموير هل اقدر اجيبه من جوجل دورك هل اقدر اكتب اسمه واكتب الاختياراته فيكون موجود على اي ويب سايت هل اقدر اعمل البيت في ال作品 اقدر اعمل من الانتظام كونفجريشن اقدر ان ترس البوزه فى اقدر اترسيبت الديفايس وهو يجب ال الابدات او الابدات فيرموير من الموقع ليكون اقدر اخد النسخة او مواد ونسلها عندي هل هي موجودة موجودة على اي اكستراكت على طول من الهارد ويرجي هل اقدر اعمله دمبنج من البوت لودر وهو بيقوم فدي كل الطرق اللي انا اقدر اجيبها فايل الفيرموير لو ما عرفتش اجيب فايل الفيرموير مش هقدر ارمش باقية الاستبسديل لان انا المفروض في تاني ستبن هعمل انا لازل الفيرموير الفيرموير لو مش معي انا مش هلا حاجة عمل انا لازل اصلا فهنا في فكرة الاناليز الفيرموير خلاص انا هبتدي بقى اشوف احاول اكستراكت الفايل سيستم والفايل والبيناريز اللي فيهم واشوف الفايل السيستم اللي فيهم بعد كده اناليز بقى الفايل سيستم اللي انا عملت له اكستراكتنج ده فايل سيستم ده انا ممكن اجيب من نوعية اشوف هل فيه اي لجاسي او انسيكيور نيت ترك ديمونز هل فيه اي هارد كوددد او سيرفر ديتيل زي الفيرموير ده مثلا بيكمنيكات مع السيرفر فلاني هل في اي هاشوف او منيبولية الابديت سيرفر فانكشناليتي هل اقدر اغير مثلا الادرس بتاع الابديت سيرفر اللي هو بيجيب منه فحط مسلا باسلا السيرفر بداعي فاكده ياخد الفيرجين اللي ما هل اه ارى بقى الانكمبيلل كود وستارتاب سكريبتز هل اقدر اعادل فيها هحط مسلا بانشيكت فيها اي كود يدخل في من ضمن الستارت اف بروسس فيقوم مع الجهاز كل ما يقوم. امليات الفريمورك عندي ثلاث انواع من الامليشن. پارشل امليشن اللي انا بقى امليت جزء معاد من الفيرموير مش بقى امليته كله. او او امليت امليشن بقى بقى امليت الفيرموير كله. وا Lingulation ده بيحصل على اا نوعين من الاجهازه. يأم ما علي جهاز حقيقي لان انا بقى امليين الفيرموير علي جهاز حقيقي معي انا جهاز تست عليه اا او بقى ميليتر على وضع اي اي ميليتر اا فيرم وير سوري سوري بعد كده بعمل الديناميك اناليسز اللي هو الساكيري تستنج على الفيرم وير وعلى بعد كده بعمل اللي انها باناليز بيعصل لها كومبيلاشن في الرانتايم وبعد كده وفى وبعدها بعملها بطلع منها الفانرابيطيس والفانرابيطيس دي بستخدمها لان انا بعمل اخر حاجة اللي هي البياناري اكسبلويتاشن ايه الريكويرد سكيلز في الاو تي والفيرموير بانترشن تستنج لازم يكون زيها زي الاي سي اس والاو تي لازم يكون عندك معرفة بالامبيدد سيستم لازم تبع فاهم الاو تي اركتيكشاب يشتجل ازاي لازم تبع عارف او عندك خبرة بالفيرموير انا ولازم تكون عندك معرفة بالربورس اا لازم تكون الفاهم اللي انت ازاي تعمل اا زي штurون Elternel components والconsultantd بتاعه لازم يكون عندك في في البياناري اا ااا الاناليزين والو انت تطلع اااا samples ver Here Legendary ويتعمل ابناخر او يعني من الاخر يكون عندك اينتا aproximadamente وليف يجب أن تكون فاهم جدًا لكي تكون فاهم ويحصل كيف يحدث ويحصل كيف يحدث الكورس اللي علاقة بال ايو تي ايو تي ايو تي عمل كورس بتاع ايو تي ايو تي ايو تي بنتستر اكاديمي عمل وعمل ايو تي و ايو تي كده خلصنا الموبايل خلصنا خلصنا الويب خلصنا خلصنا الائي سي اس خلصنا النيتورك خلصنا الفيرموير والايو تي ايو تي كده نيجي الاخر حاجة اللي هي الكلاود بنتستنج كلاود بنتستنج يجي من تقريبا من اكتر الحاجات اللي مطلوبة في الحاجات كلها الفترة دي اكتر حاجات تلع ترند هي والاي سي اس يعني انا اكترت اكتر حاجتين تلعين ترند في الموضوع كله ترند جديد يعني وطبعا السابتين من بداية هو نيتورك والويب بس انا قصدي اكتر حاجتين دلوقتي مطلوبين في الماركت بشدة الاي سي اس والبلوكتشين والكلاود مافيش ترتيب ما بينهم كلهم مطلوبين كلهم بيحصل عليهم على التاكس كلهم قاعدوا فترة كبيرة قوي في الماركت ومحدش بيبصوا لهم من نظرة فالكلاود بين تستنج دلوقتي من الحاجات المطلوبة جدا الحاجات اللي بيجينا فيها بكترة الحاجات اللي دلوقتي بسبب ان كل الناس دلوقتي بيتميجريت على كلاود كل الناس دلوقتي تقولوا لو تختار ان يبقى عندك سوليوشن امبريم ولا عندك سوليوشن امبريم لا يقول لك يا عم ام امبريم انا اعرف على اي كلاود سيروز بروفايدر ومشيلش اهمه بعد كده كل الناس بيتميجريت على كلاود كل الناس بيتميجريت على كلاود فبقى كده عدد الوزر الضعف مرات كتير عن سابق كما احنا قلنا في كل ما التكنولوجي بتطلع ترند التاكس بتطلع ترند فخلينا نتكلم عن كلاود التاكس اول حاجة لازم انتبع عارف ان اشهر كلاود سيروز بروفايدر مشدول الوحيدين الموجودين بس اشهرهم واكتر السيروز بتبع عليهم هي جي سي بي او جوجا كلاود بلاتفورم امازون امازون وأجر بتاعت ماركسوفت الكلاود لها ثلاثة موديلز في هايبرد موديل يجمع ما بين اقطع بين موديل والتاني بس خلينا نتكلم في المين موديل اللي هو الاس 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 وواقع هو عباره عن هو 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 انت كل اللي انت أنا بأجرلك او بيعلك هو هو انت بتستفيد بس لا بتستفيد بس واي هو تستفيد بقى حاجة تدري. فأنا عامل لك الكلاود بتاعتي ان هي تبقى где تستخدمه معين. فدي الـ platform as a service. انما انا انا بدي لك platform كامل. انت تشتجع عليه. ممكن على environment انا بدي لك environment انت تشتجع عليها تبني عليها انت بقى عايز تبني عليها environment أعيز تبني عليها وعلا على سبيل مثال الويندوز اجر ده هو اه الهروكو الاباتشي استراتوس الابن شيفت حاجات دي كلها انت بتبني عليها انفايرونت كاملة اي دا برضو اه اه بلاتفورم ازا سيرفز فانا بديلك هنا انفايرونت كاملة انت بتبني عليها اللي انت عايزه الاس انا بديلك زي ايه زي أنا أقل لك data center. data center بالnetwork بالconfiguration بالvirtualization بالسيرفرات بتاعتها بكل حاجة. infrastructure as a service. زي digital ocean. AWS. Amazon Web Service. زي Microsoft Azure. زي Google Compute Engine. اللي هو GCE. كل دي infrastructure as a service. ده responsibility model. ما بين cloud service provider وما بين cloud client. لما تأتي تعمل implementation ولما تأتي حتى تعمل penetration testing. لو انت اخذ package او موديول او approach infrastructure as a service. انت كا client او كا customer مسؤوليتك بس الحاجة اللي باللحمر دي. user identity والaccess والdata التي على infrastructure والapplication. يليك دعا بالvirtualization بيحصل. ازاي. لديك دعا بالnetwork والinfrastructure. اللي شايلة الinfrastructure بتاعتك. ولديك دعا بالvirtualization. حاجات دي هي مسؤولية يعني حاجات الربروماضي هي مسؤولية service provider. حاجات اللي بالأحمر هي مسؤولية client. او اللي ليه يعدل فيها و اللي ليه يغير فيها. في platform as a service. انت لديك بس علاقة بال الusers والdata والapplication. software as a service. انت لديك علاقة بس بالusers والdata. مش اكتر. السكوريتي سكوب في الكلاود. او احنا بنبين تست. ايه على cloud. انت بنبين تست الapplication اللي على الكلاود. شوف ال design flow شوف ال business logic flow. شوف كل الفلوز اللي في الapplication. بنبين تست السايفس بتاعة وتلاود. زي minec easy payload buds. او اكسس وكل ده. بنبين تست ال account اللي موجودة او perspective تاة ال account زى ال iam rules اللي هي identity access management rules. او 해�half crosses or cross platform account او 섭 accounts وال accounts and relations. كل ده انت بنبين الاب wszystko على стрائتة للمعمل domain هو الاخترنت الترتيجية او الكروس اكاونت الزبات متحابة كل ده يبين التسته على السكوري ليس بجرد تسته على الكلاود ازاي بدون فعل الكلاود بتسته على سبيل المثال الرقنسان او المينزيط بيتات الكلاود بن تست مختلفة عن النتورك بين تسته مختلفة عن عن الابليكيشن بين تست بسبب ان الكلاود عندها نفسها مختلفة على سبيل مثال زي في الريكونيسانس انت مثلا بتجيب الديان اس ريكورز عشان تقدر تحدد الكلاود بروفايدرز والسيربسيز اللي قايمة على التارج الدومين ده والهم مسؤولين عنها مثلا بتجيب الايلانتي عن طريق جوجل دورك او عن طريق الديان اس ريكورز عشان تقدر تعرف برضو التكنيرجيز والسيربس بروفايدرز اللي شجالين عليها في اكتر من طريقة او البرسبكتيب بتاع الريكونيسانس اللي مختلف بقيت بتدور على حاجات مختلفة غير الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الريكونيسانس بتاع الوب ابليكيشن حاجات خاصة بالكلاود فعشان كده تفهم او في فرق بين المايند في الكلاود بين تست وبين الاستفاضة اللي شخص مش كلهم على الانترنت بخلاص لا هو كل واحد لكم بونس انت لازم تصير عليه على طبيعت التكنيرجيز اللي انت اصلا ببين تستعليها اا مترا اتك زي ما عملت��ة θ PIC الشرق هي عملة فريمويورك في الكلوج اتكس او قدومة على سيرب راياتك في كل فيه فيها معينة برضو تقدر تراجعها من اللينك كده بتاعت ما تفرقش كتير عن النتورك وعن الويب بس زيادة عليها انت تكون فاهم تاعت كل فندور لان كل فندور بتختلف عن الثاني امازون بيختلف عن اجر بيختلف عن جوجل كلاود تفهم الطبيعة بتاعت كلاود تننت نفسها بتتكون من ايه ازاي بتشتغل ازاي بتتكلم مع ازاي كلاود امبريلا ذات نفسها التننت اللي تحتية كلها بتتكلم مع بعضها ازاي ازاي نفس كلاود تننت بتحكم في اكتر من كلاود تننت تفهم مساوزة تننت بتاعت كل سيرفيس بروفايدر تفهم الاتجاج متعقرا بتاع الكلاود والفندور اللي تتبع موجود عليه وتتخترف من كلاود من الفندور لفندور الثاني مثلا الخصوات بتاعت امزو مش هاتيه في ايه اجر الاختيف دائريكتري لحصل على الاختيف دائريكتري و اكتوف دائريكتري مش هاتيه في ايه امزو فعشان كده فيه بتحصل على كلاود فديه بينهم كلهم ما فيه مشكلة فيها بس فيه بتحصل على كل فندور فلينت لازم تكون عارفة مني في الكلاود بنتستنج سانز عاملة كورس وابنتستر اكادمي عاملة بوت كامب وعملة عامة اثنين بوت كامب واحد الاشجر واحد ال اي اي او اس سانز عاملة جينيريك كلاود بنتستنج كده احنا خلصنا البنتستنج كله مش فاضل بس الجري الفيزيكال اكسز اه وده الفيزيكال بنتستنج واليوزر بهافير واللوجيكول بروسيس واليوزر بهافير والفيزيكال بنتستنج افضل انهما كانوا يتقالوا يعني في في الريد تيمينج اكثر من البنتستنج بس كده مينلي كده كفرد كل الكمبوننت اللي بيحصل عليها بنتستنج خلينا نتكلم بقى في تراك تاني خالص بعيدا عن البنتستنج او مش بعيدا عن البنتستنج هو تراك برضو من تراكات الاوفنسف سكورتي او الا انا بعتبره اوفنسف سكورتي في نص ما بتصنفوش كوفنسف سكورتي بس انا شايف ان هو بيحتاج تكنيكس لازم تكون موجودة في الوفنسف سكورتي اجينيري فعشان كده انا اعتبرته من الدبورتنس بتاعت الاوفنسف سكورتي او هو الديف سك اوبس ايه الديف سك اوبس ايه الديف سك اوبس اصلا اه ليه بنحتاجه وليه الموضوع بقى ترند ليه بقى من اكتر الشغلانات المطلوبة حاليا في مجالنا اه انا شخصيا جالي في اكتر من من او بورتيونيتي اه مجال بقى مطلوب اه اه وهنعرف بقى مطلوب له وهو سهل كمان ان اي حد يدخل فيه وسهل ان اي حد يشتكل فيه الموضوع ليه مستقبل كبير جدا للموضوع اصلا لسه بادئ فمش هنتهي قرائق ah ok العديد من مجالاه لديه انت من المجاله المنتطعه يسلللللل المتوار叫 تتعلم ايه امي كثيره وتبع ايه تحفظت في ايه ايه في ومن المجاله اقول انا بحب ان اتعلم فيها مجالها اولا وبحب شغل فيها oh فيها فتعال نتكلم عن الديف سيك اوبس ليه هو مهم ليه هو بقى مطلوب طيب خليلنا نتكلم في الاول قبل ما نشرح ايه الديف سيك اوبس واحنا ليه محتاجناه خليلنا نتكلم اصلا احنا ليه محتاجنا الديف اوبس قبل كده قبل الديف اوبس يعني في قبل ما يظهر كان احنا ماشيين بحاجة او اذا ما نبيصها لمشي حاجة اسمي الزيل سيكريل كان الموضوع عشان اطلع او اعمل ابليكيشن افقب اطلع ابليكيشن موبائل ابليكيشن كان الموضوع سيمبل وكان الموضوع ان ماشي على بلان واضحة اول هه انا انا اعمل بلاننج الذي هي عمل البيانيج اللي انا اشوف اه اه احنا اول الزيرو ليفل اللي انا بعمل خلاص انا محتاج اعمل ابيكيشن وبعمل كونسب انا خلاص انا عندي انا عايز اعمل كذا طيب بعمل بلانيج بعمل بلانيج واناليسس بابتدر اشوف انا محتاج ايه الكمبونيس اللي انا محتاجها الاركتيكشن هيتكون من ايه بعد كده اعمل ده اوبصال شكل الانترفيس هتسلم من هنا هيسلم هنا فاابتدي اعمل system design لهو اوصل في الاخر لانا بطلع شكل الابليكيشن بعد الديزاين ببتدي اعمله هو الكلين خلاص بها اعمل بتدي اربط باكل اربط اللي بتاعت الابليكيشن فاابتدي على كده اعمل الانتجريشن شان انا كنت اعمل مفصلة عن بعضها ابتدي اجمع واحده بقفله بحس ان خلاص بطلع بايناري واحده بطلع بقى الوب ابليكيشن الفايلز بقى بتاعته اما بطلع موبايل ابليكيشن بقى بطلع الابيكي والاي بي اي ولا بطلع ديكستوب ابليكيشن بطلع مثلا .jr.exe بعد كده بعمل له مانتيننس لو حصلت له اي اشيو فالاس دي لسيه كانت بسيطة جدا كانت واضحة كانت سيستيماتيك وكانت بتأدي الغرض بس مع المنظر ده الموضوع اختلف ده 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 المودرن سوفتوير كومبليكيستي مودل او او الاكسترا ليرز اللي تزودت على المودرن سوفتوير بقى الموضوع عندي مش قبل كده كان موضوع ويب سيرفر وخلاص قضيت على كده دلوقتي بقى عندي كمبولنس كتير زي مثلا ميسج بروكرز اصلا في حاجات على الكلاود زي الاس اس سيرفزز وفيه داتا باس على الكلاود زي الفاير باس مثلا وعندي سنتراليز ميسج بروكرز وعندي انجرس كنترولر او لود بالانسرز وعندي سبرينجز وعندي كل واحدة من دول اي ابليكيشن دلوقتي بقى معظمه في من الويب والموبايل والبارتنر السيستم كل واحدة من دول بتروح من جاتوية معينة وبقى في اه في سيستم تعمل ومونيترينج بقى في سيكيريتي بقى في الاتوميشن بقى في هنا او تحطي على كوبرنت او السورن بقى في دي بتكزم في كنتينر زي دوكر والأركيتيج وبقى فيه كمبوننس كثيرة ما بقاش ينفع ساعتها ان انا امشي الاسد على الاس دي اللي احنا كنا منكلم عليها البسيطة بتاعت بلاننج والدوزاين والمينترنس والكلام ده فعشان كده انا احتاجت الديفوبس بقى خلا فيه لائف سايكل جديد او بقى فيه الموضوع بقى بامشي بسيقونس جديد وان انا اول بعمل البلان و بعد كده ببائد السوفتوير لما ببائد او بتست خلاص كده كان التست اخر حاجة في الاس دي اللي سي بعد كده منترنس لقى هنا بقيت بعمل ريليز لان الموضوع بقى فيه اكتر من دلوقتي في الابليكيشن الجديدة بقى فيه كثيرا بتحصل بقى في مينور اوبديت وبقى في ميجور اوبديت فأنا بقيت بعمل ريليز بعمله ديبلوي ده بعمله اه اي من كلبك الاول انا بعمل ديبلوي على لو فيه دوكر كنتينر لو فيه كلاود بتاعت ال اي ديو اس هكذا بعمله اوبريت بقى عن طريق انسبل والكوبرنيتس ولا اي من كان بعد كده بعمله مونيتور عن طريق السبلانك ولا الجينكنز ولا الاي من كان من التكنولوجي فالموضوع هو كنت انا محتاجه ضروري عشان اماتش المودرن او المودرن السيكوريتي كومبليكستي مودل طيب ايه الديف اوبس ايكو سيستم او الديف اوبس بيلعب على ثلاث محاور انه هو انه هو بي اوبريت او بي مناج الديبلوية الديبلويت بسيést بي مناج الإنتيماد تجيزه الديبلويت لماذا احتاجت التلاتة دول لانoft plastik كده انا عمل او but النياز بسبب التنوع او انه هو الديبلويت بسبب تعدد او تنوع فانا بقيت محتاج اكترول عملية الديبلوية مانت مش كل ما يطلع يوم يطلع يوم يطلع ريليز او يوم يطلع معمول له بوش او يطلع ديبلوي فعملية الديبلوية مانت تتخذ حيز اكبر من فكرة ان انا خلصت الابليكيشن او مطلع فيرجن جديد الديف اوبس قبل فكرة الديف سيك اوبس كان يمشي من الديفلوبر بيعمل اطلع تست الابليكيشن تست من حيث الفنكشنالية والانتجريتي والكلام ده بعد هذا ايضا يعمل بيديد ويعمل تبليد ويستخدم بالرغم بعد هذا اطلع تست خاصري الديف سيكوريتي تست سيكوريتي تست تصبح هنا وهنا 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 ممكن تكون مطلعه في حيثة الخاصة وفي الكود فسترجعه للاديف جد قادم يصلح في الشعب الكلام و بعد هذا يبدأ يمشي البروستاني فberديف هكذا لقد يستطيع الموضوع الناس تفكر في فكرة الديف سيك اوبس او السيكورتي ديف اوبس فبقى الموضوع بقى بالشكل ده انه بعد كل ما يخلص اي فاز هو بيعملها بيحصل سيكورتي اوديت وبيحصل سيكورتي تيست عشان تأفل المرحلة دي وما تضطرش اللي انت ترجع لها تاني فلما بيخلص كود بيعمل تيست على الكود ولما بيخلص التيست الفنكشناليتي بيعمل تيست ثاني لما بيبيلد بيعمل تيست ثالث لما بيديبلوي بيعمل تيست رابع لحد ما بيخلص خلص وبيرليس فكل فانا هنا مثلا لو طلعت فلنا رابيتي انا هعدلها وانا واقف هنا مش هاضطر ارجع للاقب لها ولا لقب لها لان الالقب لها اصلا خلصانين ومعمل لهم سيكورتي تيست ومتصلحين المشاكل اللي فيهم فانا كل بروسس وكل فاز بعمل لها تيست بيصلح فيها هي بس اوضطرش ارجع لقبل كده قبل كده معمول لها معمول لها ريليق معمول لها ريميدياشن اصلا فالديف سيكوبس ساعدني ان انا اولا اوفر وقت وفلوس ووقفر جهد اكتشف الفنكشنال في وقت بدري اكتر فا اضطر اصلاحها قبل ما اروح لأي فاس تاني فما برجع لأي فاس تاني فما برجع لأي فاس تاني فالموضوع بقى اسهل بقى اوقع بيكوفر كل الجابس اللي كانت محطوطة في الديف اوبس من زر اي سيكورتي بالفعل القيام في الديف سيكوبس بيثت على اكتر من ليbel او بيحصل على اكتر من ليبل اعا على الديف لاب اعمل اااااااااااaa,... وبمطفي تطبيق البرى ما والتطبيقdo البرى كانت ذات به مده اللي انا قبل ما بعمل قطيق اه اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا這個是 مجموعة من الشرح مثل تشيكليست او التست بترن تتأكد لانا ما نسكش حاجة كل حاجة موجودة بتتأكد من شوية تشيكليست كده قبل ما قبل ما اعمل كوميت وريليز الفرجن سكان هل انا مستقدم اي فريموركس فالنرابل اي سيري بارتي كومبونانس فالنرابل اخرى فريموركس او مرحلة الديفلوبان مرحلة الaser اغغغغغغغاض لانا اعمل لانا خلال سكان ومرحلة الهواء لانا اتأكد ان مفيش اي داتا في الريبوزوتري مثلا تعتقد جيتهب او جيتلاب ولا اي من كان مفيش اي سكرت موجودة مفيش اي مثلا اي او 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 اي مفيش مكتوبة في الكود او موجودة في الريبوزيطري فانا بتأكد من الريبوزيطري اللي الكود معمول له كوميتد عليها الريبوزيطري اللي هي انا دلوقتي خلصت الكود بس يسعى انتوش build فبتدي اعمل security test على الكود اللي هو static analysis او static application security testing او source code review ال post build خلاص انا عملت build للكود وطلعت الابليكيشن فبتدي اعمل dynamic analysis كماناتي او شلد الابليكيشن وببتدي اه تيست عليه وهو شلدال مرحلة security assurance اللي انا بخصوص safety testing وال dynamic ومع برضه اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا واستجدمتها بعد بقا في البلدنج يعني انا هنا عملت انا هنا استجدمت instal our code وهنا استجدمتها في الكود لكن انا بعض البلدين انا ممكن اكون استخدمت سير دبارتي اه 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 كنبوننس اتاني فبعملها سكان برضو في السوق هنا انا خلاص طلعت الابليكيشن واحطته في السوق واحطته بقي العشان عشان بس líneaستجرب وبعمل منيجابلية تاستنج و بعمل الترشان تاستنج المنيجابلية تاستنج او التاست منجمد هي بروسيس اللي انا بما فيها ان كلها اتعاملت اه بهاي كوالتي اه وطلعت اه هاي ريزلت كل تيستيس اللي فاتت ببقى فزي ايه زي بقلت على التيستيس اللي حصلت وبراجع الريزلت بتاعتها وبراجع ان حتى اللي فيها اتعاملت بعد كده بعمل كل بقى الابليكيشن بالباك اند بتاعته اتعامل ايه باينفرستراكشر بد خلاص ان هنا بعمل باينفرستراكشن الجانب بعد كده فى مرحلة خلاص انا خلصت وصلت ان اتعدل ايه لتاعته ايه اس اسوالي لاي اي اس اسوالي لدي مونة إخلابة التيس البيع و أدعمه بعمل لهобще الر наконец والاسفي بالاستك في الشيط strategies ويسعه ان هو بيماتي الخاص لي التحديد هل انا على حسب المساولتي اللي لدينيا مع ماتي عليها أو هل على مثلا بكمبلي على عيزو 2017 الف واحد هل انا بكمبيل على بي سي اي دي اس اس او ايا اي ممكن النوع على الكمبليلس انا بكمبيلس انا بكمبيلس انا بتأكد انها بيميت الكمبيلس بتاعتي بيميت الكمبيلنس الكلام تاعتي بعد كده المونيتورين что لانا بخلاص بمونيتر الابليكيشن عن طريق اه سم سوليوشن ولا عن طريق اي سوليوشن عشان بس اتابع لو في اي اتاكس حصلت عليه لو في اي حد مثلا بيصاب مت اي بيلود او بيصاب مت اي 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 ماليشيس امبوت فانا كل ده بقمونيتر عليه كل ده يتم في مرحلة او مرحلة او كل ده بيتم في نطاق الاسكيلز او في نطاق الشغلة بتاع الديف سيك ابس يجب ان يكون عندك افكلينس في الديف سيك ابس نفسها عشان انت يعلم الديف سيك ابس ركومنتaining يكون عندك البروغرامنج لانجوج بتاعت الويب او بتاعت عامة زي جوفا البيتش بي تفهم اه مفهوم الكونتينر والمايكرو سيروسيز وزي الدوكر والكوبرنيتس وكده اه تفهم يعني ازاي تعمل سريت مودلينج اللي معاك تفهم اللاتس طبعا دي 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 نصيحة جينيريك في اي حياتة بقى انت تفهم اللاتس طبعا يكون عندك وده اللي خلاني بعتبر ان هو مجال من مجالات الوفنسف سيكيرتي مش العكس ان في ناس بتعتبروا من مجالات الوفنسف لأ انا بعتبروا من مجالات الوفنسف ان الشرط اساسي فيه هي ان تقريبا في معظم الفيزيز بتاعته انا بحتاج الوفنسف سيكيرتي سكيلز زي البنترشان تستنج والستاتيك كود اناليسز اللي هي السورس كود ريفيو ايه الكورس بتاعت او الكورس بتاعت الديف سيك اوبس سنز عاملة كورسين كورس ديف سيك اوبس وكلاود سيكوت او في وبسايت اسم وعامل كورس fame اللي هو ستة فاي دف سيك اوبس اه اوديوبس entityوط عاملين كورس اسمه السفاء ما بنتر اكادمي عاملة كورس اسما ديف سيك اس Vie friendly اسمي ديف سيك اوبس انسك كورس او دق Beforesite إضافتouched per channel نقوم بقى المنسكية نقوم بقى معرفة تماما عن الفكرة أنت تسميتها من أول نحن ما بدأنا في الفيديو قد توقف في الديئة الأن الديئة التي أتكلم عنها نقوم بقى لفكرة أنت مختلفة تماما عن الفكرة هما الاثنين يعني البنتست والريد تيمينج عشان كده انا في الاول خالص قلت احنا نقول التراك اسمه ريت تيمينج لان الريد تيمينج ده حاجة اخرى فهنا الريد تيمينج نفس فكرة يعني هي 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 والبنتست هما الاثنين في نفس التراك اللي هو تراك الوفنسف سكيرتي ولكن ده مين سيت وده مين سيت تانية ده بيتارجت حاجات فعشان تفهم الكونسف كويس وقف الفيديو في الثانية دي في الديئة دي افصل شوية وارجع تاني كمل انا ذات نفسي هافصل وارجع كمل عشان تفهم الكونسف وتفهم الفرق بينهم هما الاثنين وامتا بنحتاج بنعمل وامتا بنحتاج نعمل طيب علشان ناحنا احنا الانظر من الإنترات من الإنترات أو من شكل ثاني أو منظور ثاني من الإنترات وهو كان بسبب المعتقدات اللي بتيجي عند الناس أو بتيجي خصوصا عن مستوى السيكوريتي بتاعتهم وبيقسوها بالنسبة للسيكوريتي سيليوشنز اللي عندهم مثلا في حد يقول لك احنا خلاص احنا بنسطب كل الباتشيز بتاعتنا فاحنا كده سيكورد احنا عندنا اوت باوند ديل بي اللي هو مافيش اي داتا تطلع من عندنا برا نيتورك بتاعتنا فاحنا كده سيكورد احنا ما بنافتاحش اي ماكروز فاحنا كده سيكورد احنا عندنا ملتيفاكتر او سيكورد احنا عندنا سيجمينتد نيتورك او ولي سجيمينتد نيتورك فاحنا كده سيكورد عندنا كل التصوي這裡 constructs الممكن انلك الناس مش فاهمة او الناس معتقدة ان warsافة عبارة عن technologies وبس وبار عن بوليسيز وبس ده كان جات الفكرة اللي احنا من البنترشن تستنج بس مش هنقدر نكافر كل انواع الموجودة او كل السيكوريتي جابس الموجودة فاحنا محتاجين سيكوريتي تستنج تاني بمويند ست تانية جديدة غير البنترشن تستنج طيب ده شكل الموجودة على ثلاثة لبل الديتكشن وليبل الموجودة اول حاجة ودي اخطر حاجة ان انا اكون كمبرميز ان انا اكون وانا مش عارف اصلا فاكتر الستاتيستيكس كانت طلع ان في اربع طبعا الستاتيستيكس دي تعاملت جلوبلي على سامبل كبيرة جدا من الشركات وسامبل كتيرة كبيرة جدا من المنظمات والبنوك والشركات ومنظمات الحكومية وكده ان اربعة وعشرين في المية منهم كان بياخد من ستة لاربعة وعشرين ساعة عشان يعرف انه مخترق تخالح انا لو خدنا المينوم المينوم اللي انت بقالك ست ساعات مخترق بيتم اختراكك في التكر عندك في النيتورك وانت متعرفش فاكتر الاربعة وعشرين في المية من الشركات دي كلها تقريبا ربعهم في بيعود من ستة لاربعة وعشرين ساعة مخترق فاكتر الاربعة وعشرين في المية من الشركات بتقعب من واحد لثلاث شهور لنسبة مرعب اقدارك مرعب انا مش قادر اتخيله ان انا ابقى من شهر لثلاث شهور انا كمبرمايز انا بقالي في حد عندي بقاله تلاتين يوم ولا ستين يوم ولا ستين يوم مخترق الاربعة ويعمل فيها كل اللي هو عايزه وانا ما اعرفش في ناس في 19 ونصف في المية من الشركات ومن الناس تعمل عليها السامبل دي بتاخد من يومين لسبعة ايام كل ده عمل فجوة زمنية كبيرة جدا ما بين الاتاك ما بيحصل وما بين الديتكشن بتاعته لما الناس بتاخد بالها هل الناس دي كلها ما عندها سكيرو السليوشن عندهم سكيرو السليوشن هل الناس دي ما عندهش مالتي فاكتر ناس دي ما عندهش مالتي فايرول وعندهش انتفيروس لعندهم وبس مع ذلك بقفيل اللي بيقعد من يومين لسبعة ايام ما بيعرفش ان فيه عنده đي كنبرمايز فيه 2.5 في المية وديه نسبة مش قليلة باست على عدد السامبل اللي موجودين السامبل دي ممكن تتعدى الالف شركة فلما يكون 2.5 في المية منهم يعني مثلا منتكلم في عدد مش قليلة من الشركات بيعود من اربع لست شهور تخيل نص سنة كاملة انت مختارك وانت مش عارف فيه تسعة وثلاثة من عشر من بيعوده من ثمان لثلاثين من ثمانة يام لثلاثين يوم عشان بس يدتكت ان هو تم اختراقه طب تمام انا انا دلوقتي ديتكت اللي انا تم اختراقي ان انا بقت كمبرمايز ايا ما كان بقى انا ديتكت بعد ايه بس المهم ان انا ديتكتت تب اخد قدي من اول ما بديتكت الاختراك لحد ما بوقفه يعني خلاص انا عايز اوقف الاختراك ده فيه ناس النسب الاكبر بيعرف يتصرف من ساعة لخمس ساعات بس برضه لسه في ناس بتاخد وقت كبير جدا يعني مثلا فيه 22% من الشركات ومن المنظمات الناس بتاخد من يومين لسبعة يام وهي عارفة ان فيه اختراك بيتم عندها وفيه اه دهتة بتتصرب من عندها وفيه ماليشيس اكشنز بتتاخد في الانفيرومنت عندها بتقعد من يومين لاسبوع وهي مش عارفة اه توقف الاختراك فيه اثنين ونص في المية من الشركات بيعود من شهر لثلاث شهور وهو عارف ان بيتم اختراكه ومش قادر يعمل كونتينمنت للاختراك ده طيب انا دلوقتي ان انا حصل عندي اختراك قدرت ان انا وقفه خلاص بقع اشوف في الناسبة الثالثة اللي هي from containment remediation ان انا من بعد ما قفت الاختراك اعيز بقى اصلح الى حصل وارجع داتك زي ما كانت وخلاص ارجع لطبيعتي 35 في المية بيقعد من يومين لاسبوع ان هو عشان يقدر يعمل يصلح الى عنده ويرجع ثاني اوبريشن ويرجع ثاني يشتجل في اه في اثنين ونص في المية بيعودوا من اربع لستة شهور لحد ما يعملوا ويرجعوا يشتجلوا ستة وتمانية من عشرة من من الشركات ومن الناس اللي عمل عليها الاناليسس ده بياخد من شهر لثلاث شهور بس عشان يعمل ويرجع ثاني يشتجل نسبة مرعيبة ارقام مرعبة انها تكون موجودة سواء عشان تدتكت الاتاك او عشان ترميدية الاتاك فده اللي خلانا نحتاج مع طبعا المنظور الخاطئ اللي كان في السلاد اللي قبلها ده اللي خلانا نحتاج سيكورتي اودتينج او سيكورتي تستنج بمنظور ثاني مختلف تماما عن البنتريشن تستنج وهنقول هو مختلف في ايه الريد تيمينج الفلوسفي بتاعته او الاكسرسايز بيكوفر مش بس بيكوفر التكنولوجي مشكلته انه هو بس بيكوفر التكنولوجي لكن الريد تيمينج بيكوفر التكنولوجي والبيبل والاسد بمعنى التكنولوجي بتعمل عليها سيكورتي تستنج البيبل بتعمل عليهم سوشال انجينيرين كامبينز والاسد بتعمل عليها اودتينج الاسد دي بتكون عبارة عن ايه عبارة عن لوجيستيكس عبارة عن وبيهيفير واتيتيود وكل حاجة بتوصل نون تكنيكال بتوصل انه ممكن يحصل سيكورتي جاب الفرق بين البين تست والريد تيمينج سريعا في كزا بوينت كده مرخصهم هنا بيقول لك القدرة على ان بيشيك قدرة الارجانزيشن والسيكورتي سيستن من هوا يدفيند الجانس الاتاك هنا بيقول لك بيشيك لو الشركة كلها مستعدين ان هم يواجهوا ايه الابتس 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 المستعدين هستطيع التطبيق الابتس نحن لا نرى اكبر قدم الفولنوربيتز يقول لك هنا انت تضرب اكتر من تارجت حتى الكريتكال اسيت و تكسفلتريت الدوكومنت في البينتست انت مبتعمل كده في الريد تيمينج انت بتعمل كده هنا بيقول لك كل السيكورتي يونيتس بيكون عندهم بيكون عندهم علم بالتست اللي بيحصل ومش بيمنعوه في البينتست بيعملوا كده في الريد تيمينج ما بيعملش كده في الريد تيمينج ما فيهش حد في السيكورتي او مفيش شركة كلها بيكون عارف ان في الريد تيم اكسرسويس بيحصل الا استيكولدر واحد من الشركة بيكون من التكنيك المانجر السيكورتي المانجر السيزو او اي من كان عشان بقية الناس تصرف بطبيعتها عشان انت تقدر تجوفهم فعلا في الحياة العامة او في الحياة العادية هم بيتعاملوا ازاي لكن في البينتست خلاص الناس كلها تكون عارفة او بيتسيب اكتب انتست براحتك البنتست او البنتريشن تستنج هو عبارة عن لينير بلان او لينير اوبريشن بمعنى حاجة منظومة ماشية واحدة بتسلم التانية انا ان هنا باخد الاسكوب بعمل بطلع الفنرابيتي باكسبلت الفنرابيتي بعمل باكسبلت الفنرابيتي بعمل باكسبلت او بطلع مني قد ايه ان ديريشن بتبقى معروفة بيزد على ان انا عارف الكلام هايخد مني قد ايه اما الريد تيمينج هو عبارة عن فليكسبل بلان ليش لينير خالص لان انا لما باخد الاسكوب بطلع الفنرابيتي بعمل بعد كده بعمل بعد كده ممكن اكتشف حاجة فترجعني ثاني لان انا اعمل ريكونسانس فالريكونسانس بيطلعني ثاني ان انا اخد اسكوب هل ده تابعنا انا مش تابعنا بعد كده اطلع الفنرابيتي اللي فيه بعد كده اروح للريبورتين خلاص بس لسه لا ده لسه فيه حاجة تانية فبتدي رايح جاي كده لحد ما حقق الوبجيكتف بتاعتي اللي هي الدياتا اكس فلتريشن انا اوصل انا اقدر اكس فلتريت الدياتا وقدر احقق السيناريو اللي يحدده اما اللي يحدده اما اللي يحدده فالموضوع هنا فليكسبل مش ماشي بماشي بسيكوينتز معين او مش دايما بيكون ماشي بسيكوينتز لان الاساسمنت بتاع بيكون سيناريو بيزد هو احنا بنرسل سيناريو وبنشوف هنحققه ازاي وبنكتب كل الطرق اللي بتحقق السيناريو ده يعني مثلا لو ابجكتف من ابجكتف اللي انا اعمل مش معنى ان انا قدرت اعملها مرة يبقى كده خلاص اوقف لا ده انا مطالب اللي انا اجيب كل السيناريوهات اللي اليوزر يقدر يعمل منها من السيناريو واحد ويبقى بيزد على الابروف تيتي بيز يعني انا قبل ما بيشتجل ممكن اقول للكاستمر ان انا اشتجل بتيتي بيز معينة فيقول لي مين فيها الابروف د ومين فيها الابروف د مش ممكن اكون انا اشتجل بتيتي بيز مش ممكن اكون مثلا اجانسة البولوسي بتاعت الشركة او هو مش محتاجها في الشركة او يكون محتاج تيتي بيز اخر الريدتي من لايف سيكل بيز على السيبر اتاك راتشين اول حاجة انا ابدأ الريكنسانس ابدأ الريكنسانس عشان افهم التارجت بيز انا اعمل الاكتيفتي عليه افهم اشجال ازاي الاكتيكشة بتاعته التكنولوجيا اللي جوه تجمع عنه كل المعلومات مش اكبر قائد لا ده كل المعلومات اللي ممكن حد اجمعها عنه بما فيهم بقى الموظفين باعمالاتهم بالهيراركة بتاعهم عشان لو هعمل سوشال انجينييرينج فلازم يكون فاهم مين التيكنيكال الاسطوف اللي في المكان مين اللي هبعث له الإيميلاد مين اللي عمي عليه فشنج فهذه كلها معلومات لازم تتجمع قبل ما يبدأ. ثاني حاجة الوبانيزيشن. الوبانيزيشن دي خلاص لنا بعد مجمعت المعنوات بتدي اعملها اناليزيز وابتدي اشوف الانفرستركشور بتاعت التارجت اشوف اشوف امبلويز بعد كده اشوف الجولز اللي انا محتاجها اللي هي متحددة الي وهبتدي اشوف انا هحققها ازاي وابتدي اعمل اكشن بلان دي وبعد كده ابتدي انفزها ابتدي مثلا لو هعمل سوشال انجينيرينج ابتدي اجهز الكمبين بتاعي بالفيشنج سيناريو ابتدي اجهز الانفرستركشور بتاعي ابتدي اجهز الانفرستركشور اش 他كبر امثرتك وابتدي اجهزcom لو في ملايوار ابتدي اعماله امثرتك اعمل بالديتودو الايفل وابتدي بإعمل فنجهز الانفرستركشن nuevo هنا اجهز الانفرست�에서 الانفرستركشوري انجل كرد لان اقامم امثرتكشورات عدد كبير من السيريهات يكون موضوع الموضوع اذا كان هناك موضوع الموضوع اريد ان اخضع الفيكتم ويجعله يدخله اريد ان ارى ان هناك موضوع ولكن انا الاول اعمل اناليسي الموضوع الموضوع لكي انا في الاول وفي الاخر انا كل الابجيكتب الكبير لان هنا في الريد تيمينج انا نحتاج الريد تيمينج مختلف عن البيان تاستنج الريد تيمينج يقيس ان انت قد ايه هتقدر تمشي في السيناريو من جر ما يحصل لك البيان تاستنج الناس كلها تكون عارفة ان انت موجود فانت ايضا ان حصل لك البيان تاستنج ليس فرق معاك لكن انت هنا تقيس الاسكيلز بتاعت البلو تيم وبتقيس الاسكيلز بتاعت السوك تيم وبتقيس الاسكيلز بتاعت الانستان بتاع الكوستمر فبالتالي عايز تعرف انت هتقدر تمشي سيناريو لحد قد ايه من غير ما يحصل لك فانت بالتالي عشان هنا انا قلت لك نستغل كل الفانربيتز لا نستغل الاول نرى الفانربيتز اللي هتعمل نويز اكشن يعني ايه تعمل تسمع تسمع ترمي افنت في اليفنت فيور حاجات دي كلها بنتجنبها حتى لو هتدينا رمود كود اكسكيوشن بنتجنبها خلاص بحيث ان احنا ما يحصلناش ديكشن اكبر قدر من السيناريو اللي احنا نمشي من غير ما حصلنا ديكشن وانصل انت حصل لك ديكشن خلاص بقى الاكسرسايز بالنسبة لك انتهى وخلاص كده انت قدرت تقيس بعد كده انت قدرت تقيس الديكشن مكانيزم بتاعته بتكمل في الاكسرسايز وتشوف هل بعد ما حصل لك ديكشن هيقدر حصل لك هيقدر التيم يرسبونس عليك ولا انت مش بس بتقيس انت بتقيس الديكشن والرسبونس انت اه ممكن زي ما احنا شوفنا كده في نسبة كبيرة جدا من الشركات عارفة ان بيحصل عندها اتاك رجم كده اخدت مثلا من شهر ل 3 شهور عشان توقف الاتاك فهي دي الفكرة انت ممكن يحصل لك ديكشن بس ما حصل لك فانت مش معنى ان انت حصل لك ديكشن بتوقف الاكسرسايز لا انت بتكمل عشان تقدر تشوف خلاص انت خلاص عارفت ان انا موجود فخلاص اللي يبقى على المكروف يلا انا وانتوا بقى كده هو اللي يقدر يعمل حاجة عاملة فبتقيس الرسبونس بتاع البلوتيم وبتاع السوق عشان تعرف هما لو فعلا لأي اتاك هيقدروا رسبونسه ولا لا ولو هيقدروا يعمله رسبونس هيبقى رسبونس في خلال قدية وانا ممكن اعمل رسبونس مثلا بعدها مثلا من 24 ساعة يكون الاتاكر خلاص وخد الابجيكتف زي اللي هو عايزها وخلاص مش فستيل برضو مش معنى قدرتك اللي انت بتعمل رسبونس فده حاجة حلوة انت لازم تعمل تعمل رسبونس ، وبسرعة فبوصى. حينو البيلوت بتاعلي او الركيس على الارتاج انا هنا باخد هنا في مرحلة الانستاليشن خلاص ان هنا باخد على سواء باخد على الابيكيشن ولا على النيتورك ولا على السيرفرز وبعد كده بقى نستول بتاعتي بعمل بعمل للباكدور بتاعتي بحيس ان انا ابرزيست الكنيكشن بحيس ان لو الكنيكشن اتقطعت اتبع عندي اكتر من طريقة ان ارجاعها تاني مش معنى ان انا خدت وان اكترنت لان الريد تيمين بيقعد وقت كبير فما ينفعش اكون معتمد على طريقة واحدة من الكنيكشن لازم يكون عندي اكتر من باكدور اه 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 باكدور لانا حيس ان لو اي كونيكشن سقطت انا اقدر ادخل تاني على طول بعد ما عملت وعملت باكدور اكترنت سببت نفسي خلاص بقى انا اتبع الكونيكشن بتاعي سواء مثلا بتعامل 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 اي مكان اللي انا بستخدمه وبتدي اشتغل في الليتر الموفمنت بتاعتي لو هعمل 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 من مكان من فيلن لفيلن تانية بيصدع على الوبجيكتف بتاعتي وبعد كده ببتدي اعمل اللي انا اصلا جاي مخطط له اي ستكون عبارة عن انا اللي محددها يعني ك Ulquier ايام palbest�로 يحددها يعني من الاثنين محددانا مع بعض يعني مثلا انا مرة احنا حدثنا عندنا دخلنا ناقار طوح escape والاقبط هو الي كان محدد انا لا انا نريد اي ما رأينا لتعمل اي ما ل Иل اكس أبتاو التول الس spdч ، ليس هكذا لك. فالMeasi المهم ان انا عندي اربعة اي ائا عايزهم يتحققوا اللي انت تعمل دومين اللي انت تبيباس الانتي فيروس اللي انت تبيباس الدل بي فهو فهي ده سيناريو من السيناريات بتاعت الريتيميينج اكسرسيز ان الكاستمر بيكون عنده معينة لو تجيب له مئة فهو مش عايزها هو عايز يعرف عايز يعرف سيناريو معين يرسمه لك فانت هنا لازم نتحقق به السيناريو او مش لازم انت مستحر يعني ايه انت بتجرب كل الانت بتحققها الابجيكتف دي ومش عشان واحد البس اللي نفعت وموقف لا ده انت لازم بتجرب كل السيناريات يعني هوا مسلا هنا اطلب دومين برفل ايسكاليشن عايز يجيب دومين قد من من الاخر فانت هنا مش معنى انت جبتها عن طريق مسلا سيرفاس معينة ولا عن طريق انت لازم تجرب بقية السيناريو عشان هو ممكن يرميديه لو انت جبت له سيناريو واحد فهو هيرميديته هيرميديته ده بس في سيناريات تانية كثيرة بتوصل لدومين ادمن يعني هي ستيلن لسه مفتوحة فانت في الابجيكتف الواحدة بتشوف بتحقق كل السيناريو بتاعته او بتشك كل السيناريو حتى لو واحد فيهم نفع انت مقبر لانت تكمل الباقي بس الريكوارد سكيلز بتاعت الريد تيمينج نفس الريكوارد سكيلز بتاعت البين تستينج بس زيادة عليها اللي انت تفهم الديتكشن تكنيكس اللي بيستقدمها البلو تيم ماشي ازاي ازاي بيعملوله الديتكت ازاي تبيباس الديتكشن دي لازم تفهم الميتر اتاك فريمورك ازاي تستفيد منه وازاي تكريات كوستوم تيتي بيزد على سيناريو معين انت عايزه لازم تكون عندك فهم لان ازاي الادفيرسرز بيتحركوا بيشتجلوا ازاي بتاعهم اه اللي موجودة في اي نتورك انفيرومنت اه فايروول اي دي ار انتي فيروس انتي سبام اه اي بي اس اي كلح الص 미 عن السور سوسي لازم تفهم ها مش معا كده انت تفهمها قبل ما تدخل على المجال ده لانت تفهمها عندك الدينة القادمة من المرات اي مش معنى انت تحقق المكانت اي انت واحد ما اي مسا исا اول او تلو لانا اكتب لك الدينة القادمة من المنط Lubriciva مباشر سول desc Obviously lerai الانه لازم تحقق كل دول قبل ما تخلص على المجال ده لانه اقصد يعني انت تكونan في المجال ده يجب أن يكون متوفر فيك الحاجات دي فانت الحاجات دي انت بتجمعها وطول ما انت شغال بس مش دي الحاجات اللي لازم يكون عندك قبل ما تبدأ بقى خالص تفهم الديفنسيف سوليوشن تشتجل ازاي واهم حاجة طبعا في الريد تيميج لازم تفهم ازاي تبايباس السوليوشن بطريقة استيلسي بمعنى ايه استيلسي ان انت ممكن تعمل في بايباس معين بتعمله يوم رامي لو بزوع عامل أهلرس ومخارب الدنيا كلها بتنور ساعة لما انت تعمله فانت هتتجنبه انت هتشوف اكتر بايباس ما بيعملش ما بيعملش نويزي اكشن وتستخدمه طبعا بيكون بقى مجربه عندك في فيرشواللاب وبتكون متأكد منه يفضل بقوة ان انت يكون عندك الريد تيميج لازم يفضل بقوة انت يكون عندك اكتر بقوة انت يكون عندك خاصة انت مزيده جدا باقوة انت تستخدمه ايه استنظار جميع Green and Cere Reverb في الرجل ساعة ايه استيقيته ايه إيه استيقيته ايه استيقيته ايه استيقيته ايه ايه استيقيته ان تحتوي على ايه استيقيته الرئيسي في 0.0 و OCP في ريفيرس انجينيرنج من المجالات التي ينفع في الاثنين وفي الوفنسيف سايد وانا اخترتها هنا في الوفنسيف سايد باستعادة على رأيي الشخصي وليس باستعادة على أي ستاندرد لا يوجد أي ستاندرد يعني انها هنا لكن هناك ناس تعتبرها هنا و هناك و هناك ناس تعتبرها هنا بس باستعادة على ان انت عايز تعمل ريفيرس عشان ايه الوبجيكتف بتاع الاكتيفتي هو اللي بيحدد نوع الاكتيفتي نفسها دعنا نتكلم قليلا عن الريفيرس انجينيرنج مش احاول انا اكون مش حاول ادخل اي تكنيكل الريفيرس من المجالات احتاج لايفل سكيلز سكيلز ناحام ا Phi والمجالات store بتاءك ومحاول لكن بالترة المجالين نريد ان عرامور وهنا شاف ان هو حابب يكمل في التراك ده فيبتدي يتعلم بقى ان ديبس وهو ده اصلا الابجكتيف من البرزنتيشن كلها اللي انا بدي لك عن التراك وبدي لك الكورس ازال انت لحظه بتتعلم ان الغرض مش الغرض من البرزنتيشن دي انا بديك اي ديتيلز كاملة او اي تكنيكال ديتيلز عن التراك عشان برضه موجهكش ناحية تراك معين او اخليك تفضل واحد عن واحد خليني ان كان في الاربع مربعات اللون هم احمر دول concept requirement system design source code فده ما بيفكراكش بالsdlc مثلا فلو انا همشيها من فوق الى تحت كده اللي انا عندي الconcept بتاع الابليكيشن بعد كده بشوف الابليكيشن بعد كده ابتدي ادزاين الابليكيشن بعد كده ابتدي ادفلوب الابليكيشن فده اسمها forward engineering لو انا من العكس من تحت الفوق اللي انا عندي الابليكيشن compiled اصلا وابتدي ارجع لالsdlc وابتدي ارجع لالsdlc وابتدي اسمها reverse engineering reverse engineering هي ان انا وهناك غير مرورة نقطة للأصل من الصورة النهائية أو آخر من الصورة النهائية للصورة الاولية حتى يبدو مرورة في المراحل سأفهم مرة المراحل سأفهم كيف يتاولي التحويق مرة المرة من مرة جيدة والمراحل تكوينه هو كيف يتعمل كونبيلر منات مدرس كود منات بإنجاح كود مدرس كل did م 당신 مدرس كود كود للمشين كود. اما العكس هي المرحلة بتاعت هي ان انا بحاول من ماشين كود للسورس كود لحد ما اوصل للصورة النهائية بتاعت الابليكيشن من وايلا فهنا دي كلها عكس بعضها يعني حبيت حط الرسمة دي عشان يوضح هنا امتى مين بيحصل ايه وفي انه مرحلة ومين اللي بيعملوا امتى بيحصل وامتى بيحصل امتى بيحصل كومبيلينج وامتى بيحصل دي عشان تفهم في الاخر هي بتحصل امتى وليه وازاي وعلى انهي ليه احنا محتاجين اول حاجة احنا مستخدمها عشان تعرف ازاي البرودكت بيشتجل لازم تعمله لازم تفهم ماشي ازاي هو متركب من ايه هو معمول ازاي بتاعه من جوه ماشي ازاي اللي هو بيتكلم عليها عشان تفهم البرودكت بيعمله ازاي مين بيعمل كده فيه كتير جدا بيعمل كده ومش على مستوى السوفتوير بس على مستوى الهاردوير على مستوى الاجر فزيكا الكمبونانز بيفككوا الحاجة اللي هم مشتريينها البرودكت المشتري عشان يفهم هو شغال ازاي اكتر حد بيعمل كده هو مثلا زي الصين يشتروا اي بروودكت يفهمو هو من جوه شغال ازاي وبتدي يعمله منه نسخة طبق الاصل بس بالمواصفات بتاعتهم هم وبالامكانيات بتاعتهم هم لو في اي سوفتوير انت انت بشتغل عليه وفي اي اي او اي اكسس ديستريكشن زي الترايل او او اللي هو يشتغل مثلا من مدة 30 يوم او 15 يوم ويتقفل انت ممكن تشيل الكلام او الكراك بتعمل ازاكراك ان انا بعمل الابليكيشن بشوف فين اه الفونكشنز اللي بتعمل او الستريكتل اكسس فونكشن ويبتدي عملها بحيث ان انا يعني ام اشيلها اما ابتدي اعمل سوفتوير بيكلمها هي بس بشكل معين ويبتدي العب في الانترفال بتاع الترايل ديوريشن مثلا اخليه مثلا بدل ما كان 15 يوم خليه مثلا تسعين سنة ولا حاجة فده اكتر حاجة بتخليني اقدر اعمل هي ان انا عندي ثلاثة حاجة هي اللي انا بطلع في السوفتوير بس انا لو عندي السوفتوير مقفول انا هطلع فيه ازاي فبتدي اعمل عشان ابتدي اشوف الاسمبل كود وابتدي اشوف بتاعته ابتدي اشوف لو هقدر اوصل للسوفتوير بسورتوير بتاعه ابتدي اقدر اعمل كود ريفيو وابتدي اشوف الانستراكشن بتاعته ابتدي اطلع الموجودة زي مثلا حاجة زي زي البوفر اوفرفلو زي فانوبيتس كتير جدا انت ممكن تطلعها من عملية الريفيرس انجينيينج وعملية الديبوجينج والديسسيمبلينج اللي انت بتعملها لو البرودكت مالوش دوكومنتيشن فانت خلاص حاجة بتكتب الدوكومنتيشن عشان تبتدي تشرحه فانت مش عارف هو بيشتغل ازاي ومالوش دوكومنتيشن دوكومنتيشن مثلا قديم او الدوكومنتيشن بتاعته ما بقيتش موجودة فانت بتعمل الريفيرس انجينيينج عشان تبتدي تكتب كل فونكشن بتعمل ايه وتبتدي تكتب امكانيات السوفتوير ذات نفسه فالريفيرس انجينيينج بتكون مفيدة في حتة زي دي جدا اكاديميك وانت بتستخدم الريفيرس انجينيينج عشان تتعلم كل الحاجات اللي فوق ديم بس من منظور الاكاديميك والمنظور عشان تفهم السوفتوير ذات نفسه بيتكلم ازاي وبيشتغل ازاي من حس ان انت تتعلم بس من جانب انت ميكون لك اي جرد تاني الكمبيتاتف تكنيكال انتليجنس اللي انت تفهم الكمبيتاتور بتاعك بيشتغل ازاي يعني انا مثلا انا 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 مايكروسوفت والكمبيتاتور بتاعي مثلا اي بي ام احنا الاثنين بنعمل كل واحد فينا بيعمل سوفتوير بيعمل نفس الفونكشن بس انا عايزة فهم هو بيعمل بيعمل ازاي عاني اه 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 اييييه بتاعته والفون كما بتاعته اللي موجودة عنده اللي انا ممكن استقلالها وحطها في عندي مسلا في الابديكاشن بتاعي فالشركات الكبيرة برضه اه بتعمل انجيني لبيتاتورز بتاعها عشان يفهموا هم مشغلين ازاي لو هم حتى مثلا يفكروا بتكنيك جديد هما يفكرون فيه فيتعلمه مثلا فديه حاجة درجة جدا ما بين الفيندورز او ما بين الشركات اللي ما بينهم كومبيتشن بيجيب البرودكت بتاع الكمبيتر بتاعه ويعمله يفهم هو شغال ازاي يفهم هو عامله ازاي فبالتالي يقدر يحسن من البرودكت بتاعه هو انا في البرودكت هي مش عملية على طول او مش عملية اذا من عملها ايضا بتمنع اذا ما خلاص لني نفع دوركت بيجعلها على طول فانا عندي République40 من خلاص التفاصيل أو عندي تمنع ان expand pra debris وهي ما يفر Miguel بيستخدمها اتنين دي بهنتج 있다는 사 له chemo ومش عايزين حد يعمل عليها backwards فبلين سلاته او مالوير Daniel أو مالوير Welcome اللي بيعملوا مالوير ومش عايزين اي حد يحمل لها ريفيرس عشان ما يوقفش المالوير وما يعافش وبيشتجل ازاي فبيقدر يمنعو فالانتي ريفيرس انجينيرينج تكنيكس بتتعمل على مستوين على مستوى الديفنسيف انت كفيندور بتعملها على البرودكت بتاعك او على مستوى الديفنسيف انت كمالوير بتعملها عشان تحمي المالوير بتاعك انه حد يوقفه وحد يفهم وشغل ازاي فبالتالي يمنع الانفكشن بتاعته طيب بالنسبة للانتي ريفيرس تكنيكس بتعمل على اكتر من سكيل ففي اكتر من طريقة الابليكيشن بيديكت بيها اذا كان هو محطوط في دباجر ولا لا محطوط في سند بوكس ولا لا محطوط في فيرشوال انفيرومنت ولا لا فخلينا نتكلم عن كل طريقة الوحدة اول حاجة الانتي بديباجينج او المالوير عمتان او المالوير مش لازم بتعامل المالوير فخلينا نتكلم بصيقة المالوير عمتان بيتعمله دباجينج في دباجر فهو عايز يدتكت الدباجر ده هيدتكت ازاي اول حاجة عن طريق الابليكيشن في دلوقتي بسبب ان الابليكيشن او كومن اكتيفتي او كومن تاسك في الابليكيشن من الابليكيز بابليكيشن او او اي ا اي ا تستخدم في الابليكيشن فعشان سوف är توفتور يعرف اذا كان هو او ق hamburg ب Pine invincible tablespoons او لا يقول او اي ا اصحاد اي من ت습니까 اي اصحاد واي اصحاد. اشهرهم الديبوجر موجود اه ولا لا او الديبوجنج بروسس هي كده كده معمولة فبتانترابت البروغرام اكسيكيوشن فالليتنسي اللي ما بين او التأخير اللي ما بين الاكسيكيوشن طايم وبين الاكسيكيوشن طايم هو ده اللي هو ده اللي ممكن السوفتوير يعرف منه الفرق اه ما بين الانفارمينت ويقدر يدتكت اذا كان في اه الديبوجنج ولا لا الديبوجنج هي ان انا بخلي الاكسيكيوشن يقف عند معينة في الكود ففي المالوير او الستوفتوير يقدر يكالكوليات او الهاش بتاعت الكود في الرانتايم فمن الكلال الهاش او الهاش بيقدر يحدد اذا كان اه او حصل له باتشد ولا لا او في اي بريك بوينت انسرت في الكود ولا لا اه 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 في اه 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 او ان تي ريفيرس اه 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 عشان اذا كان التطاقات المالوير والسوفتوير يتلكم في فييموير مثل الرجيستري كيز بتشك على الرجيستري كيز التطاقات المعارضة او بتبقى في الريجستري للفيموير. ها بتشك عليهم لو لقاهم موجودين. فخلاص انا كده انا كده موجود في في اموير. اه الماك ادرسز الفي اموير اه لما بتشتغل اه بتريزير في نفسها كده من الماك ادرسز زي الزيرو زيرو زيرو فايف اه سكس ناين. اه ده بداية بتاع الماك. اه بتاع الفيموير. اه في حوالي اربعة او خمسة اه بتحجزهم او معروف ان هي بتسلدهم فبيبص برضه على الماك ادرسز بتاع الماشين لو لقاها لو لقاها بيبتدي باي بريفكس من البريفكس دي فخلاص بيعرف ان ده في اموير. اه الاجزيستن الاجزيستن فايلز بيبص على في السيستم اتنين وثلاثين في درايفرز. في تو فايلز دايما بترميهم في الدرايفرز في السيستم اتنين وثلاثين. في درايفر اسمه وفي درايفر تاني اسمه وفي درايفر تاني اسمه ويبص على الفايلز دي لو لقاها موجودين في السيستم اتنين وثلاثين بيعرف ان هو اه في في اموير. اه بالنسبة البرتشال بوكس بيتدته من البروزيس تاعت البرتشال بوكس برضو من الماك ادرسيز في البرتشال بوكس او اوريكال عملة نفسها بتتحاجز للبرتشال بوكس ببص برضو على الاجزيستن فايلز على الرايفز او الرايفرز اللي برميها الفيرشوال بوكس في السيستم والفايلز اللي بتكون رزيرفد لي الفيرشوال بوكس ذات نفسه ساند بوكسي اللي هو ده ده سلوشن من السلوشنز بتعمل ساند بوكسن للمالويرز فبيبوس مثلا على ال DLL فايل بتاعه اللي هو اسمه SBIEDLL ده 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 DLL فايل بيكون خاص بالسلوشن ده لا ولا موجود برضو يعرف انه ساند بوكسي موجود بيتدت الساند بوكس عمتا ازاي يعني مش لازم يكون ساند بوكسي هو اللي موجود لا اي سلوشن ساند بوكس اولا حتى انا عمل في ام مايه مخليها ساند بوكس بيبوس على الماوس اكتيفتي فيه فونكشن سيستم فونكشن اسمه جيت كرزر بروس بيبوس عليها بيعملها كل مراتين ويكمبير المكان بتاع الكرزر بتاع الماوس في المراتين وبيعرف منه اذا كان هل ده مثلا هل ده مثلا هل ده سند بوكس ولا لا اليوزر نيمز بيتشك على اليوزر نيم بتاع الماشين اللي هو شراجال عليها لو لقى اي يوزر نيم زي مثلا زي فيروس زي مالوير زي سند بوكس الحاجات اللي بتبقى معاملها او ديفولت كنفجرشن بتاع السند بوكس بيعرف انه في سند بوكس بيبص على ديسك سباس في فونكشن اسمها ديفيس اي او كنترول وبيبتشك بيتشك منها الوزر نيمز بيبص مسلا لو هو اقل من سباس معينة فيعرف انه دي في اما او ده سند بوكس او انه مش ده الطبيعه انه يبقى ده اسبيس بتاع ديسك لجهاز اساسي يعني. بيبوص برضو على على زيها برضو زي في الانتي بيبوص على المنفكشور بتاعه والفيندورز بتاع الهاردوير. والوين ده هو اننا ده زي او ده بيخليني ان انا اشغل على على اي لينكس انفيرومنت فبيبص هل انا بيبص على الوين فبيعرف يكتب منهم هل الوين شغال اذا انا اصلا على لينكس انفيرومنت وانا مش المفروض ان انا اردنا هنا انا مفروض اردنا على ويندوز انفيرومنت فبيعرف برضو اذا كان هو بيحصل عليه اناليسيز ولا لا ايه الريكورد بشكل سكيلز بتاع الريفيرس انجنيرينج لازم اه 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 سولد نوليج بالاندرلين بلاتفورم اللي ههه اه اه بلاتفورم زي الكرنل زي زي الماشين كود زي الاسمبلي اه كل حاجات دي الاركتكشور بطاق بتاع الكمبيوتر عامتها الميموري الميموري ادرس اه السيستم ابي اي السيستم الكرنل درايفرز حاجات دي كلها اه لازم اكون عارف اه طبيعة الـ Debugging Process و الـ Debugging Tools أصلاً تشتغل كماذا؟ المترجم الـ Responsibility Model الـ CSBD كنت أخذها من الـ سلايد الـ يجب أن يكون Solid Programming Language مثل بايسون بايسون الكمبيوتر مثل الـ سأكون أفهم ماذا ماذا موضوع سأكون أعرف أرى هذا الكود سأكون أعرف وكذلك الـ وكورس من الـ سانزة عندها كورس سانزة عندها 3 كورسات وعاملة وزيرو دي ريسيرش كورس سأكون السورس كود ريفيو السورس كود ريفيو من السورفز أو من السكيلز المطلوبة جداً أو هناك أخرى تسميها Application Static Analysis ف السكيلز كود ريفيو السورس سأكون ستنفع جداً سأكون كورسات سأكون سأكون واحدة السورة بسارة السورة السورة سأكون سورس كوب موبايل بعد ان انا افعل ايضا للموبايل فكذا هذا تقدر تبقى سورفيس لوحدها وتقدر تدخل او 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 اسكيل من ضمن سورفيس اخرى فدي لا اجانع عنها موضوع السورس كود ريفيو او السورس كود ريفيو مش فرق يعني فهم ردنى نفسها الى ايضا الانواع 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 اي من كان نواحه او الانواع الخاصة حيث يبكرناة با اربعة طرق كان يدتكير الانواع وفوا كان عن طريق من Experience عدد كبير من الفنرابياتيز يدتكت عن طريق السورس كود سكانينج تولز في الفنرابياتيز مثل البيزنس لوجيك مستحيل تلاقيه مثلا بيحصل له البيزنس لوجيك عن طريق السورس كود سكانينج تولز لان الاتوميتد تولز بتاع السورس كود هي مش فاهمة البيزنس لوجيك اصلا فهي مستحيل تطلع البيزنس لوجيك لان هي مش فاهم البيزنس لوجيك البيزنس لوجيك بيجي عن طريق فهم الابليكيشن ذات نفسه فبتقدر تشوف البيزنس فانكشن و ازاي هتمنابيات فممكن فعشان كده اكتر البيزنس لوجيك بيجي من المانوال كود ريفيو ثم المانوال بنتست لكن مستحيل يكون في السورس كود سكانينج تولز الافيليابيليتي الحاجات اللي هي ممكن توقع الابليكيشن فدي برضو محتاجة ان انا افهم ايه الران تايم بتاع الابليكيشن وايه الداون تايم بتاع الابليكيشن وامتى دا يحصل وامتى دا يحصل كلام ده مستحيل اي سورس كود سكانينج تول يفهمه اكتره طبعا بالمانوال بنتست اه ممكن اوتوميتل سكانرز بتاعت الابليكيشن لانها بديتكت الديدوس او دوس فهنا اكتر استجدام اه يعني لو بصينا هنا للمانوال كود ريفيو هنلاقيه بديتكت اجلب او بديتكت كل انواع المانوال كود ريفيو هنلاقيه موجود برضو في الجينيريك وفي الابليكيشن كود ريفيو بيساعد ان انا ادتكت كل انواع المانوال كود ريفيو وموجود برضو في الجينيريك ريفيو غريق التوبة، وبعدها اتيت باكعي كودة جناب لا يا شيء سهل اي شيء جاد ب evet اي حاجة بتيجي جنبها اي حاجة بتيجي جنبها اي حاجة بتيجي جنبها انجيكشن البروكن من اكسس كنترول السكوريتي ميس كنفيجيشن يعني سكيوري دي سيريزايشن او ايه ايه الديتيكشن ميسود اللي بتطلع لي الاشوه توب 10 كل واحدة من دول مين في دول بيطلعها اسوكه نفس الكلام سورس كود سكيننج تولز او ا اغلب او اكتر نوع بيدتكت يعني ثلاغ او اسيكور الفجاه هو السورس كود سكننج اولز او بعدها المانيوالبينتست والكود ريفيو متسويرا مع بعضا ان اه المية مثلا اكتر حد يفهم هو لان انت لنفسك اللي فهم ماشي ازاي فبتبتدي تفهم ازاي ممكن يكون مثلا في اي اي وهاكذا على بقية بس كانت برضو توضح ههمية mcu ouvgar يعني هنا في الازراء مannel hoy mcu فكيف هو تجد انها لحظية كبيرة من اي عظيم الприديو الف encouraging الكود ريفيو بتعامل بتلاتة ستيبس عن طريق تلاتة ستيبس مش بيتعامل بستيب واحدة هي اللي انا بستخدم زي ماكس وفورتيفاي بتاع ماكروفوكس وفيرا كود المانيول ريفيو ان انا بكوندكت المانيول كود ريفيو اكتيفتي عشان اتشيك الاكتيفتيز او بتشيك الفايندينجز اللي طلعت من الاساست وبشوف لو هقدر اجيب ايشوس ثانية او فايندينجز ثانية بس الاول ان انا بفاليدات اللي طلع من من الاطوميتد طول وبعد كده بارميدات يعني انا الاول بتشيك الاطوميشن وبعد كده بفاليدات بالمانيول وبشوف لو هقدر اطلع حاجات و بعدها دي. ماذا الحلو والوحش في السورس كود سكانرز اللي هي التعديل من حالات استخدام السورس كود. الحلو فيها أنها أنها تفاجأت فقط linya كنت عاكس كلمة بروس وكنز مع بعض. فعيوبها أنها اول حاجة ما بتقدرش تيجي جنب البيزنس لوجيك فلوز ما بتقدرش تديكت اي حاجة من البيزنس لوجيك هي لميت اسكوب اه ما بتقدرش ببص على الديزاين فلوز اه وطبعا زيح زي اي مليانة فولس بوزتيف بيزد لان هي اصلا بتديكت الفنوربيتي على سيتو في كريتيريا معينة هي بتمتشها فلو لقيت حاجة شبه الكريتيريا اللي هي بتمتش عليها فهتقول ان دي فنوربيتي البروز بقى بتاعتها اول حاجة بتقلل المانيوال افورتز بتاعتك لان انا مثلا عندي اه سوفتوير او سورس كود اه حوالي مثلا عشر تلاف لاين فان انا اه 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 الكلام ده كله مانيوال اه وامش على عشر تلاف لاين اه بشكل مانيوال بس هيبقى صعب جدا وهيبقى متعب جدا لم يكون عندي اوتوميتد اسكنر اه بيديني اتليست بس اللي هو لقيها في العشر تلاف دول فهيسهل علي الاول اه يعني الارياز اللي انا ببص فيها بيجيب لي كل من الفنوربيتي يعني لو لقى فنوربيتي بيبص في كل الاماكن بيجيب لي كل الاماكن بتاعتها في الكود ممكن الفنوربيتي تكون متقرارة في اكتر مما كان في الكود فهو ويجيبها كلها اه اه الديبانالياس بتاع 개발لا والرفورتينج بتاع categor league ال Treasure Do puede بتطلع اكتر من كود نسك persplim senior اه فانا بستفيد من هذا اه اه ان اه 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 ب Esta التسجيل المترجمات التي تكون موجودة في هذا الاسئلة التي نحن 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 نتحق عليها مثلا في الـ Data Flow أنا أرى هل الـ User Input تأثر على هل هناك اي للمشاكل من المشاكل بتاع الـ Data Binding الـ Data Binding هي عبارة عن جنرال تكنيك في الـ بيعمل بايندينج بيبايند الـ Data Source من البروفايدر والكونسيومر وبيعمل سينكة بينه بحس اللي أنا لو غيرتها هنا هتتغير هنا طب في اي بقى اي مشاكل او اي بوتينشل للـ Vulnerability استحصل اه في عملية الـ Data Binding هنا ولا لا فمن شلال الـ Review بتاع الكود أنا لازم اجاوب على الاسئلة دي عشان اقدر اشوف هل فيه اي System Design Flows او System Design Vulnerability موجودة ولا من ناحية الـ Authentication الـ Authentication والـ Access Control من ناحية الـ Authentication والـ Access Control هل الـ Design معمول له implementation اللي هو اللي هو يعمل implement الـ Access Control على كل الـ Resources ولا هلاقي الـ Resources مش متطبق عليها الـ Access Control فكده يبقى فيه وان حد يقدر اكسس حاجة هو مش مسموح له او او مش دي من الـ Access Matrix بتاعته هل كل الـ Session بتتهندل بطريقة صحة او لا؟ هشوف في الـ Source Code مع المثلا زي لو بستخدم حاجة زي الـ Pairar Token او أو الـ Session Token والكوكز والحاجات دي كلها هل هل مثلا الـ Token أو الكوكز بحصل لها ريوز او او فيه اي possibility للهيجاكينج ولا لا؟ كل ده الكلام ده لازم انا اجاوب عليه في الـ Code Review ما هناك الـ Code Review الاسئلة دي هي اللي بتخليني عارف انا ماشي ازاي و ايه الهدف من اللي انا تعمله اصلا اه بص على الفنكشناليتي اللي تقدر حد يقدر يعملها من الجرس انتكيشن هل في اي اي او في اي حد يقدر يعملها من الجرس انتكيشن ولا لا؟ الـ Existing Security Controls هل في اي اه 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 او او في الـ Security Controls ولا لا؟ هل في اي هل كل الـ Security Controls محطوطة في مكان الصحيح ولا هل في اي طريق ان نحدي باي باس اي Security Controls اه من اللي موجودين في الـ Application ولا لا؟ الـ Application Architecture هل في اه اه هل في اي اه هل في اي connection ينفع تتعامل الـ External Servers ولا تبلو فيه هل الـ الـ outbound connection دي سيكير ولا مسيكير؟ هل الـ الـ هل الـ Input من من الـ External Minical Sources رغبية ولا لا؟ بمعنى اننا لو باخد اي من سيقوم بعمله بروسس او عمله على طول من الجرمى فالو هو ماليشيس كونتنت هيدخل يشتجر عندي على طول الكونفجريشن والستوريج هل فيه اي سينستيف داتا بيحصل لك موجودة في الكونفجريشن فايل مين اللي بيقدر اصلا يأكسس الكونفجريشن والداتا هل هي مفتوح للناس كلها هل هي مفتوح بالبرميشن زي معينا كل الاسئلة دي السورس كود ريفيو بيقدر يجاوب عليها انا اه وانا بعمل سكيورتي كود ريفيو لازم او سكيور كود ريفيو في اه اكسس كنترول اه اه كريتكال كنترولز و اه لازم يبص عليها في اماكن معينة في الابيكيشن زي الداتا فاليديشن سكيورتي كونفجريشن الاثنتيكيشن سيسام مانجمنت الارر هاندلنج ناتورك اكتيكشر الكريبتوجرافي كل ده لازم كل دي ارياز لازم ابص علي ازايها زي البنتست بالزبط لازم ابص عليها وانا من منظور السورس كود ريفيو عشان اقدر اجاوب علي كل الاسئلة اللي انا سأبدأ قبل كده وممكن اكمل ازور عليها اسئلة تانية السورس كود ريفيو تكنيكس بيتم عن طريق بطريق يعني ايه الكلام ده دي تكنيكس بيتبقى بستخدمها عشان بتسهل شوية موضوع السورس كود ريفيو زي مثلا الباترن ماتشنج الباترن ماتشنج هي عملية زي سيرش او انتشانس تشيرش سيرش عن طريق انها بستقدم مثلا اي حاجة زي الماتشنج تكنيكس مثل الرجل لان انا بماتش على باترن معين انا عارف ان فيه في النهاريتي بتمشي باترن معين او بتكون موجودة لما بيكون فيه كلمات معينة موجودة او لما بتكون موجودة لما فيه ارجومنت او برامترز معينة موجودة فانا بماتش عليها وابتدي اصرش في السورس كود كله هل هقدر اوصلها ولا لا بمعنى ان لو لو حد واخد الديتا او فانكشن استاتيك زي ما اي يعني مثلا فيه لما يكتبوا فانكشن كاملة بياخدوها كوبي بيست لو عايزين يعمل فانكشن زيها بس بيغيروا فيها شوية فساعات بينسوا في حاجات يغيروها فبتبتدي انها تريتريف غير اللي هي المفروض تريتريفها فده اصلا ممكن يبقى بزنس لوجيك او بزنس لوجيك فلو فانا هنا بتشيك على الحاجات الاستاتيستيكال دي الديتا فلو اناليس هي ان بخلي السورس كود او بعمل السورس كود السورس كود طول يعني اللي انا بستخدمها او انا حتى بمشيها بمشيها بمانيول بتمشي في الفلو بتاع الديتا بمعنى لو انا مثلا عندي بوفر سيأخذ بمعنى من الري و سيحصل بعد ذلك سيدخل في لوب فانا بنفسي سأرى بمعنى لو انا حققت الري سيأخذ البوفر سيأخذ الديتا من الري هل ممكن ان يحصل اي بوفر اوفر فلو او لا هل هناك امكانية ان احصل بوفر اوفر فلو او لا ايه البروسيدور نفس الكلام لو انا عرفت حاجة او حطيت ما تتطبقش الا لو في شرط معين حصل واضطرت ان انا استخدمها ثاني طب انا وانستخدمها ثاني اتشك هل لسه فعلا هذا الشرط متحقق دي كلها نوعية تكنيكس بتستخدم في السورس كود ريفيو ايه بتاع السورس كود ريفيو وهو هنا انا الى هد harassing يحصل افضل عراء كود ليس سقولك انا الا سريع مراحلة من البروغرامات ستقول نعم من الناس جديد لازم انتكون شطر فيهم نعم لكن على قدر المستطاع ان تكون تعرف ان هذا او مجالة البروغرامات الخصوصا علىarium. كلهم بيحكوا في نفس القصة بيتكتب بنفس الطريقة اختلاف سينتكس لكن نفسه نفسه ثابت يعني كل Branch language فيها loops ، فيها conditions ، فيها functions ، فيها method ، فيها global variables و فيها private variables فالشيء هذه كلها انت لازم تكون عارفها وتكون تفهمقئي فهي ما بتهاせて تقربها واتغيرة تقوم بتعلمها إنتاجه التقبائي بسوارها ت短 importa في لارد الكزر في العقر في جوافة g ф feel paystarter و منغتر بنفس التوقفي او او الان احساس انت ممكن توقع مشانات كودا eine حالة كانت يستطيع ان تقوم بتبعيها لذلك تقدر تفعلية عليهم كلها او الاستخدام او الاستخدام او الاستخدام او الاستخدام ايسي كونس او الاستخدام كودا لدوات نت و كورس كود ريفيو للجوفا و وصبا او او استخدام الكود ريفيو ما فيه اشتراك حقيقة اسمه ماليشيس ديفلوبمنت هو بس اكتر من تراك او اكتر من سكيلز بس انا جمعتهم كلهم هنا عشان نتكلم عنهم كلهم مرة واحدة زيهم مثلا البنتيست لما جمعنا اكتر من تراك البنتيست وحطناها تحت امبريلة واحدة فهنا برضو انا يعني المصطلح ده حبيت احطه عشان هنتكلم عن ثلاث تراكات دول او هم دول تراكات انا بسميهم ماليشيس ديفلوبمنت اللي هو الاكسبلوت ديفلوبمنت المالوير ديفلوبمنت السكيرتي تولز ديفلوبمنت ايه هم التلاتة دول الاكسبلوت ديفلوبمنت هي ان انا بديفلوب اكسبلوت لفلنوربيتي الاكسبلوت بتاعتها مش موجودة او لسه ما نزلتش او غير متاحة او 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 مش بوبلك على الانترنت بس انا الفلنوربيتي عارف انها موجودة فعايز اعملها اكسبلوت عشان استغلها واستفيد منها المالوير ديفلوبمنت ايه هزا ما احنا قلنا استيب من الاستيبس اللي ممكن احتاجها في فهنا بحتاج ان انا ادفلوب مالوير بيزد على كريتيريا معينة انا عايزها بيعمل فانكشنز معينة انا عايزها السكيرتي تولز ديفلوبمنت في فيندورز كتيره وشركات كتيره بتطلب ان حد ان هم فيندورز اصلا لسكيرتي تولز فعايزين بقى ديفلوبرز ليها مان ان السكيرتي تولز دي بتعملش الوحدة فبتطلب ان الناس يكون ديفلوبرز بس يكون عندهم الاورنس بتاع السكيرتي فبيقدروا يديفلوب سكيرتي تولز كل الفيندورز بيطلبوا الوظيفة دايما باستمرار اللي انت تعمل سكيرتي تولز عشان يقدروا يبيعوها ناس كتير بتطلب الكلام ده رابط سيفن بتطلب كده كل الناس يعني كل الفيندورز الكبار بيطلبوا سكيرتي تولز ديفلوبرز فخلينا نتكلم يعني اكتر عن تراك الاكسبلويت ديفلوبمنت عشان الناس اللي بيحصلوها بس الميسكنسيبت او بتتلغبط ما بين كلمة اكسبلويت وفاكرين ان هم الاثنين بمعنى صغراء فالنوربيتي هي الويكنيس اللي اي حد ممكن يستخدمه او الاتقر بيستخدمه عشان ياخد انقل سراز اكسب لده ياخد انفرميشن ما كانش يحرفها ياخد اكسب المهم هي الفالنوربيتي هي الويكنيس في الكود او هي الويكنيس في السيرفيس الاكسبلويت هي الطريقة اللي انا بستجل بيها الويكنيس دي عشان اجان الريوارد بتاعتي الريوارد دي ممكن تبقى اكسز ممكن تبقى انفرميشن ممكن تبقى ريدايريكشن ممكن تبقى اي حاجة تانية المهم ان هي الفالنوربيتي دي السبب والاكسبلويت المسبب يعني الفالنوربيتي هي سبب الصغراء الاكسبلويت المسبب هي الطريقة اللي انا بستغل بيها الصغراء دي عشان احقق الغرض اللي هو المطلوب منها مين الذي يديفلوب الاكسبلويت هل هم البنتسترس بس لا يديفلوب الاكسبلويت في الابت تيز يديفلوب الاكسبلويت عشان عشان الاكسبلويت مما بين بعضها في الابت بروكرز يديفلوب الاكسبلويت بيباعها في يعني على سبيل المثال حاجة زي ده. ده اه ده زيرو دي ماركت بيبيع الزيرو دي اكسبلويت. آآ الزيرو دي موجودة في اكتر من من مكان. فيه حاجات بتنزل فيه فور فري. آآ زي دي. هتلاقي هنا فور فري. وفيه حاجات اللي هي اكسبلويت. آآ مساء هتلاقي انستجرام باي باس الاكاونت. آآ حد 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 باي باس مساء ان هو ياخد على دي تلاقيها موجودة. آآ دي مسلا فيسبوك انت تقدر تاخد او تسرق آآ آآ على الفيسبوك آآ او حاجات زي كده فا دي هتلاقيها اللي بيع بفلوس. آآ طبعا هو هنا المواقع زي دي بتباشر زي بيت كوين اثريم. وفي هتلاقيها زي كده دي هتلاقيها نازلة فور فري. آآ دي بتلاقيها خلاص ياما بوبليش دي ياما اللي هو آآ اللي هعملها او الاوسر بتاعها آآ ياما هتلاقيها اماكن آآ ازا مسلا زي ميت او هتلاقيها مسلا ممكن ناس بتاخد آآ عملها عشان آآ آآ تاخد بيها مسلا رانك او تحطها في الزفي بتاعها او تحطها في البروفايل بتاعها كده هاني. فالسيكوريتي رسيرشلز برضو بيه هم اللي بيتفلوب اكسبلويتس برضو فور فانان بروفيت. والريد تيميرز بيعملوها عشان بتاعتهم ساعات بيكون فيه فنوربيتي آآ في المكان معين بس مش ملهاش بس الفنوربيتي دي هتحقق الوبجيكتف بتاعت الريد تيم اه اكسبلويتس فبيتطر الريد تيمير ان هو يكتب الاكسبلويت بتاعتها او يديفلوب الاكسبلويت بتاعتها. فده ليه الناس بتديفلوب الاكسبلويت. دي امثلة اا او سامبل عن الامثلة. عن الفنوربيتيز اللي محتاجة مسلا حد يعملها تس Gemeente في الاكسبلويت او بتحتاج مفت Petersburg لいう الاكسبلويتس زيالة جديدة تهك أن تحتاج szkoos Pattern الكثير من ايضا من تستطيع الفترة. الاكسيبلويت يعيش ايضا لها طرقتين ان يحصل لاتدليفري اما يناد الاجتماع على الماشينة الي هاتكسيبلويت عليها او او من المواتي انا اقدر او او اللي انا اقدر ان او 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 انا بطاقة عليه الاكسيبليويتشن ايضا بي حصل مثلا زي انو اقدام ايضا اه ان انا اكسز عليها. اه 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 الامباكس الي بتحصل من الاكسپلوتاشن. اه اه الانت لازم تكون بتفهم وبتكتب السمبلي لازم تكون بتفهم وتكتب C و C++ كود او هناك إكسي بلويت بتكتب ببروغرامج لانجوج تانية بيصدق على البلاتفورم اللي هي هتعمله إكسي بلويتاتيشن يعني انت مثلا ممكن تكتب إكسي بلويت بيش بي تكتب إكسي بلويت بايسون باش بيرل لازم تكون فاهم كمبيوتر أركيتكشن لازم تكون فاهم إعني أبليكيشن سكيورتي والثريتس بتاعته والأتاكس بتحصل عليه لازم تكون فاهم اللي انت ازاي هتاناليز الكورنل عشان طلع منها الفاناربات ازاي بتعمل مثلا فاوزينج ازاي بتديكت البوفر اوفرفلو والستاك اوفرفلو الفرق بين البوفر والستاك تفهم يعني تفهم ازاي تعمل ديس السمبلينج والديبوجينج لان انت مثلا لو عايز تطلع زيرو دي في أمليكيشن وتبتدي بتعمل تحطه مثلا في بتعمل فاوزينج الامبوت بتاعه وتبتدي تشك مثلا الميموري ورجسترز بتاعتم كل كلام ده لازم تكون فاهم و لازم تكون فاهم يعني الديناموري منيجمنت والميموري الليكيشن تفهم لو هتدخل بقى في في براوزر بيسد اكسبلويتس والكلان سايد اكسبلويتس لازم تكون فاهمها عشان تشتغل في الاكسبلويت ديفلوبمنت او تفهمها وتطول نفسك فيها طول ما انت شغال في الموضوع ده الكورسز بتاعت الاكسبلويت ديفلوبمنت ممكن تعتبره سورس كود ريفيو المهم انه يعتمد على اللي انت بتطلع في السورس كود بتاعت الويب فانت هنا ممكن تعتبارها هنا ممكن تعتبارها هنا يعني الاثنين مش فرقين او بالنسبة لك وكورلين عامل اشهر كورسين تعريبا في الاكسبلويت ديفلوبمنت هو البوتكامب بتاع الاكسبلويتشن والهيب اكسبلويتشن طيب اه ايه اللي ممكن يحصل او احنا من بداية البرزنتيشن واحنا بنتكلم على ان في بلو تيم في ريت تيم في اوفنسف في ديفنسف ده شغال بالتراك ده شغال بالمينسيت وده شغال بالمينسيت تانية ده شغال في عالم وده شغال في عالم ده بيحتاج سكلز وده بيحتاج سكلز طيب ايه اللي ممكن يحصل او ماذا لو الاتنين اشتغلوا مع بعض اصلا لو موجودنا على مستوى الالوان ايه اللي يحصل وعملنا نقس الازرق والأحمر سيطلع علينا لون بنفس جيد اللي هو البربل تيم هذا ليس تيم فيزيكال تيم يتكون من أكثر من شخص بأكثر من شخص بأكثر من خلال عشان يحقق حاجات معينة بس ما بيبقاش تيم ديديكيتد هي بتبقى في الأول في الآخر بتبقى ووركشوب او بتبقى اكتيفتي بتتعامل زيها زي الريت تيم اكسرسيز بنسميه البربل تيم او بيربل تيم موركشوب ايه الجرد منها ايه الهدفها بتفيدنا في ايه ايه الفرق بينها وبين الريت تيم وبين البلو تيم ده اللي احنا نعرفه في الاصلاد اللي جاء ان شاء الله طيب ايه ليه احنا محتاجين ده او ليه احنا محتاجين اللي احنا نعمل تيم او حتى لو كان الريت تيم يضم ما بين الريت تيم سكيلز والبلو تيم سكيلز لان انا عندي اربعة وتسعين في المية من الادفرسري بيهيفير مش ديتكتد اصلا يعني اي ادفرسري لو جيه يعمل او يجيه يدكتد ايه على او تيم سكيلز او نص يعني 98% من الادفرسي بتاعتهم انا متقدرش يعملها لانهي بتبقى اصلا مبنية على انهي تبيباس تاني حاجة ان الموجودة الموجودة مش هي تستخدمها الاتفرساري فبالتالي مش هي اللي تقدر تجيبها وتقدر تدكتها في فانرابيتز مش بتبقى باتشد بس بتبقى بمعنى ان في فانرابيتز بتكون موجودة بره وشغالة وتلاقيها في سيستمز وشغالة لسه الفيندورز فبالتالي موجودة الاكسبلوت موجودة موجودة فبالتالي انا لو ما قدرتش قلق لها اي وورك الراوند فانا كده يعني ايه اللي بسته في الحيطة ان انا بعمل دي برضو نفس الكنسبت اللي احنا في الريد تيميج اللي انا التستنج على التكنولوجي بس مش كفاية بس لازم البيبول والبروسيس والتكنولوجي فعشان كده لازم كان لازم ان انا اعمل كونسبت اسمه بيربل تيم اكسرسازز او بيربل تيم موركشوبز يجمع ما بين التلات التلاتة كاليبرز او التلاتة باجراند او التلاتة سكيلز اللي موجودة عندي في السيبر سيكيرتي هو البلو تيم اللي بتحكم في كل الناس اللي شغالة على السيكيرتي سيليوشن وعلى الديفنسيف لير البلو تيم هو الراجل او الناس اللي بتتحكم في الوفنسيف سيكيرتي ابروتش زي الريد تيمينج والفنانوربيتي اساسمند والادفيرس اليميليشن السوك تيم او السوك سنتر عمتا ده الناس اللي ليها علاقة بالثريت هانتنج والثريت موديلينج والثريت انتليجنز برضو يبقى ليهم هم اللي ليهم في الانسانت هاندلينج والانسانت ريسبونس وكده ايه البربل تيم ووركشوب او المسيدولوجي اللي بتمشي ازاي خلينا نعرف ان البربل تيم هو فيرشول او فونكشنال تيم ان التيم بتشتغل مع بعض عشان تحقق او تيمبروف السيكيرتي او الديفنسيف سيكيرتي والديتكشن ميكانيزم فانا عندي اول حاجة الناس اللي شغالة في في السايبر سات انتليجنز هي بتجيبلي بتجيب التي تي بيز او بتجمع كل الانتليجنز بيزد على ادفرسري اللي انا عايزه او لو انا اا اا اعايز اجمع تي 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 بيز معينة او 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 معينة او 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 معينة اا فهم بيجيبلي كل المعلومات عن اكتر اللي انا عايزه الاو بياخد المعلومات دي ويكرت بيها احنا ازاي هنعمل او لالتا في الآخر عندنا بعد كده بنعمل mercado بنيجنز نقضى كلنا على تربيزة واحدة الصراعية الطريق الفضاء الناس millionaires and… تيم ونهاز بتاعت الساك اه بيعمله اه ديسكوشن مع بعض اه على التكني التي تي بيز اللي هيستكدموها اللي هي المفروض تواف قصادها بعد كده اه الريد تيم بيبتدي يعمل لكل ادفرسري بيهيفير او لكل تي تي بي موجود والبلو تيم النحن التانية بيحاول يلاقي اي انديكيتور للبيهيفير ده ما انت المفروض اصلا مش دي تي تي تيد يعني مش معنى انت كده خلاص تفترض ان انت عايز تشوف اي انديكيتور للبيهيفير بعد كده اه يبتدوا يعملوا بعد كده يبتدوا يعوضوا مع بعض تاني عشان يحطوا اكشن بلان عشان ازاي يمنعوا البيهيفير ده ان هو يحصل تاني بعد كده بعد ما بيطبقوا البيهيفير وبعد ما يعملوا الاكشن بلان يبتدوا يكرروا الاكسرسايز تاني عشان يقدروا يشوفوا هل البلان اللي اتحطت اهار رميدياشن اللي اتعمل منع فعلا تي 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 بيز طب منع حاجة او ساب حاجة فبالتالي كل دول لما بيشتجلوا مع بعض بيقدروا في الاخر بتكون الريزلت بتاعت البربل تيم موركشوب او البربل تيم ان انا قدرت اعمل سيميليشن اللي بتحصل في الريلايف قدرت اطلع لها حتى لو هو السليوشنز العادية مش بتدي تكتها انا قدرت اطور ميكانيزم تدي تكت الحاجات اللي مش بتدي تكتها فانا كده حسنت من اداء السليوشنز اللي عندي وعملت ميكانيزم وحتى عملت اللي حاولت انها تعتاك الناس اللي انا فيها ما تقدرش تعرف تعمل كده من اكثر اكثر حاجات اللي انا بستمتع وانا بعملها خصوصا انها بتخليني مع موركشوبة تانية فبالتالي انا باخد اتفاد ميبياءهم وييجدو من عندي فالموضوع ببين وانا بيحقق الالت米تجول او الابتومم سليوشن للابيجر عشان هو كده استفاد من كل الخبرات بتاعت السيبر سيكيرتي في البروجيكت واحد وعملت له او انهانسمنت للدفنس ميكانيزم والديتكشن ميكانيزم بتاعته اول حاجة اللي انا بعمل ترينيج للبلو تيم على الاتاكس الجديدة وعلى تي تي بيز الجديدة ازاي احوه منها ازاي يطوروا انديكاتور تدكت الاتاك حتى لو السليوشن نفسها ما دكتش الاتاك بتست الاتاك تشين والتيتي بيز الجديدة اللي ما تعملها تست قبل كده عندي في الانفيرومنت بتست البروسيس ما بين السيكيرتي تيمز وما بين بعضها هيتصرفوا ازاي هيشتجلوا مع بعض ازاي هيبلغوا بعض ازاي الانسدانت هانلينج ميكانيزم هتمشي بينهم ازاي بعمل بريبريشن وبيري بلي حتى الريتيم اه غير كده اللي انا بحسن وبطور الكوليبراتيف كالتشر والكوبريشن ما بين السيكيرتي تيم وبين بعضها وده اللي بيقدم في الاخر مصلحة الان انا شجال فيها اصلا ايه الكورسز عن البربل تيم سانز عاملة اه كورسين البربل تيم 599 و 699 و سايبر ورفير لابس عاملة كورس اسمه سيبيتي ايه اللي هو سلتفاية البربل تيم انا لست ايه اخر حاجة في التركات السيبر سيكيرتي اه ده كان لازم احطه في الاول بس محبيتش اصنافه لا بربل تيم ولا اه سوري محبيتش اصنافه لا بلو تيم ولا اه ري تيم لان ده اقلهم في التكنيكاليتي مش تكنيكال على قد ما التركات الثاني كان التكنيكال فحت بتفصلوا الواحد وكده اللي هو متصنف افنسيف ولو متصنف افنسيف بس هو طبعا بيبني اه بيبني اه بيبني اه بس م لكن مش بالصورة تكنيكاليتي على قد ما هو بيحط البوليسيز والبروسيدجرز و اله وبيعمل 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 موضوع مش تكنيكل يعني ما لا هتلاقي فيه كودينج ولا هتلاقي فيه ولا هتلاقي فيه ولا تولز والكلام ده اه فيه جي ارسي تولز بس مش التولز قصدي بتاعتنا يعني فالموضوع اداري اكتر الموضوع اكتر من انه تكنيكل عشان كده حبيت اخلي الاخر خالص بحيث ان هو الدماغ في الاول خالص تكون فريش للتكنيكل وبعد كده انيجي للنون تكنيكل مش معنى كده انا بقلم ال جي ارسي بالعكس المكان اللي مفهوش بوليسي بيخرب ده قاعدة معروفة في اي حتة بتدري السيبر سيكورتي تقول لك يقول لك المكان اللي مفهوش بوليسي بيخرب فالجي ارسي هو الناس اللي بتحط البوليسي هي الناس اللي بتعمل هي الناس اللي بتحط لنا الشيكليست بتاعت حاجات معينة زي مثلا زي البي سي او اي دي اس اس هما هم الناس اللي يعرفونا الحاجات اللي بنقمنها لو احنا عايزين نطلع بتتعامل في الفلوس او بتتعامل في اي حاجة ليه علاقة بالفاينانشال سيكور هم الناس اللي بيحطوا الايزو سبع عشرين الف واحد مثلا بيحطوا لنا سياسات امن المعلومات في الشركة الناس اللي بتبص من فوق على الصورة الكاملة وبتقدر فعلا تطلع لست او بتطلع دوكمنت هو اللي بيشرح ازاي الدنيا تمشي بيخلي الموضوع مش عشوائي الدنيا بتبقاش فوضى الدنيا النازمة بتبقاش بترتجل لا الشركة لازم بتكون ماشية وفقا لقواعد وسياسات بيكون هو تيم ال جي ار سي او ال جافرنانس والريسك والكمبلاينس هو اللي حاططها طب ال جافرنانس هو اننا بعمل انشور او انفورسمنت ان الاكتيفتيز تاعت كلها مع البيزنس جولز بمعنى ان الاكتيفتيز اللي بتتعمل لازم هي بتكون بتخدم على البيزنس بداعي انا ممكن ما كونش جامد قوي في ان انا اشرح جارسي انا عارف جارسي كم علومات عامة كده بس انا بصراحة الحقيقة مش اتغلت شوي يعني ممكن بقية الاتراكات اللي قبل كده ممكن هي مكان يعني في حاجات منها مش الكور بتاع شجلي بس يعني احتكيت بي في تاسك مثلا او يعني استجدمت حاجة في مثلا في انجيجمي انت بعملها مثلا في الانستانت رسبونس في الانستانت هانلينج سريت هانتينج في البيتريشان تستنج ده شغلي اصلا في الريفيرس في المالوير ديفلومنت المالوير اناليسي دي كل اي تكنيكال وورك كله بيخدم على بعض ولكن فكرة او ال جي ار سي انا ما دخلتش فيها قوي بس عارفها كمعلومات عميانة ففي ال جي ار سي ده بيتم الاجنانة انشور الورجانيزيشن اكتيفتي بيتماتش او بيتالاين مع الورجانيزيشن بيزنس وغولز ده عن طريق تلاتة ابروتشيز الكوربيرت منجمنت والستراتيجي منجمنت والبوليسي منجمنت الكوربيرت منجمنت ازاي الريلاشنشيب في الورجانيزيشن استراتيجي هل فيه هيراركي ولا لا هل فيه رولز ورسبنسابلتين متوزع على الناس ولا لا مين بيريبورت المين مين مسؤول عن ايه الستراتيجي منجمنت مين المسؤول عن ايه وفي الورجانيزيشن عشان انا لازم يكون عندي رولز متريكس وبرميشن متريكس عشان ابعارف مين كل واحد مسؤول عن ايه ومين اللي تحديه ومين اللي فوقيه فبالتالي اكون عارف كل حاجة من الناس او من المنظومة اللي المسؤول عنها بوليسي منجمنت هل فيه اي اه قواعد او سياسات اي او بروسس محطوطة للناس عشان تعمل الديلي بيزنس بتاعتها هل الناس بتيجي ترتجل ولا بتشتجل بطريقة عشوائية كل ده بحقق لي جزء الجزء الريسك يمكن نكون هو اه اكترهم تكنيكالي شوية اه ان انا بمكشور ان الريسك لازم يكون ماتشد مع الورجانيزيشن اكتيفتي ولازم اكون انا عارف الريسك اللي انا الاكتيفتيز بتاعتي اه ممكن تتعرض له ولازم اكون اه حاطط له اه اه امشي عليه عشان اتجنب اكبر قدر من الريسك اه وان الاكتيفتيز بتاعتي والديلي بيزنس بتاعتي تكون بتحصل كل يوم بطريقة امنة عن طريق ايه عن طريق اول حاجة لانا بقى ادينتفائي الريسك فعشان ادينتفائي الريسك لازم اعرف الاول شاجة اعمل الريسيس للآكتيفتيز باعته والبيزنس والجولز باعته بالي عشان اقدر اشوف ايه الريسك اللي ممكن كل واحدة منهم تتعرض له ثاني حاجة بعمل اساسمنت للريسك انا اول ما بعرف اول ما بعرف الريسك لازم اعمله رانكينج وعمل له سكور عشان اعمل اساسمنت لي اشوف ايه الحاجات اللي هاي ريسك فدي لازم اخد بالي منها الاول بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده عن طريق بعد ما انا بعمله بقطر ان انا اخد المناسبة عشان انا امتجيت كل ريسك لوحده طبعا بيكون الاهمية او الاولوية بعد كده الاقل فالاقل اخر حاجة بتأكد ان ماشية وفقا لقواعد وقوانين متحددة بناء على السيستم ده اه ده ليه ده عشان يبقى ان انا بحط ستاندر العالمي بيكون اه ماشي بيه كل كل البيزنس اللي ماتشت بنوع واحد زي مثلا زي ما انا جيت مثلا جيت قلت كل هيمشوا اه تابع البي سي اي البي سي اي بمعنى ان انا اي حد بيتعمل في الفلوس بقى هو اللي بيتعمل فيها بيحولها بيشتجل فيها بيجيبها بيوديها لازم السيستم بتاع يكون ماتشد اه بتشيكليست معينة انا اللي احطها التشيكليست ده تحطت على ايه تحطت انها تكفر كل اليابس وكل الفلوس كل الريسك اللي بيكون موجود في الفينانشال سيكتور اه بيكون فيها جزء في البروسس وجزء في التكنولوجي وجزء في الفيزيكال سيستم زي الاتي ام زي وكده وجزء مثلا في في اللوجيك والبروسس زي عملية تحويل الفلوس وعملية بتاع الديتا وكده فالكمبلايانس ده بيتم عن طريق اللي هو الانترنال الاماكن اللي انا للعرف اللي كان يحصل team strategy اللي بتماتش ال ا bloqueبتي تدريج التي المهتم بتاعتي اللي فاقبني انا محتاج اطبقها عندي security procedures وконترولز اه ايه اللي يحتاج اطبقها عندي. بعد كده في الاخر اللي اا اقدر اكريت اه او اقدر اعمل اه يقدر يليست الكمبلاينس ويقدر كمان انه تبقى من اقدر حققها واقدر اشتجالها عندي ريسك السيلي اول حاجة اللي انا لازم نكون نعرف السريت اللي انا من تعرضه يمس سريت واحد او سريت ستاني او سريتس كثير مهم يعني سريت افنتوري بعمل سريت موديلينج بعد كده كنترول انفنتوري بشوف مايه الكونترول هل المحتاجى اطبقها ثم نعرف كيفه الكونترول بعد كده المابنج اسرنت هل الكنترول تطبقها ستمنعني او ستحميني من السرنت مايهتراني او المتوقع او يجيلي بعد كده بعمل كنترول بمعنى ايه الاولوية للقطرول التطبق بعد كده بشوف ال com Speech Impact Analyst و هل التي تطبق عليها دي ساعات كثيرة السيكونية تبقى للدولية فسيد بين اللinklev اجري الفنكشنالتي يجب اعمل Business Impact analysis و ارى دي الليلان لما تطبق هل هتأثر على lubizn disappointment او هتعمل impact على lief AbdoCT او لا طب امرسي نهاية ما اعملتها او هتعمل بطريقة انا معاولها فسين متأكد ان ال font%�� في الـ Control validation وعلى كده اعمل ريزك ريبورتنج ما هي الـ Controls اللي احنا بنتكلم عنها دي الـ Controls دي ممكن تبقى Administrative Controls, Technical Controls Physical Controls Administrative Controls هي إجراءات إدارية انا بعملها عشان امتجات اي ريزك عندي مثلا ان امنع موضوع فكرة اللي هو او اللي هو خلاص مفيش حد هيشتغل في الشركة الا بالكمبيوترات بتاعت الشركة او الا باجهزة الشركة فده Administrative Controls منعني او حماني من الرزق ان اي حد ممكن يلبس في اي مصيبة بالجهاز بتاعه في بيته وبعد كده يجي ينال هانا في الـ Environment عندي Technical Controls خلاص ان انا ممكن يعني دي تتكلم بقى في Technical Solutions لانا مثلا انا محتاج ان انا يكون عندي واف محتاج يكون عندي نيتروك اكسس كنترول فهي تتكنيكال كنترول Physical Controls ما ينفعش مثلا حد يمشي في الشركة منذر ما هو اللابس الـ ID مافيش حاجة اسمها البدان تكون مفتوحة مافيش حد يسيب استيكي نوتس على على مثلا على على الاجهزة بتاعته انا مش عارف دي Administrative مافيش حاجة مافيش حاجة يعني مثلا بابل الأبواب بتاعت وكلها لازم تكون بـ مثلا يكون واقف عليها Guard وفي نفس الوقت تفتح بـ RFID كارد وهي الـ و الـ اللي هي آخر حاجة حديثا لسه مؤخرا عشان وكذا ليه محتاجة جي ار سي ليه الجي ار سي وظيفة من اكتر الوظائف المطلوبة وفتحت الانكدين هتلاقي عليها وظائف كتير شركات كتيرة بتطلبها وشركات وباستمرار بتطلبها اول حاجة بتقلل الكوست بتاع البيزنس عن طريق ان طلامة طول ما الدنيا ممنهجة وطول ما الدنيا محطوطة تحت بوليسي وبرسيدجرز وفي حد بيقودت عليها فما فيش اي ارتجال هيحصل فبالتالي لا اقصر وقت ولا اقصر فلوس ولا اقصر وحافظ على البيزنس فكل ده بيقلل البيزنس كوست بتاعي بتقلل او بتردوص لان انا بحدد ماتريكس فكل واحد يبقى عارف هو عامل ايه فما فيش حد هتطلب منه طاق مرتين او مش هطلب الطاق انا من شخصين مختلفين انا خلاص بقيت عارف انا عامل ماتريكس فعارف كل واحد مسؤول عن ايه فانا بالتالي هطلب الطاق من المطلوبة منه بس او من اللي يقدر يحقق بس فكده بتقلل بيقل بسبب ان خلاص دلوقت الموضوع بقى ممنهج ما فيش اي حاجة هتقصر على الوبرائشن ما فيش اي حاجة ارتجالية او عشوائية ممكن تتعامل تموقع الوبرائشن موقع سيستم شغال موقع اي حاجة شغالة فيقصر على البيزنس كنتينيوتي بتاعتي بتعمل داتا والسكيرتي والانفرميشن بسبب الاودت اللي بيحصل عليها والريسك اساسمنت اللي بتعمل بتصرع وبتخلي الاصف لانفرميشن اسرع وبطريقة عضاك بسبب ان الموضوع بقى ماشي وفقا لبوليسي وفقا لمحيير مكتوبة ومنهجة لكي الموضوع عشوائي العشوائية دايما هي اللي بتكلف وقت وفلوس اقدر ان احقق اي او اشغل البيزنس بطريقة حتى لو هتتكرر اكتر من مرة او لو هعمل بزنس بتاعي لو مثلا فتح اكتر من فرع فانا خلاص مجرد لانا بعمل بزنس بروسس باست على الجي ارسي في مكان اقدر اخلي نفس البيزنس بروسس تتكرر في كل الفروع من غير معيد وازيد بقى في تفاصيل كتيرة ومن غير ما بتدي اقلد في كل فرع البيزنس بروسس لا انا مجرد لانا بعملها مرة وبعمل لنفسي موديل خلاص بقدر اتطبقه في اي حد ايه الريكويرد اسكيز بتاعت الجي ارسي على حسب معلوماتي شخصية على حسب ما كنت اعمل سيرش اه اتمنى الموضوع ما يطلعش نقص يعني ان انا لازم يكون عندي او ان انا اكون فاهم ازاي افهم يعني ايه الريسك اساسمنت فريمورك اه لازم اعرف اعمل الريسك اقدر اشوف مين فيهم الهي والميديوم واللو وديفولوب السكيرتي ستاندرز والبروسيدرز اللي هي بتقدر تمانيج الريسك اه لازم امبليمنت البروسيس زي ان انا اتوميت اه اه وامنوتر دايما الانفرميشن سكيرتي كنترولز اه اه وديفولوب ريبورتينج متريكس لازم يكون عندي ريبورت بكل حاجة بتحصل ما ينفعش كل حاجة للصدفة ولا ولا للظروف ولا للخز لازم كل حاجة تكون تحت عيني وتحت عشرافي تحت عيني وتحت عشرافي مش بتكلم عن انا كشخص لا ان انا كمنظمة بعم بحط بقى اعتماد هي اللي تعمل كده تمام بس لازم مهم يكون كل الناس عندي يشايف كل حاجة اه مينفعش يكون انا عندي اي سيستم ولا اي اسات في في الشركة ولا في الوربانيزيزيزن هنا فيها مينفعش عن اي حاجة لازم اه يكون عندي اه دوكيمنتز للبزنس بروسس والاونرشيب اه يكون عندي اه اه او او اوفر فيو عن البزنس فونكشن بتاعتي والبزنس بروسس والجولز بتاعتي ايه الكورسز بتاعت الجي ارسي في اه في ويبسايت اسمه او سي جي عامل اه ودي انا شوفت انها شفت انج اعليا انها بواضح انها كويسة وبما ان معدد كبير اه اه واخدها هي الي هي Fraad Shea في مجال الاودتينج ومجال السيكوريتي كنترولز وكذا خلصنا الحد هنا خلصنا كل تركات السيبر سيكوريتي الممكنة فيه تركات ممكن تتدمج ما بينها وما بين بعضها مثلا زي السك السك بيدمج ما بين اكتر من ترك زي السكوريتي مونيترينج ماثم لاير اخبار layer2 سيكون انزاند ريسبونس ستتضادخ الله layer3 سيزود عليهم humanities tasks مثلا الmalware analysis cultural forensics دول ف vaya parfait ت traveling schrackент tionistingه شرحناه grc probryteaming redteaming تقريبا ان شاء الله ما كنش سقط اي حاجة بس احنا كده غطينا كل التركات بتاعت السيبر سيكيرتي من ناحية الاسكيلز من ناحية الريكورمينتز من ناحية احنا بنعملها امتى بنعملها ازاي احنا محتاجينها في ايه التكنولوجز الجديدة ادينا اوورفيو عنها قبل حتى ما نتكلم في جهاز سيكيرتي بتاعتها جينا لمرحلة ازاي اهنت على وظيفة بما ان اصلا الصراحة التوبك ده انا ما كنتش مخطط ان انا اعمله بس انا بقلص البرزنتيشن لقيت ان بما انها بكال الاوديونس اول يعني اول اوديونس وطبع مافيش اوديونس معينين البرزنتيشن بس قبل اوديونس اللي هما الناس اللي الانحلي يعني جديد في السيبر سيكيرتي ما عرفوش عنها ايه الكتير او ما عرفوش عنها حاجة اصلا فبالتالي هما لسه مش تجلوش يعني انا متوقع ان هما لسه مش تجلوش في السيبر سيكيرتي ازاي بقى نهنت على انا انا لحد هنا وصلت للاسلايد دي انا كده خلاص كرّدت ان انا هنشتجل في ايه مجال هو الغرض من البرزنتيشن لحد قبل هذا اللي انت تعرف انت هتشغل في انه مجال او حابب تتخصص في انه مجال عرفتها هتتخصص في انه مجال حلو بقى خلاص يعني هتاخد بقى required skills وال required courses والcertification فخلاص يعني مش لازم certification طبعا بس انا اصدع required courses هتذكرها فخلاص انت كده جمعت كل الارسنال بتاعتك او كل toolkit بتاعتك عايز بطهنة لجوب هتانت ازاي فخلينا نتكلم شوية او اكتر 10 tips او tricks انا شايفهم valid عشان الواحد يلاقي غظيفة في السيبر سيكوريتي اي من كان وحطت تحت كلمة اي من كان دي ميت خط اي من كان التراك اللي انت هتشغل فيه كلهم valid او كل tips دي valid على اي تراك من التراكات بتاعت السيبر سيكوريتي ويمكن في اي اي جوب هانتن جامعة حتى لو بره السيبر سيكوريتي اول حاجة انت لازم تكون عارف ومكرر انت هتشتجل ايه قبل ما تدور على شغل ما ينفعش الدور على شغل والسلام ما ينفعش الدور على اللي هيجيلك ما ينفعش تاخد اللي هيقع تحت ايدك وخلاص ما ينفعش تبع حط رجلي في مكان الاول ما ينفعش لازم تكون مكرر انت هتشتجل ايه عشان العمر ما يضيعش بيك في شغلانة انت مش حبيبها العمر ما يضيعش بيك في مكان انت مش حبيه ولوبا يسرقك في تريك انت مش حبيه ولا اللي انت شغلك يتحول لستييمتك وتتحول الموظف بيروح كل اليوم يعمل كل الايام يعني يروح بكرة يعمل كان بيهمينه مبارح ويعمل المهاردة اللي هيعملو بكرة وموضوع باستييمتك والسيبر سيكوريتي ضد لستييمتك 100% ، لستييمتك لو عملت لستييمتك لستييمتك انت خرجت بره اطار السيبر سيكيرتي. سيبر سيكيرتي عمرها ما كانت روتين سيبر سيكيرتي عمرها ما كانت ما كانت ما تتغير. لو شغلك في السيبر سيكيرتي كل يوم مش بيتغير. لو انت ما بتختلف من سنة لسنة اعرف ان انت ماشي في التجاهة غلط. اعرف ان فيه حاجة غلط انت بتعملها. فانت لازم اول حاجة عشان كده نحطتها نصيحة اول واحدة. لازم تكون مقرر انت هتشتجل ايه. وعشان دي كانت اهم حاجة تهنت به هاتف السيبر سيكيرتي عملت اصلا كلها. عشان تعرف انت هتكرر به. انت لازم تكون اعرف ايه الان المتاحة قدامك. فحشان تعرف المتاحة قدامك لازم تعرف التراكات اصلاari السيبر سيكيرتي. فحشان تعرف التراكات اصلا انا عملت هذه الآخر. تاني حاجة لازم تكون عارف الوظيفة التي ترجدها لا ينفعش التهاند على وظيفة أنت مش عارف متطلباتها مش عارف انت قدها ولا مش قدها مش عارف انت فيك اللي هي مطلبة ولا لا فأنت لازم تكون عارف الوظيفة عشان تجاهز نفسك لها بحيث ان انت يوم تقول يلا كشغله وتبدأ تقدم على وظيفة تكون فعلا متشد للوظيفة بتاعت الوظيفة دي وتتقبل فيها ان شاء الله طبعا الشروج اللي ده نصيبه ورزق من عند ربنا بس احنا بنتكلم في اللي في ايدينا يعني احنا تنخب بالاسباب فانت لازم تكون عارف الوظيفة بتاعت الحاجة اللي انت عايز ما ينفعش مسلا تكون بالتارجت بالتارجت اللي انت عايز تشتجل وانت قصلا طول عمرك عمل بتذكر في الفرانسيكس ده كلام مش منطقي وما ينفعش مسلا على سبيل مسلا ما ينفعش تذكر وانت عملك في حياتك مش شفت كود عملك في حياتك ما شفت ما شفت ما شفت application والكود بتاعه عمل ا�� فعملك في حياتك مثلا ما تعملته مع video studio مع android studio فانت لازل انت لازم تكون عارف الوظيفة اللي glitter ثالث حاجة لازم تبتدي لازم تبتدي تجمع خطك الجasoي لواء long term large term وفي خلال مدة معينة أريد أن أخذت مذاكرة الكورس ويجب أن أدخلت أدخل الاسكاليشن من النوفيس أو النوب حتى بدأت أدخل في الانترميديات يجب أن يكون هناك جاولز ويجب أن يكون هناك أبجيبتيف معينة ويجب أن يكون هناك جاولز ويجب أن يكون هناك جاولز لن أجل أن أكون هناك مرة أخرى في الحدث الدولي أو تبتطي تجرسك على الناس طول ما عندك حدث ويجب أن يكون هناك حدث ويجب أن تستطيع تجرس بما يمكن أن تصل إلى حدث فتبقى يعني ايه هتعيش يومك بيومه لازم تلعب على الجنبين اوعى تبتدي تتكل في البراكتكال من غير ما يكون عندك نوليج واوعى انك تكتفي بالنوليج من غير ما يكون عندك براكتكال بمعنى في مدرسة بتقول او في ناس بتقول انا مش بهيني الناس دي ومش ومش بعيبهم بس بختلف معهم في حاجة يعني بيقولك لا مش لازم تتعلم من حاجة ادخل جرب على طول وانت بتجرب هتتعلم انا ضد المبدأ ده لان الموضوع بيكون فعلا عامة زي واحد اعمى عمال بيطبش مما مش واقف على حاجة صلد اه انت مش لازم تكون مستر في كل حاجة عشان تبتدي براكتك بس يكون عندك البيزيك نوليج بتاعت الحاجة دي عشان تبتدي براكتكال بتاعها وفي الناس التانية اللي بتقعد طول حياتها بتذاكر في كورتز وارتكلز وترينيج وما بتجربش ويديها فالموضوع بيقلب بعد وقت بيقلب بكسل وعمرهم في حياتهم ما بيبقوا بنفس الناس البراكتكال فلازم تجمع ما بين الاثنين عمرك في حياتك ما تدخل في البراكتكال من جير نوليج لانك مش هتكون عارف انت ببراكتس عليه فهتكون خلوق دخل بترزع وبتهبد من جير اي معرفة ولا عمرك تكتفي بالنوليج بس من جير البراكتكال اجمع دايما ما بين الاثنين تراقي الشخصي لازم تكون متارجة الشركات اللي بتشتغل في الشغلان اللي انت عايزها انا مثلا عايز اشتغل بنتستر فانا عارف الشركات مثلا اللي في مصر بتشتغل بتطلب بنتستر وعارف الشركات اللي في الجولف وفي الميدل ايست تطلب بنتستر لازم بقى لينكيد ان ده نعمة كبيرة من عند ربنا اهم بكتير جدا من فيسبوك والسنابشات والواتساب وهم من اليوتيوب وهم من انستجرام وهم من اي حاجة اخرى ابتدي ادخل على الشركات دي واعمل كونكت مع الناس اللي شغال فيها خلصت الشركات دي ابتدي خلاص بقى ابتدي اسورش بالبوزيشن دي نفسها واعمل كومينيكيشن او اعمل كونكتشن مع كل الناس اللي شغال في البيوزيشن اللي شغال فيها دي على مستوى العالم كله كبر الكنيكشن دي خلال الناس دي تعرفك وانت تعرفهم حد سيكلمك منهم يقولك تعال عندنا او انت هتلاقيهم حد فيهم منزل اعلان مثلا طالب ان في الشركة عنده البيوزيشن دي متاحة فانت لازم يكون الكنيكشن دي كلها محاطة بالناس اللي شغال في التراك اللي انت عايز تشتغل فيه اصلا ثلاثة حاجة فيه اه سادس حاجة فيه ناس بتقولك اعمل سيدي الاول وبعد كده اقدم انا ضد الموضوع ده تماما قدم وانت بتعمل سيدي كل ما يكون عندك حاجة اعمل لها ابدو وانت بتقدم برضه مش معنى ان انت قدمت النهاردة هيكلموك بكرة فانت ما تقف دلش وقف مستني الحالة اقدم تكون سيدي بعد كده تقدم لا انت قدم وانت بتعمل سيدي ابدو وانت بتقدم اه اه اعدل سيدي وانت بتقدم كل ما يعمل ده وانت بتقدم اهم حاجة تاخد اكشن ما يفضلش تاخد ما تسمعش اي حد بيقولك اعمل حاجة وخلص الحاجة الاول وبعد كده بعمل الثانية لا زل يقولك ذاكر الكورسس كلها الاول وبعد كده بطبق او طبق وبعد كده بذاكر او اعمل سيدي وابعد كده بقدم لا احاول انت دائما احاول برغل وانت بتحديد سيناريو او لا تكون احطت نفسك تحت احت مليئة سيناريو واحد لازم 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 تمركت لنفسك يعني اي اتمركت لنفسك ليس تمركت لنفسك اكيد مش هتنزل طرق اسو الشارع بسك لازم تشوق الاسكلز بتاعتك لازم تعرف الناس ان انت عندك اسكلز وليس بشطاره الناس مش معروفه فان انت الناس هذه الشطارходит وحشين وحشين وللا motivo ان الناس المعروفة تعرفت بالحظ ولا بالفعلقه ولا يمكنني اي حوالية والم faudra اوافشها تكتب رايت او تعمل قصص بال pasti 협 cat تعمل انت تعمل تعمل انت الكونفرنس بنفسك تعمل اي حاجة تتعرف بس الناس ان اكس عنده السكيلز في التراك الفلاني فدايما الشوء اب بتاع السكيلز بتاعتك والماركتنج لنفسك هي اولا حاجة مش عيب ثاني حاجة دراس مالك اصلا ان الناس تعرفك لان التراك او اي دراك في الدنيا هو بيبقى في ناس كتيرة جدا بس اللي بيفرق اول حاجة ان الشخص دي يكون معروف ثاني حاجة ان هو يكون كواليفايد كواليفايد دي مقدور عليها ان انت هتشتجل على نفسك في كل التكنيكال سكيلز انها تكون معروفة ازاي انت هتتعرف منين طول ما انت محدش يعرفك طول ما انت مستخبي طول ما انت محدش عارف عنك لما انت تذكر اسمك ناس تقول مين ده 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 معانا ده هنا فكلام ده ما ينفعش فانت لازم اما ان هتو بسكيلز لا تطور في ايه الناس مثلا الي انت محدش شخص فانت محدش في الامبلمنتيش فده لا ليس ولا ليس او اي حاجة حاجة عمله بس ابتده يعمل بلوج او فيديوز تشروح المسؤولين يتكلم عن ماهيه كيف ينقوم بإمبليمينطه كيف ينقوم بإمبليميه ماهي الفرق ما بين هذا الفندور وفندور في هذا الفندور تبطي تعمل كده لو انت مثلا ملاكش تراكك مش موفر لك تكتب ريت اوبس او تعمل ريسورشيز دايما لازم تشو افر برسكيلز بتاعتك ده يمكن 70% من النجاح او 60% عشان كتير 60% من النجاح اللي انت حد يكون عارفك أصلا 8 دي مش لازم بس دي انا بريكمندها بيزد على يعني معتقد في دماغي اللي هو السلف انفستمت لازم 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 تستثمر في نفسك الاستثمار بالوقت وبالمجهود ده جميل بس لازم الاستثمار بفلوس كمان مش بقولك على فلوس كتير ولا مش بقولك على مبلغ معين بس انت لازم تستثمر في نفسك وقت ما يكون معك فلوس لازم يكون فيه جزء منها استثمر لك عشان تبقى اكبر واقوى واحسن في مجالك اشتري كورس اه 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 اعمل سبسكريبشن في موقع بيوفر لك معلومات هي مش متاحة الا في حاجات دي كلها ده سلف انفستمت ودي عمرها فلوس عمرها ما بتكون فلوس رايحة على الارض بالعكس ده سلف انفستمت بيحليك انت وبتاخد الارض في اضعاف اضعاف اللي انت صرفته فلازم as much as the could لانت تنفست في نفسك اخر حاجة او اكبر حاجة تخلي بالك منها ان انت هتترفض مش كل الشغلات اللي انت هتقدم فيها حتى لو كوالو فايد عليها هتتقبل فيها هتلاقي فيه رفض كتير جدا هتلاقي ناس كتير تبعت لهم سوري تقدم لهم او تبعت لهم ميردوش عليك راجمن يا جماعة الاعلان مرسوم علي انتم انتم عبط مين احسن مني لا او احسن مني لا تشد على الاعلان لا تأخذ الصدمة فيه احسن منك وحتى او احسن منك حظك مجلش من السفيهات اللي احنا نختارنها ففيه 99 لا هتتقلق بس اعرف ان المية هتبقى هي الايوة اللي هتتفدح لك فاعرف ان دايما اعرف ان دايما لا ترد عليك لكن اعرف ان دايما هناك حد يرد عليك ودايما هتشتجل ولم يوجد حد يعد ويفضل يحاول من غير ما يجد نتيجة في الاخر ربنا ويضيعش مجهود حد اخر او لا تتعلم شيء وتتعلم شيء وتتعلم شيء وتتعلم شيء لا ترد عليك فلا يجب ان تكون اصدقى تكون تصدقى اليوم الذي لا تتعلم شيء جديد لا يجب أن تتعلم شيء كبير حتى لو تقرأ ارتكال جديدة ترى فيديو جديد تقرأ جزء من كتاب جديد ترى كورس جديد لكن يجب أن تكون قبضل تبقى يجب أن تتعلم شيئا طبعا على قد ما تستطيع هذا ليس الزام عليك لكن على قد ما تستطيع على قد ما تتعلم على قد ما تستطيع وعلى قد عمق الذي ستتعلمه على قد كبير النجاح الذي ستجده فلا يجب أن تتعلم شيئا من الوش وقط يجب أن تعرفها ويجب أن تستطيع التعليم لأنك لو تعمل في ترى لازم لازم في كل كل لازم أقلتها أقوم بإفضل لا يوجد شيئا في ترى كنا لازم ولكن يفضل لانت تتعلم لانت تتعلم لانت تتعلم لانت تتعلم بالعكس بالعكس لانت تتعلم لانت تتعلم لانت تتعلم لانت تتعلم الناس لانت تتعلم منك لانت تتعلم لانت تتعلم لانت تتعلم ويقعه وهو يقعه لانت تتعلم لانت تتعلم لانته لأنه تتعلم لانه يتعلم واذهى عندك كده في قطك نصيحة لوجه الله عمرك في حياتك ما هتدي معلومة لحد مش هتاخد قصادها كثير وكثير قوي كمان لو ما خدتش من الشخص اعرف ان ربنا هو اللي هيبعط لك اجازات المحلومة اللي انت نشرتها وشيل في دماجك بقنا مش اقول المحلومة دي لحد عشان يبقى احد حسن مني محبيش حد يأخد رسع حد وما فيش حد بيحتفز بمحلومة لنفسه ويتكون مخير عليه ابدا اخيرا وليس اخيرا اول كلمة قلتها في البرزنتيشن هي اخر كلمة هاختم بيها البرزنتيشن لازم تكرافت you own way لازم تكرافت you own methodology لازم تكرافت you own roadmap تمشيش هو ال roadmap حد قيل هناك ليس معنى كده لانت ترمي كل الريد مابس اللي احنا بنقولها دي في الارض لا احنا بنقولها عشان ترميها في الارض انا قصدي ما تمشيش وراها عمياني لازم اخد consultation وخد guidance وخد mentorship من الناس كلها بس هتوصل في مرحلة في الكريم بتاعك لازم تكون عارف ترسم طريقك بنفسك لا تمشيش على خط غيرك هو اللي رسمه لا تمشيش على رود ماب عمياني غيرك هو اللي عملها لان هي ممكن تكون بتناسبه هو ما بتناسبكش انت بيزدع على skills بتاعته هو مش بيزدع على skills بتاعتك انت فليازم تكرافت your own way ما تتسبش حد يقولك لا ما بتتعملش بالطريقة دي ما بتتمشيش بالطريقة دي لا هي ممكن تتعمل بالطريقة دي و بتتمشي بالطريقة دي طالما تنفع انا مش بقولك برضو انت تعافر في الغلط عشان برضو تثبت ان انت حققت اللي انت عايزه او مشتها بالناجك لا ما هو برضو ساعات في حاجات ان انت بتكون بتقوح فيها في الغلط بس لازم تكرافت your own way دي اخر كلمة انا هقولها انا ما كنتش متصور حقيقة يعني انا في بداية البرزنتيشن انا هفصل للاحظة دي و اقول ان انا خلصت البرزنتيشن البرزنتيشن دي اا انا انا الامانة ما كنتش عارف انها هتوع دلوقت ده هي تقريبا هي تقريبا دخلت في اكتر من سبع ساعات بس دي خلاصة اللي انا كنت عايز اقول و عايز اشرحه البرزنتيشن دي ممكن نشوفه على يومين يومين تلاتة اربعة انا نفسي سجلتها على اربع تيام هي طبعا مش باين في الريكورد عشان متمنتج وكده بس البرزنتيشن انا سجلتها على اربع تيام فانت مستحيل تشوفها على يوم يعني دماجه كتفع بس دي كان فيها كل حاجه ممكن تتقالبي ما يريد الله عن ازاي الواحد يبدأ اذا اذا يبدأ الكريم كان فيellyام اللي compromise اخبت باطة اخر حاجه ايام إنشان بس شخص لازم اشكره هو اخوي او صاحبي او اسلام مصطفى سعيدني كتير في البرزنتيشنع الساحل معي عادنا نقدد بقى مع بعض وعادنا نقترح حاجات ونشيل حاجات ونحط حاجات فاسلام مصطفى بصراحة يعني ايه تعب معي او في الموضوع ده فكان لازم امينشن يعني كريدت سلي بس فان شاء الله اكون حققت الابجيكتف اللي انا كنت بترجته من البداية ان ما فيش حد يغسل لنهاية البرزنتيشن دي يكون لسه عنده ميس كنسبت في السابر سيكيرتي لسه يكون عنده مش فاهم مدخل السيبر سيكيرتي لسه يكون مش فاهم مدخل السيبر سيكيرتي يمني الريكورد سكيلز بتاعت اي ترك هو محتاجه الكورسي والسيرتيفكيشن اللي هو محتاجها او اللي هو يفضل ياخدها اخر حاجة ما تلزمش نفسك بسيرتيفكيشن وخصوصا ان انت لسه في البداية مفيش حد يقدر يلزمك بيها فيش حد يقدر يقول لك انت لازم تكون وانت في بداية حياتك سواء كنت في ريش جرادية او لسه جونيور وكذا خصوصا لان السيرتيفكيش بتاعتنا غالية جدا بين اقالي سيرتيفكيش بربع مية دولار اللي هي السيرتيفكيش بتاعت معرفش فيها قل منها الا لا بس مرورا بالالوفنسيف وانتحاناتها بالكورسي في حاجات بتعديل 5 تلاف دولار و6 تلاف دولار او سيرتيفكيش بربع مية دولار حاجات دي كلها فالحاجات دي جالية فمحند اربطك بيها فما تضع في يجب أن تأخذ شهادة لكي تعمل دائما حافظ على العشر النصائح اللي انا قلت لك عليهم عمرهم وعمرهم ما يخسروا معك فأخيرا وليس أخيرا ده الفيسبوك بتاعي لو حد عنده اي سؤال او حد يتناقش في اي حاجة من اللي انا قلتها او يعدل عليها انا مشكلف ان انا ممكن يكون قلت حاجة غلط بس يعني ايه انا حتى شهر ونص بحضر للبرزنتيشن ريسورس وبتأكد من كل معلومة انا بقولها حتى في التركات اللي انا شركة فيها عشان ما اقولش اي معلومة تحتمل الخطأ او مكونش متحرد دقة منها يعني فان شاء الله اكون قدرت احقق ده ده اللينك الفيسبوك لو حد عايز يقول اي حاجة لو حد عايز يتكلمني في اي حاجة وان شاء الله يكون حققات الوجيكتف بتاع البرزنتيشن وكل واحد اعرف ازاي يبتدي في السيبر سيكوريتي وما يكونش حد بعد البرزنتيشن ده لسه محتاج حاجة عشان يبدأ بس ان شاء الله ربنا نفعنا بالبرزنتيشن دي وننفعكم بيها بس نشوفكم على خيب ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة